هذا باب الترخيم يجوز ترخيم المنادة أي حذف آخره تخفيفة وذلك بشروطه كونه معرفة غير مستغاف ولا مندوب ولا ذي إضافة ولا ذي إشارة فلا يرخم نحو قول الأعمى يا إنسانا خذ بيدي وقولك يا لجعفر وواجع فراه ويا أمير المؤمنين ويا تأبط شراء وعن الكوفيين إجازة ترخيم ذي الإضافة بحذف عجز المضاف إليه تمسكا بنحو قول الشاعر أبا عر ولا تبعت فكل ابن حرة سيدعوه داعي ميتة فيجيبه وزعم ابن مالك أنه قد يرخم ذو الإسناد وأن عمرا نقل ذلك وعمر هذا هو إمام النحويين رحمه الله وسيبويه لقبه وكنيته أبو بشر ثم إن كان المنادى مختوما بتاء التأنيث جاز ترخيمه مطلقا فتقول في هبة علما يا هبة وفي جارية لمعينة يا جارية قال جارية لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري وهو من كلام العجاج وإذا كان مجردا من التاء اشطرط لجواز ترخيمه كونه علما زائدا على ثلاثة كجعفر وسعاد ولا يجوز ذلك في نحو إنسان لمعين ولا في نحو زيد ولا في نحو حكم وقيل يجوز في محرك الوسط دون ساكنه وقيل يجوز فيهما فصل والمحذوف للترخيم إما حرف وهو الغالب نحو ياسعى وقراءة بعضهم ونادوا يا مالي وإما حرفان وذلك إذا كان الذي قبل الآخر من أحرف اللين ساكنا زائدا مكملا أربعة فصاعدا وقبله حركة من جنسه لفظا أو تقديرا وذلك نحو مروانة وسلمان وأسماء ومنصور ومسكين علما قال الشاعر يا مرو إن مطيتي محبوسة طرج الحباء وربها لم ييأسي وهو من كلام الفرزدق وكقول الشاعر يا أسم صبرا على ما كان من حدث إن الحوادث ملقي ومنتظر بخلاف نحو شمأل علما فإن زائده وهو الهمزة غير حرف لين ونحو هبيخ وقنور علمين والهبيخ بزنة صفرجل الغلام الممتلئ الجسم والجارية هبيخة بالتاء والياء زائدة للإلحاق بصفرجل والقنور بزنة صفرجل الضخم الرأس تقول بعير قنور والقال القنور هو الشرس الصعب في كل شيء وهما علمان لتحرك حرف اللين ونحو مختار ومنقاد علمين لأصالة الألفين ونحو سعيد وثمود وعماد لأن السابق على حرف اللين اثنان وبخلاف نحو فرعون وغرنيق علما لعدم مجانسة الحرف ولا خلاف في نحو مصطفون ومصطفين علمين لأن أصلهما مصطفيون ومصطفيين فالحركة المجانسة مقدرة وإما كلمة برأسها وذلك في المركب المسجي تقول في معدي كربا يا معدي وإما كلمة وحرف وذلك في اثنى عشر تقول يثنى لأن عشر في موضع النون فنزلت هي والألف منزلة الزيادة في اثنان علما فصل الأكثر أن ينوى المحزوف فلا يغير ما بقي تقول في جعفر يا جعفة بالفتح وفي حارث يا حاري بالكسر ومنه قول الشعر يا حاري لا أرميا منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك ومن كلام امرئ القيس من معلقته المشهورة وفي منصور يا منصو بتلك الضمة وفي هرقل يا هرق بالسكون وفي ثمودة وعلاوة وكروان يا ثمو ويا علا ويا كروة ويجوز ألا ينوى فيجعل الباقي كأنه آخر الاسم في أصل الوضع فتقول يا جعف ويا حار ويا هرق بالضم فيهن وكذلك تقول يا منصو بضمة حادثة للبناء وتقول يا ثمي بابدال الضمة كسرة والواوياء كما تقول في دمع جرو ودلو الأجري والأدلي لأنه ليس في العربي اسم معرب آخره واو لازمة مضموم ما قبلها وخرج بالاسم الفعل نحو يدعو وبالمعرب المبني نحو هو وبذكر الضم نحو دلو وغزو وباللزوم نحو هذا أبوك وتقول يا علاء بابدال الواوي همزة لتطرفها بعد ألف زائدة كما في كساء وتقول يا كرى بابدال الواوي ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما في العصة فصل يختص ما فيه تاء التأنيث بأحكام منها أنه لا يشترط لترخيمه عالمية ولا زيادة على الثلاثة كما مر وأنه إذا حذفت منه التاء توفر من الحذف ولم يستتبع حذفها حذف خرف قبلها فتقول في عنقباه يا عنقباء وأنه لا يرخم إلا على نية المحذوف تقول في مسلمة وحارثة وحفصة يا مسلمة ويا حارثة ويا حفصة بالفتح لألا يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه فإن لم يخف لبس جازة فإن لم يخف لبس جازة كما في نحو همزة ومسلمة ونداؤهما مرخما أكثر من ندائه تاما كقوله أفاطم مهلا بعض هذا التدللي وإن كنت قد أزمعت صرمي فأشملي لكن يشاركه في هذا مالك وعامر وحارث فصل ويجوز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط أحدها أن يكون ذلك في الضرورة الثاني أن يصلح الاسم للنداء فلا يجوز نحو الغلام الثالث أن يكون إما زائدا على الثلاثة أو بتاء التأنيف كقوله طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر وصدره لنعم الفتى تعش إلى ضوء ناره ولا يمتنع على لغة من ينتظر المحذوف خلافا للمبرد بدليل ألا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما وهو من كلام جرير هذا باب المنصوب على الاختصاص وهو اسم معمول لأخص واجب الحذف فإن كان أيها أو أيتها استعملا كما يستعملان في النداء فيضمان ويوصفان لجوما باسم لازم الرفع محلا بأل نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل واللهم اغفر لنا أيتها العصابة وإن كان غيره ما نصب نحو قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ويفارق المنادى في أحكام أحدها أنه ليس معه حرف نداء لا لفظا ولا تقديرا الثاني أنه لا يقع في أول الكلام بل في أثنائه كالواقع بعد نحن في الحديث المتقدم أو بعد تأمامه كالواقع بعد أنا ونا في المثالين قبلهما والثالث أنه يشترط أن يكون المقدم عليه اسما بمعناه والغالب كونه ضمير تكلم وقد يكون ضمير خطاب كقول بعضهم بك الله نرجو الفضلا والرابع والخامس أنه يقل كونه علما أنه ينتصب مع كونه مفردا كما في هذا المثال والسادس أنه يكون بأل قياسا كقولهم نحن العربة أقرى الناس للضيف هذا باب التحذير للتحذير ثلاث طرق إحداها أن يذكر بلفظ إيا ولك في هذا الوجه أن تعطف المحظور على إيا فتقول إياك والأسد أو تخفضه بمن فتقول إياك من التواني أو تنصب المحظور بغير عاطف فتقول إياك الأسد الطريق الثاني أن تذكر اسما ظاهرا نائبا عن إيا مضافا إلى ضمير المحذر المخاطب ولك في هذا الوجه أن تجيئ بما ذكر من غير عطف ولا تكرار فتقول نفسك أو مع العطف فتقول نفسك والأسد أو بالتكرار فتقول نفسك نفسك الطريق الثالثة أن تذكر المحظر منه مكررا أو معطوفا عليه أو بدونه فتقول الأسد الأسد أو تقول الكسل والتواني أو تقول الأسد ونحو ذلك انتهى التعليق والتحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه فإن ذكر المحظر بلفظ إيا فالعامل محذوف لجوما سواء عطفت عليه أم كررته أم لم تعقف ولم تكرر تقول إياك والأسد الأصل إحذر تلاقي نفسك والأسد ثم حذف الفعل وفاعله ثم المضاف الأول وغنيب عنه الثاني فانتصب ثم الثاني وغنيب عنه الثالث فانتصب وانفصل وتقول إياك من الأسد والأصل باعد نفسك من الأسد ثم حذف باعد وفاعله والمضاف وقيل التقدير أحذرك من الأسد فنحو إياك الأسد ممتنع على التقدير الأول وهو قول الجمهور وجائز على الثاني وهو رأي ابن الناظم ولا خلاف في جواز إياك أن تفعل لصلاحيته لتقدير من ولا تكون إيا في هذا الباب لمتكلمه وشذ قول عمر رضي الله عنه لتذك لكم الأسل والرماح والسهام وإيايا وأن يحذف أحدكم الأرنب وأصله إيايا بعدوا عن حذف الأرنب وباعدوا أنفسكم أن يحذف أحدكم الأرنب ثم حذف من الأول المحذور ومن الثاني المحذر ولا يكون لغائب وشذ قول بعضهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب والتقدير فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب وفيه شذوذان أحدهم اجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر والثاني إقامة الضمير وهو إيا مقام الظاهر وهو الأنفس لأن المستحق للإضافة إلى الأسماء الظاهرة إنما هو المظهر للمضمر وإن ذكر المحذر بغير لفظ إيا أو اقتصر على ذكر المحذر منه فإنما يجب الحذف إن كررت أو عطفت فالأول نحو نفسك نفسك والثاني نحو الأسد الأسد وكقول الله تعالى ناقط الله وسقياها وفي غير ذلك يجوز الإظهار كقول الشاعر خل الطريق لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حيث اضطر كالقدر وهو من كلام جرير هذا باب الإغراء وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله وحكم الاسم فيه حكم التحذير الذي لم يذكر فيه إيا فلا يلزم حذف عامله إلا في عطف أو تكرار كقولك المروأة والنجدة بتقدير إلزم وكقول الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخى له كساع إلى الهيجة بغير سلاح وهو الإبراهيم بن هرم القرشي ويقال الصلاة جامعة فتنصب الصلاة بتقدير حضر وجامعة على الحال ولو صرحت بالعامل لجازة هذا باب أسماء الأفعال تعليق الحاجة إلى وضع أسماء الأفعال وعدم الاكتفاء بمدلولاتها وهو الأفعال أنفسها على أرجح المذاهب أن المتكلم قد يقصد المبالغة ويريد أن يعبر عن مقصوده بأوجز لفظ والسر في هذا أن اسم الفعل يدل على شدة الحدث فإن قال القائل أفن فكأنه قال أتضجر جدا وإن قال شتان فكأنه قال بعد بعدا شديدا وإن قال واها فكأنما قال أعجب أشد العجب وهكذا انتهى التعليق اسم الفعل ما ناب عن الفعل معنا واستعمالا كشتان وصح وأوه والمراد بالاستعمال كونه عاملا غير معمول فخرجت المصادر والصفات في نحو ضربا زيدا وأقائم الزيدان فإن العوامل تدخل عليها بوروده بمعنى الأمر كثير كصح ومه وآمين بمعنى سقط وانكفف واستجب ونزال وبابه وبمعنى المضارع والمضارع قليل كشتان وهيهات بمعنى افترق وبعد وأوه وأفن بمعنى أتوجع وأتضجر ووا ووي وواها بمعنى أعجب كقوله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون أي أعجب لعدم فلاح الكافرين وقول الشاعر واب أبي أنت وفوك الأشنب كأنما ظر عليه الزرنب ومن كلام راجز من بني تميم ولم يعين أحد نسمه وكقول آخر واها لسلما ثم واها واها هي المنى لو أننا نلناها يا ليت عيناها لنا وفاها نسبوا هذه الأبيات لرؤبة ابن العجاد فصل اسم الفعل ضرباني أحدهما ما وضع من أول الأمر كذلك كشتان وصه ووي الثاني ما نقل من غيره إليه وهو نوعان منقول من ظرف أو جر ومجرور نحو عليك بمعنى لزم ومنه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أي يلزموا شأن أنفسكم ومنه دونك زيدا بمعنى خذه ومكانك بمعنى ثبت وأمامك بمعنى تقدم ووراءك بمعنى تأخر وإليك هذا الأمر بمعنى تنح إليك بمعنى تنح ومنقول عن مصدر وهو نوعان مصدر استعمل فعله ومصدر أهمل فعله فالأول نحو رويدا زيدا فإنهم قالوا أروده إروادا بمعنى أمهله إمهالا ثم صغروا الإرواد تصغير الترخيم وأقاموه مقام فعله واستعملوه طارة مضافا إلى مفعوله فقالوا رويدا زيدا وطارة منونا ناصبا للمفعول فقالوا رويدا زيدا ثم إنهم نقلوه وسموا به فعله فقالوا رويدا زيدا والدليل على أن هذا اسم فعل كونه مبنيا والدليل على بنائه كونه غير منون والثاني قولهم بل هزيدا من كلام العرب الذي جاء فيه هذا الاستعمال قول كعب بن مالك في إحدى روايتيه وتقدم في باب المفعول المطلق طغر الجماج مضاحيا هاماتها بل هالأكفة كأنها لم تخلق وكذلك قول إبراهيم بن هرمة تمشي القطوف إذا غن الحدات بها مشي النجيبة بل هل جلة النجبة انتهى والدليل على بنائه كونه غير منوى والثاني قولهم بل هزيدا فإنه في الأصل مصدر فعل مهمل مرادف اللي داع واطرك يقال بل هزيد بالإضافة إلى المفعول كما يقال طرك زيد ثم قيل بل هزيدا بنصب المفعول وبناء بل ها على أنه اسم فعل فصل يعمل اسم الفعل عمل مسماه تقول هيهات نجد كما تقول بعدت نجد قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله ومن كلام جرير ابن عطية بن الخطفة وتقول شتان زيد وعمر كما تقول افترق زيد وعمر وطراك زيدا كما تقول اترك زيدا وقد يكون اسم الفعل مشتركا بين أفعال سميت به فيستعمل على أوجه باعتباره قالوا حيهل الثريدة بمعنى ات الثريدة وحيهل على الخير بمعنى اقبل على الخير وقالوا اذا ذكر الصالحون فحيهل بعمراء اي اسرعوا بذكره ولا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه خلافا للكسائي واما ما ورد في القرآن كتاب الله عليكم وقوله يا ايها المائح دلوي دونك اني رأيت الناس يحمدونك فمؤول فصل وما نوين من هذه الاسماء فهو نكرة وقد التزم ذلك في واها وويها كما التزم تنكير نحو احد وعريب وديار وما لم ينون منها فهو معرفة وقد التزم ذلك في نزال وطراق وبابيم كما التزم التعريف في المضمرات والاشارات والموصولات وما استعمل بالوجهين فعلى معنيين وقد جاء على ذلك صه ومه وإيه وألفاظ أخر فما جاء التعريف والتنكير في نحو كتاب ورجل وفرس هذا باب اسماء الاسوات وهي نوعان احدها ما خطب به ما لا يعقل مما يشبه اسم الفعل كقولهم في دعاء الابل لتشرب جئ جئ مهموزين وفي دعاء الضأن حاحا والمعز عاعا غير مهموزين والفعل منهما حاحيت وعاعيت والمصدر حيحاء وعيعاء قال الشاعر يا عنز هذا شجر وماء عاعيت لو ينفعني العيعاء وفي زجر البغل عدس قال الشاعر عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق وهو من كلمة اليزير بن مفرغ الحميري وقولنا مما يشبه اسم الفعل احتراز عن نحو قوله يا دار ميت بالعلياء فالسند وقوله ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي الثاني ما حكي به صوت كغاق لحكاية صوت الغراب وطاق لصوت الضرب وطاق لصوت وقع الحجارة وقب لصوت وقع السيف على الضريبة والنوعان مبنيان لشبههما بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة كما أن أصواء أسماء الأفعال بنيت لشبهها بالحروف المهملة في أنها عاملة غير معمولة وقد مضى ذلك في أول الكتاب مضى ذلك في باب المعرب والمبني عند القول على المبني من الأسماء وتفصيل أنواع شبه الحرف في سبه الحرف في سبب البناء فارجع إليه هناك إنشئت انتهى التعليق هذا باب نوني التوكيد لتوكيد الفعل نوناني ثقيلة وخفيفة نحو قول الله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين ويؤكد بهم الأمر مطلقا ولا يؤكد بهم الماضي مطلقا وأما المضارع فله حالات إحدى أن يكون توكيده بهما واجبا وذلك إذا كان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل نحو قوله تعالى وتالله لأكيدن أصلامكم بعد أن تولوا مدبرين ولا يجوز توكيده بهما إن كان من فيا نحو تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الآلكين إذ التقدير لا تفتأ أو كان حالا كقراءة ابن كثير لأقسم بيوم القيامة وقول الشاعر يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل أو كان مفصولا من اللام مثل ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ونحو ولسوف يعطيك ربك فطردى والثانية أن يكون قريبا من الواجب وذلك إذا كان شرطا لإن المؤكدة بما نحو قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء وكقوله فإما نذهبن بك وكقوله فإما ترين من البشر أحدا ومن ترك توكيده قول الشاعر يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الخلان من شيامي وهو قليل وقيل يختص بالضرورة الثالثة أن يكون كثيرا وذلك إذا وقع بعد أداة طلب كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقول الشاعر هل لا تمنن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلم وكقول الآخر فليتك يوم الملتقى طرينني لكي تعلمي أني امرء بك هائم وكقوله أفبعد كندة تمدحن قبيلا وصدره قالت فطيمة حل شعرك متحه الرابعة أن يكون قليلا وذلك بعد لا النافية أو ما الزائدة التي لم تسبق بأن كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وكقولهم ومن عضة ما ينبتن شكيرها وصدره إذا مات منهم ميت صرق ابنه ومن عضة ما ينبتن شكيرها هذا الشاهد مثل من أمثال العرب معناه أن الفرع يجيء على وفق أصله وكقولهم قليلا به ما يحمدن كوارث قديما ويقطط الزناد من الزند الخامسة أن يكون أقل وذلك بعد لم وبعد أداة جزاء غير إما كقول الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما وكقوله من نثقفا منهم فليس بآئب أبدا وقتل بني قتيبة شافي انتهى الشريط الحادي عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب فصل في حكم آخر المؤكد اعلم أن هنا أصلين يستثنى من كل منهما مسألة الأصل الأول أن آخر المؤكد يفتح تقول لتضربن واضربن ويستثنى من ذلك أن يكون مسندا إلى ضمير ذيلين فإنه يحرك آخره حينئذ بحركة تدانس ذلك اللين كما نشرح والأصل الثاني أن ذلك اللين يجب حذفه إن كان ياء أواوا تقول اضربن يا قوم بضم الباء واضربن يا هند بكسرها والأصل ضربون واضربين ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين ويستثنى من ذلك أن يكون آخر الفعل أليفا كيخشى فإنك تحذف آخر الفعل وتثبت الواو مضمومة والياء مقصورة فتقول يا قوم اخشون ويا هند خشين فإن أسند هذا الفعل إلى غير الواو والياء لم تحذف آخره بل تقلبه ياء فتقول لَيَخْشَيَنَّ زَيْدٌ وَلَتَخْشَيَنَّ يَا زَيْدُ وَلَتَخْشَيَنَّ يَا زَيْدَانِ وَلَتَخْشَيْنَان يَا هِنْدَاتُ فصل تنفرد النون الخفيفة بأربعة أحكام أحدها أنها لا تقع بعد الألف نحو قوما واقعدا لألا يلتقي ساكناني وهي نون الرفع هنا محذوفة لأن الأمر يبنى على حث النون فإن كان الفعل مضارعا مرفوعا حذفت النون عند التوكيد أيضا لكن حذفها حينئذ للفرار من اجتماع الأمثال انتهى التعليق وعن يونس والكوفيين إجازته ثم صرح الفارسي في الحجة بأن يونس يبقي النون ساكنة ونظر ذلك بقراءة نافة ومحياي وذكر النظم أنه يكثر النون وحمل على ذلك قراءة بعضهم فدمرانهم تدميرا وجوزه في قراءة ابن ذكوان ولا تتبعان بتخفيف النون وأما الشديدة فتقع بعدها اتفاقا ويجب كسرها كقراءة باقي السبعة ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون الثاني أنها لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث وذلك لأن الفعل المذكور يجب أن يؤتى بعد فاعله بألف فاصلة بين النونين قصدا للتخفيف فيقال دربناني يا نسوة وقد مضى أن الخفيفة لا تقع بعد الألف ومن أجاز ذلك فيما تقدم أجازه هنا بشرط كثرها تعليق يعلم أن التقاء الساكنين يغتفر في العربية بشرطين أولهما أن يكون أول الساكنين حرفلين كالألف وكالواو المفتوح ما قبلها أو المضموم ما قبلها وكالياء المفتوح ما قبلها أو المكسور ما قبلها وثانهما أن يكون ثاني الساكنين مضغما في مثله فإذا علمت هذا تبين لك السر في جواز وقوع النون الشديدة بعد الألف وعدم جواز وقوع الخفيفة في هذا الموضع الثالث أنها تحذف قبل الساكن ققوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والظهر قد رفع أصله لا تهينا الفقير ومن كلمة للأضبط ابن قريع السعدي قال تعلم بلغني أنها قيلت قبل الإسلام بدهر طويل والذي ذكره المؤلف من هذه الكلمة بيت من المنسرح قد حذف من أول جزئه الأول سبب خفيف فآخر الشطر الأول أن ولا تلتفت إلى ما قيل سوى هذا فإن أول هذه الكلمة قوله لكل هم من الهموم سعه والمسي والصبح لا فلاح معه الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين فإن وقعت بعد فتحة كلبت ألفا فقوله تعالى لنسفعا ولا يكونا وقول الشاعر ولا تعبد الشيطان والله فعبدا وصدره وإياك والميتات لا تقرب النهاء وهذا الشاهد من كلام الأعشاء وإن وقعت بعض ضمة أو كسرة حذفة ويجب حينئذ أن يرد ما حذف في الوصل لأجلها تقول في الوصل اضرب يا قوم واضرب يا هند والأصل اضربون واضربيين كما مر فإذا وقفت حذفت النون لشبعيها بالتنوين في نح جاء زيد ومررت بزيد ثم ترجع بالواوي والياء لزوال الساكنين فتقول اضربوا واضربي هذا باب ما لا ينصرف لسمه إن أشبه الحرف بني كما مر وسمي غير متمك وإلا أعربا ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصرف كما سيأتي وسمي غير أمكان وإلا صرفا وسمي أمكان والصرف هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكان وذلك المعنى هو عدم مشاباتي للحرف وللفعل كزيد وفرس وقد علم من هذا أن غير المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين ويستثنى من ذلك نحو مسلمات فإنه منصرف مع أنه فاقد له إذ تنوينه لمقابلة نون جمع المذكر السالي ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان أحدهما ما يمتنع صرفه لعلة واحدة وهو شيئان أحدهما ما فيه ألف التأنيف مطلقا أي مقصورة كانت أو ممدودة ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع أي ثواء وقع نكرة كذكرى وصحراء أم معرفة كرضوى وزكريا أم مفردا كما تقدم أم جمعا كجرحى وأنصباء أم اسما كما تقدم أم صفة كحبلة وحمراء والثاني الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل كضراهم ودنانير تعليق المراد بمفاعلها هنا كل اسم بعد ألف جمعه حرفات سواء أكان مبدوءا بمي من نحو مساجد أم لم يكن نحو صيارف وجواهر والمراد بمفاعل كل اسم بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن سواء أكان مبدوءا بالميم نحو مصابيحا أم لم يكن نحو عصافيرا وقراطيصا وإذا كان مفاعل منقوصا فقد تبدل كسرته فتحة فتنقلب ياءه ألفا فلا ينون كعذارا ومدارا والغالب أن تبقى كسرته فإذا خلا من أل والإضافة أجري في الرفع والجر مجرى قاب وسار في حذف يائه وثبوت تنوينه نحو قوله تعالى ومن فوقهم غواش ونحو قوله تعالى والفجر وليال عشر وفي النصب مجرى دراهم في سلامة آخره وظهور فتحته كقوله تعالى وقدرنا فيها الثير سيروا فيها ليالية وأياما آمنية وسراويل ممنوع من الصرف مع أنه مفرد فقيل إنه أعجمي حمل على موازنه من العربي وقيل إنه منقول عن جمع سرواله ونقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه وأنكر ابن مالك عليه ذلك وإن سمي بهذا الجمع أو بما وازنه من لفظ أعجمي مثل سراويل وشراحيل أو لفظ اغتجل للعالمية مثل كشاجم منع الصرف وكشاجم لقب شاعر والمشهور أنه بضم الكاف كشاجم النوع الثاني ما يمتنع صرفه بعلتين وهو نوعان أحدهما ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة وهو معوض عصفة وهو إما مزيد في آخره ألف ونون أو موازن للفعل أو معدول أما ذو الزيادتين فهو فعلان بشرط أن لا يقبل التاء إما لأن مؤنثه فعلا كسكران وغضان وعطشان أو لكونه لا مؤنث له كلحيان بخلاف نحو مصان لللئيم وسيفان للطويل وأليان لكبير الألية وندمان من المنادمة لا من الندم فإن مؤنثاتها فعلانة ولهذا تصرف وأما ذو الوزن فهو أفعله بشرط أن لا يقبل التاء إما لأن مؤنثه فعلاء كأحمر أو فعل كأفضل أو لكونه لا مؤنث له كأقمر وآدر وإنما صرف أربع في نحو قولهم مررت بنسوة أربع لأنه وضع سما فلم يلتفت لما طرأ له من الوصفية وأيضا فإنه قابل للتاء وإنما منع بعضهم صرف باب أبطح وأدهم للقيد وأسود وأرقم للحية مع أنها أسماء لأنها وضعت صفات فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الاسمية وربما اعتد بعضهم باسميتها فصرفها وأما أجدل للصقر وأخيل لطائر ذي خلان وأفعى للحية فإنها أسماء في الأصل والحال فلهذا صرفت في لغة الأكثر وبعضهم يمنع صرفها للمح معنى الصفة فيها وهي القوة والتلون والإيذاء قال الشاعر كأن العقيليين يوم لقيتهم فراخ القطى لاقين أجدل بازية وقال الشاعر ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي فما طائري يوما عليك بأخياله وأما ذو العدل فنوعان أحدهما موازن فعال ومفعل من الواحد إلى الأربعة باتفاق وفي الباقي على الأصح وهي معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة فأصل جاء القوم أحدا جاءوا واحدا واحدا وكذا الباقي ولا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوتا كقوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربعة أو أحوالا نحو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربعة أو أخبارا نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وإنما كرر لقصد التوكيد لا لإفادة التكرير الثاني أخر في نحو قولك مررت بنسوة أخرى لأنها جمع الأخرى والأخرى أنثى آخر بالفتح بمعنى مغاير وأشد من باب اسم التفضيل واسم التفضيل قياسه أن يكون في حال تجرده من ألوى الإضافة مفردا مذكرا كقوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وكقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله سبحانه أحب إليكم فكان القياس أن يقال مررت بامرأة آخرا وبنساء آخرا وبرجال آخرا وبرجلين آخرا ولكنهم قالوا أخرى وأخرى وأخرون وأخران قال تعالى فتذكر إحداهما الأخرى وقال تعالى فعدة من أيام أخر وقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم فآخران يقومان مقامهما وإنما خص النحويون أخر بالذكر لأن في أخرى ألف التأنيث وهي أوضح من العدل وآخرون وآخران معربان بالحروف فلا مدخل لهما في هذا الباب وأما آخر فلا عدل فيه وإنما العدل في فروعه وإنما امتنع من الصرف للوزن والوصف وإن كانت أخرى بمعنى آخرة نحو قالت أولاهم لأخراهم جمعت على أخر مصروفا لأن مذكرها آخر بالكسر بدليل وأن عليه النشأة الأخرى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فليست من باب اسم التفضيل وإذا سمي بشيء من هذه الأنواع بقي على منع الصرف لأن الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العالمية النوع الثاني ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة وهو سبعة أحدها العالم المركب تركيب المزج كبعل بك وحضر موت وقد يضاف أول جزئيه إلى ثانيهما وقد يبنيان على الفتح وعلى اللغات الثلاث فإن كان آخر الأول معتلا كمعدي كرب وقالي قلى وجب سكونه الثاني العالم ذو الزيادتين كمروان وعمران وعثمان وغطفان وأصبهان الثالث العالم المؤنث ويتحتم منعه من الصرف إن كان بالتاء كفاطمة وطلحة أو زائدا على ثلاثة كزينبا وسعادا أو محرك الوسط كسقر ولضا أو أعجميا كماء أو ما هو جور أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كزيدا اسم امرأة ويجوز في نحو هند ودعد يجوز الصرف وتركه وعلى الوجهين ورد قول الشاعر لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب فقد صرف دعد الأول ومنع صرفه في الثاني الرابع العلم الأعجمي إن كانت علميته في اللغة الأعجمية وزاد على ثلاثة كإبراهيم وإسماعيل وإذا سمي بنحو لجام وفرند وهو جوهر السيف قاله أبو منصور الجواليق في كتاب المعرب وقال عنه فارسي معرب وإذا سمي بنحو لجام وفرند صرف لحدوث عالميته ونحو نوح ولوط وشطر مصروفة وقيل الساكن الوسط ذو وجهين والمحركه متحتم المنعين أما شطر بفتح الشين والتاء جميعا اسم لقلعة من أعمال أران وأران بفتح الهمزة الران وتشديد الراء إقليم بولاية أذربيجان وقد استشكل الدنوشري صرف شطر ونحو مما هو محرك الوسط مع أنهم منعوا صرف العالم المؤنث الأعجمي إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط ولهذا ذكر ابن الحاجب في شرح المفصل لاتفاق على منع صرفه ولولا الثقة بالمؤلف لقلنا إنه سهو منه ولكنه حجة ثبت فيما ينقل وقد حكي هذا كما حكي القول بتحتم منعه من الصرف الخامس الوزن الموازن للفعل والمعتبر من وزن الفعل أنواع أحدها الوزن الذي يخص الفعل كخضم لمكان وشمر لفرس ودئل لقبيلة وكنطلق واستخرج وتقاتل أعلاما الثاني الوزن الذي به الفعل أولى لكونه غالبا فيه كإثمد وإصبع وأبلم أعلاما فإن وجود موازنها في الفعل أكثر كالأمر من ضرب وذهب وكتب تقول اضرب واذهب واكتب الثالث الوزن الذي به الفعل أولى لكونه مبدوءا بزيادة تدل في الفعل ولا تدل في لسم نحو أفعل وأقلب فإن الهمزة فيهما لا تدل وهي في موازنهما من الفعل نحو أذهب وأكتب دلة على المتكلم ثم لا بد من كون الوزن لازما باقيا غير مخالف لطريقة الفعل فخرج بالأول وهو اللزوم امرؤ على من فإنه لا يلزم بل يتحر تقول امرؤ وامرأ وامرئ بحسب الجر والرفع والنصب فإنه في النصب نظير اذهب وفي الجر نظير اضرب فلم يبقى على حالة واحد وخرج بالثاني وكونه باقيا نحو رد وكيلة وبيعة فإن أصلها فعلا ثم صارت بمنزلة قفل وديك فوجب صرفها ولو سميت بضرب مخففا من ضرب انصرف اتفاقا ولو سميت بضرب ثم خففته انصرف أيضا عند سيبويه وخلفه المبرد لأنه تغيير عارض وبالثالث نحو البب بالضم جمع لب على من لأنه قد باين الفعل بالفك قاله ابو الحسن وخولف لوجود الموازنة ولا يؤثر وزن هو بالاسم أولى ولا وزن فيهما على السواء وقال عيسى إلا أن يكون من قولين من الفعل كالأمر من ضارب وتضارب وضحرج أعلاما واحتج بقوله أنا ابن جلى وطلاع السنايا متى أضع العمامة تعرفوني وهذا الشهيد من كلام سحيم ابن وثيل الرياحي وما ذكره المؤلف صدر بيت من الوافر انتهى التعليق وأجيب بأنه يحتمل أن يكون سم بجلى من قولك زيد جلى ففيه ضمير وهو من باب المحقيات كقول الشاعر نبئت نبئت أخوالي بني يزيد ظلما علينا له مفديد قد نسب هذا الشهيد لرؤب ابن العجاد وقد سبق ذكره في باب العلم والذي ذكره المؤلف هنا بيت من الرجز المشطور والشهيد فيه هنا يزيد فانه علم منقول عن فعل مضارع وضمير مستكر فيه ولذلك حكي على ما كان قبل العلمية برفع يزيد مع أنه مضاف إليه ولو أنه نقل عن الفعل وحده لكان قد جره بالإضافة ولكان جره حينئذ بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل السادس العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة كعلق وأرط علمين السابع المعرفة المعدولة وهي خمسة أنواع أحدها فعل في التوكيد وهي جمع وكتع وبصع وبتع فإنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد وهي معدولة عن فعلوات فإن مفرداتها جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء وإنما قياس فعلاء إذا كان اسما أن يجمع على فعلوات كصحراء وصحروات الثاني سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه واستعمل ضرفا مجردا من ألو الإضافة كجئت يوم الجمعة سحر فإنه معرفة معدولة عن السحر وقال صدر الأفاضل مبني لتضمنه معنى اللام واحترز بالقيد الأول من المبهم نحو قوله تعالى نجيناهم بسحر وبالثاني من المعين المستعمل غير ضرف فإنه يجب تعريفه بأل أو الإضافة نحو طاب الصحر أو طاب صحر ليلتنا وبالثالث من نحو جئتك يوم الجمعة الصحر أو صحره الثالث فعل علما لمذكر إذ سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العالمية نحو عمر وزفر وزحل وجمع فإنهم قدروه معدولا لأن العالمية لا تستقل بمنع الصرف مع أن صيغة فعل قد كثر فيها العدل كغبر وفسق وكجمع وكتع وكأخر وأما طواء فمن منع صرفه فالمعتبر فيه التأنيث باعتبار البقعة فهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث للعدل عن طاو لأنه قد أمكن غيره فلا وجه لتكلفه ويؤيده أنه يصرف باعتبار المكان الرابع فعال علما لمؤنث كحذام وقطام في لغة تميم فإنهم يمنعون صرفه فقال سيبويه للعالمية والعدل عن فاعله وقال المبرد للعالمية والتأنيث المعنوي كزينب فإن ختم بالرأي كسفار اسما لماء وكوبار اسما لقبيلة بنوه على الكسر إلا قليلا منهم وقد اجتمعت اللغتان في قوله ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار ومر دهر على وبار فهلكت جهرة وبار وهذا الشاهد من كلام الأعشاء ميمون بن قيس وهو من شواهد سيبويه والبيتان غير متصلين في القصيدة وبار اسم أمة قديمة من العرب البائدة كانت تسكن أرضا بين اليمن ورمال برين وسميت هذه الأرض وبار باسم سكانها ثم لما هلكت هذه الأمة كما هلكت عاد وثمود وتصم وجديس أضحت أرضها خرابا يبابا فعز سلوكها وخيف طروقها حتى اعتقد الناس فيما بعد أن الجن تسكن هذه الأرض والشاهد فيه قوله وبار في آخر الشطر الأول من البيت الثاني وفي قافية ذلك البيت فإنه في الموضع الأول بناه على الكسر كما هو لغة الحجازيين وأكثر بني تميم ثم أعربه في الموضع الثاني فرفعه بالضمة لما اضطر إلى ذلك وزعم قوم أن الثانية ليست علما بل هي فعل ماض مسند لواو الجماعة والجملة معطوفة بالواو على جملة هلكت ومن حقها على هذا أن ترسم هكذا فهلكت جهرة وباروا بواو الجماعة المكتوب أمامها ألف وأهل الحجاز يبنون الباب كله على الكسر تشبيها له بنزال كقول الشاعر إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي الشاهد في حزامي اسم امرأة قال الصيوطي يا حزام بنت الريان ابن خصر ابن تميم ويقال هي امرأة من عنزة وأبوها العتيق ابن أسلم ابن يذكر ابن عنزة الشاهد فيه قوله حزامي في الموضعين فإنه مبني على الكسر على لغة أهل الحجاز ولو أنه أعربه إعراب ما لا ينصرف لرفعه لأنه وقع فاعلا وقد دلت قواف القصيدة على أن الثانية مكسورة فهي التي تدل دلالة ظاهرة على المقصود والأولى محمولة عليها الخامس أمس مرادا به اليوم الذي يليه يومك ولم يضف ولم يقرن بالألف واللام ولم يقع ظرفا فإن بعض بني تميم تمنع صرفه مطلقا لأنه معدول عن الأمس كقول الشاعري لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائزا مثل السعال خمسة يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقين الظهر إلا تعسا وجمهورهم يخص ذلك بحالة الرفع كقول الشاعر اعتصم بالرجاء إن عن بأس وتناس الذي تضمن أمس والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا على تقديره مضمنا معنى اللامي قال الشاعر اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس الشاهد فيه قوله تضمن أمس فإنه مرفوع بالضمة الظاهرة أما هذه الأبيات فقد نسبوا هذا الشاهد لتبع ابن الأقران ومنهم من يقول هو الأسقف نجران وما ذكره المؤلف هاهنا عجز بيت من الكامل وصدره اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس مضى بمعنى ذاب وبفصل قضائه أراد بقضائه الفاصل أي القاطع فالمصدر بمعنى اسم الفاعل وإضافته لما بعده من إضافة الصفة للموصوف الشاهد فيه قوله أمس فإنه مكسور مع أنه في مكان المرفوع لكونه فاعلا فهو يدل على أن من لغة قوم من العرب بناء هذا اللفظ على الكسر انتهى الوجه الأول والقواف مجرورة فإن أردت بأمس يوما من الأيام الماضية مبهما أو عرفته بإضافة أو بالأداة فهو معرب إجماعا وإن استعملت المجرد المراد به معين غرفا فهو مبني إجماعا فصل يعرض الصرف لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب الأول أن يكون أحد سبابيه العالمية ثم ينكر تقول رب فاطمة وعمران وعمر ويزيد وإبراهيم ومعد كرب وأرط ويستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العالمية كأحمر وسكران فسيبويه يبقيه غير منصرف وخالفه الأخفش في الحواش ووافقه في الأوسط الثاني التصغير المزيل لأحد السببين كحميد وعمير في أحمد وعمر وعكس ذلك نحو تحل علما فإنه ينصرف مكبرا ولا ينصرف مصغرا لاستكمال العلتين بالتصغير لأنه بعد التصغير يصير على وزن تدحرك مضارع دحرج الثالث إرادة التناسب كقراءة نافع سلاسلا وأغلالا وسعيرا وكقوله تعالى قواريرا قواريرا وقراءة الأعمش ولا يغوثا ويعوقا الرابع الضرورة كقول الشاعر ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي وعن بعضهم اضطراد ذلك في لغة وأجاز الكوفيون والأخفش والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المنصرف وأباه سائر البصريين واحتج عليهم بنحو قول الشاعر طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غدور وهذا الشاهد بيت من الكامل من كلام الأخطل التغلبي النصراني من كلمة له يمدح فيها سفيان ابن الأبير والأزارق جمع أزرقي وهو المنسوب إلى مذهب نافع ابن الأزرق أحد رؤوس الخوارج وكان من حقي أن يقول الأزارقة كما قالوا في جمع أشعري أشاعرة وفي جمع مهلبي مهالبة لأنهم يزيدون التاء في الجمع عوضا عن ياء النسبة ولكنه حذف التاء حين اضطر لإقامة الوزن وقوله بالكتائب الكتائب جمع كتيبة وهي الفصيلة من الجيش وتطلق الكتيبة على الخيل المغيرة من المئة إلى الألف وقوله هوت بمعنى سقطت وغائلة النفوس أراد المنية لأنها تغتال الناس وتفتك بهم وشبيب المقصود به شبيب ابن نزيد من رؤوس الخوارج في عهد عبد الملك ابن مروان وقاله الحجاد ابن يوسف وقاتله الحجاد ابن يوسف الشاهد فيه قوله بشبيب حيث منعه الصرف مع أنه ليس مما يمنع صرفه حين اضطر إلى ذلك ومثه قول العباس ابن مرداس فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعه فقد منع مرداس من التنوين مع أنه لا يوجد فيه غير العالمية ومثله قول الآخر إذا قال غاو من تنوخ قصيدة بها جرب عدت علي بزوبرا فقد منع زوبر الصرف وجره بالفتحة للضرورة ومثله قول دوسر القريعي وقائلة ما بال دوسر بعدنا صح قلبه عن آل ليلى وعن هندي فقد منع دوسر من الصرف وجره بالفتحة ولا يوجد فيه غير العالمية ومثله قول الآخر قالت أميمة مال ثابت شاخصا عار الأشاجع ناصلا كالمنصلي فقد ترك صرف ثابت وهو لا يستحق المنع من الصرف انتهى التعليق فصل فصل المنقوص المنقوص المستحق لمنع الصرف ان كان غير علم حذفت ياؤه رفعا وجر ونون باتفاق كجوار وأعيم وكذا ان كان علما كقاب علم امرأة وكيرمي علما خلافا ليونس وعيسى والكسائي فانهم يثبتون الياء ساكنة رفعا ومفتوحة جرا كما في النصب احتكاجا بقول الشاعر قد عجبت مني ومني عيليا لما رأتني خلقا مقلوليا وذلك عند الجمهور ضرورة كقوله في غير العلم فلو كان عبد الله مولا هجوته ولكن عبد الله مولا مواليا واذا الشاهد من كلام الفرزدق يهجو فيه عبد الله ابن ابي اسحاق النحوي الحضرمي بالولاء وكان عبد الله يلحن الفرزدق كثيرا حتى انه قال لما بلغه هذا البيت قول له هجوتني فلحنت ايضا والذي ذكره المؤلف وهنا عجز بيت من الطويل والمولى له عدة معاني والمراد منه هنا مولى العتاقة او مولى المحالفة وكل واحد منهما لا يكون متصل النسب بالقبيلة ولكنه لصيق بها والموالي في نظر بحيث لا يرونهم في مصابفهم وقد زاد الفرزدق فجعل عبد الله مولى موال ولم يكتفي بان يجعله مولا والشاهد في البيت قوله مواليا حيث عامل المنقوص الممنوع من الصرف غير العلم في حالة الجر معاملة الصحيح فاثبت الياء وجره بالفتحة نيابة على الكسرة وهذا شاذ عند جميع النحاك انتهى وذلك عند الجمهور ضرورة كقولهم ولكن عبد الله مولى مواليا هذا باب اعراء بالفعل رافع المضارع تجرده من الناصب والجازم وفاقا للفراء لا حلوله محل الاسم خلافا للبصريين لانتقاضه بنحو هل لا تفعله وناصبه اربعة احدها لن وهي لنفي سيفعله ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري ولا تقع دعائية خلافا لابن السراج وليس اصلها لا فابدلت الالف نونا خلافا للفراء ولا لاء فحذفت الهمزة تخفيفا والالف لالتقاء الساكنين خلافا للخليل والكسائي الثاني كي المصدرية فاما التعليلية فجرة والناصب بعدها ان مضمرة وقد تظهر في الشعر وتتعين المصدرية ان سبقت هلام كقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والتعليلية ان تأخرت عنها اللام او انح قول الشاعر كي لتقضيني رقية ماء وعادتني غير مختلس وكقول الشاعر فقالت اكل الناس اصبحت مانحا لسانك كيما ان تغر وتخدع نسب ابن عصور في كتاب الضرائر هذا الشاهد الى حسان ابن ثابت الانصاري وليس بصحيح والصواب انه من كلام جميل ابن عبد الله ابن معمر العذري والذي ذكره المؤلف كطعة من بيت من الطويل واللغة مانحا اسم فاعل من المنح وهو الاعطاء وهو تعد الى مفعولين تقول منحت المسكين درهما تغر مضار غررته اغره من باب مد اذا خدعته وزينته غير الزين تخدع تفسير لتغر ومعناهما واحد والشاهد في قوله كي ما انتغر فان ظهور ان المصدرية الناصبة للمضارع بنفسها بعد كي في هذه العبارة يدل على ان ان تكون مضمرة بعد كي اذا لم اذا لم يصرح بها في الكلام نحو قولك جئت كي اتعلم وظور ان بعد كي يعين كي حرف تعليل لانها لو لم تكن حرف تعليل لكانت حرف مصدري وقد علم ان ان حرف مصدري لا غير فتكون ان على هذا مؤكد لكي والتأسيس اي كون كل حرف من الحرفين دال على غير ما يدل عليه الاخر اولى من التأكيد والحاصل ان الاستعمال جرى بذكر كي وحدها نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة وبذكرها مسبوقة باللام فقط نحو قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم وبذكرها قبل ان المصدرية نحو بيت الشاهد الذي نحن بصدده وبذكرها مسبوقة باللام وبعدها المصدرية كما في البيت الذي سيأتي وما سنذكره معه من الشواهد فهذه اربع صور وان العلماء يرون ان كي اذا نصبت المضارع فهي مصدرية ويرون مع ذلك ان كي قد تكون تعليلية بمعنى لام التعليل فالناصب للمضارع حين اذن مضمرة ويرون مع كل هذا ان التأسيس خير من التأكيد ما لم يكن التأكيد امرا لا مندوحة عنه فحين اذن يصار اليه وعلى هذا فاذا قلت جئت لكي اتعلم يتعين ان تكون اللام تعليلية وكي مصدرية لانك لو جعلت كي تعليلية لصرت الى التأكيد ولك معدل عنه واذا قلت كي ما ان تغر وتخدع تعين ان تكون كي حرف تعليل وان حرف مصدري لانك لو جعلت كي حرف مصدري صرت الى التأكيد ولك عنه معدل فان قلت جئت كي اتعلم جاز ان تكون كي مصدرية ولا التعليل قبلها مقدرة وجاز ان تكون حرف تعليل وان المصدرية مقدرة بعدها واذا قلت لكي ما ان تطير جاز ان تكون كي مصدرية فتكون ان مؤكدة لا وجاز ان تكون كي حرف تعليل فتكون هي مؤكدة للام وانما رضي بالتأكيد هنا لانه يلزمك على كل واحد من الوجهين فليس عنه معدل فتحصل ان كي تكون مصدرية لا غير في موضع واحد وتكون تعليلية لا غير في موضع واحد وتكون محتملة للوجهين في موضعين ويجوز الامران في نحو كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وفي نحو قول الشاعر اردت لكيما ان تطير بقربتي فتتركها شنا ببيداء بلقع الثالث ان في نحو ان تصوم خير لكم والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين وبعضهم يهملها حملا على ما اختها المصدرية كقراءة ابن محيص لمن اراد ان يتم الرضاعة وكقول الشاعر ان تقرآني على اسماء ويحكما من السلام وان لا تشعر احدا وتأتي ان مفسرة وزائدة ومخففة من ان فلا تنصب المضارعة فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه كقوله تعالى فاوحينا اليه ان اصنع الفلك وكقوله تعالى وانطلق الملأ منهم ان امشو والزائدة هي التالية للما كقوله تعالى فلما ان جاء البشير والواقعة بين الكاف ومجرورها كقول الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ضبيات تعطوا الى وارق السلم التعليق وهذا الشاهد قد اختلف العلماء في نسبته الى قائله وقد سبق للمؤلف الاستشهاد به في باب ان واخواتها وبينا الاختلاف الذي نشير اليه بيانا لا نحتاج الى اعادة والشاهد فيها هنا كأن ضبيات فيما رواه بجر الضبي فان تخريج ذلك على ان ضبي مجرور بالكاف وان زائدة بينهما واما من رواه بالنصب فعلى ان كأن حرف تشبيه ونصب مخفف من المثقل وضبي اسمه وفيه غير ذلك من الروايات والاعريب وقد ذكرناها هناك انتهى التعليق او تكون زائدة بين القسم ولو كقوله فاقسم ان لو التقينا وانتم لكان لكم يوم من الشر مظلم وهو من كلام المسيب ابن علس والمخففة من ان هي الواقعة بعد علم كقوله تعالى علم ان سيكون منكم مرضى وكقوله سبحانه افلا يرون ان لا يرجع اليهم او بعض ظن كقوله تعالى وحسبوا ان لا تكون ويجوز في تالية الظن ان تكون ناصبة وهو الارجح ولذا اجمع علي فيه احسب الناس ان يتركوا واختلفوا واختلفوا وحسبوا ان لا تكون فتنة فقرأه غير ابي عمر والاخوين بالنصب والاخوان المقصود بها حمزة والكساء وقد قرأ ابو عمر وحمزة والكساء بالرفع الرابع اذا وهي حرف جواب وجزاء وشرط اعمالها ثلاثة امور احدها ان تتصدر فان وقعت حشوا اهملت وذلك كقول الشاعر لان عاد لي عبد العزيز بمثلها وامكنني منها اذا لا اقيلها ومن كلام كثير عزة وكان قد مدح عبد العزيز ابن مروان فاعجبه مدعو فقال له احتكم فطلب ان يكون كاتبه وصاحب امره فطرده وغضب عليه والذي انشده المؤلف هنا عجز بيت من الطويل وقولهم عاد بمعنى رجع وعبد العزيز وعبد العزيز ابن مروان ابن الحكم والد عمر ابن عبد العزيز الخليفة الاموي العادل عاد بمثلها اراد بمثل الكلمة التي قالها له حين حكمه في اختيار الجائزة وقوله امكنني منها اي جعلني متمكنا منها وقوله لا اقيلها اي لا اتركها ولا اردها وهي بالقاف المسنى ويروى لا افيلها بالفاء من قولهم فال رأى فلان فال يفيل اذا ترك الصواب وعدل عنه الى ما لا ينبغي الاخذ به والشاهد في قوله اذا لا اقيلها حيث اهمل اذا فلم ينصب بها الفعل المضارع الواقع بعدها وهو قوله اقيلها لان اذا في هذا البيت قد وقعت في حش الكلام ومن شرط النصب بها ان تكون مصدرة اي واقعة في صدر الجملة واما قول الشاعر الاخر لا تتركني فيهم شطيرا اني اذا اهلك او اطيرا فضرورة او الخبر محذوف اي اني لا استطيع ذلك وان كان السابق عليها واوا او فاء جاز النصب وقد قرئ واذا لا يلبث خلافك الا قليلا فاذا لا يؤت الناس نقيرا والغالب الرفع وبه قرأ السبعة الثاني ان يكون مستقبلا سيجب الرفع في نحو اذا تصدق جوابا لمن قال انا احب زيدا الثالث ان يتصل او يفصل بينهم القسم كقول الشاعر اذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب وقد نسب هذا قوم الى حسان ابن شابت الانصاري وهو مذكور في ديوانه بيتا مفردا من غير سابق او لاحق فصل ينصب المضارع بان مضمرة وجوبا في خمسة مواضع احدها بعد اللام ان سبقت بكون ناقص ماض منفي نحو قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم وكقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وتسمى هذه اللام لا ملجحود الثاني بعد او اذا صلح في موضعها حتى كقول كقولك لالزمنك او تقضيني حق وكقول الشاعر لا استسلم الصعب او ادرك المنا فمن قادت الامال الا لصابره او الا نحو لأقتلن الكافر او يسلم وقولي وكنت اذا غمزت قناة قوم كصرت كعوبها او تستقيم وهو من كلام زياد الاعدم ومن شواهد سيبوي الثالث بعد حتى ان كان الفعل مستقبلا باعتبار التكلم كقوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله او باعتبار ما قبلها نحو وزلزل حتى يقول الرسول ويرفع الفعل بعدها ان كان حالا مسببا فضلة نحو نحو مرض زيد حتى لا يرجونه ومنه قوله تعالى وزلزل حتى يقول الرسول في قراءة نافع لانه مؤول بالحال اي حتى حالة الرسول والذين امنوا معه انهم يقولون ذلك ويجب النصب في مثل لأسيرن حتى تطلع الشمس وما سرت حتى ادخلها واسرت حتى تدخلها لالتفاء السببية بخلاف ايهم صار حتى يدخلها فان السير ثابت وانما الشك في الفاعل وفي نحو سيري حتى ادخلها لعدم الفضلية وكذلك كان سيري امس حتى ادخلها انقدرت كان ناقصه ولم تقدر الظرف خبرا الرابع والخامس بعد فاء السببية وواو المعية مسبوقين بنفي او طلب محضين نحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ونحو قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ونحو قوله سبحانه يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ونحو قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وكقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب وكقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم وكقول الشاعر يا ناق سيري عنقا فسيح الى سليمان فنستريح وكقوله فقل تدعي وادعو ان اندى لصوت ان ينادي داعياني وقد اجتمع الطلب والنفي في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فقوله فتطردهم جواب النفي وقوله فتكون جواب النهي واحترز بتقييد الطلب والنفي بمحضين من النفي التالي تقريرا والمتلو بنفي والمنتقض بإلا نحو ألم تأتني فأحسن إليك إذا لم ترد الاستفهام الحقيقي ونحو ما تزال تأتينا فتحدثنا وما تأتينا إلا وتحدثنا ومن الطلب باسم الفعل وبما لفظه لفظ الخبر وسيأتي وبتقييد الفائب السبابية والواو بالمعية من العاقفتين على صريح الفعل ومن الاستئنافيتين نحو قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون فإنها للعطف وقول الشاعر ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملك فإنها للاستئناف إذ العطف يقتضي الجزمة والسبابية تقتضي النصبة وتقول لا تأكل السمك وتشرب وتشرب اللبن بالرفع إذا نهيته عن الأول فقط فإن قدرت النهي عن الجمع نصبت أو عن كليهما جزمت ولهذا تقول وتشرب اللبن وتشرب اللبن وتشرب اللبن وإذا سقطت الفاء بعد الطلب وقصد معنى الجزاء جزم الفعل جوابا لشرط مقدر لا للطلب لتضمنه معنى الشرط خلافا لزاعم ذلك نحو قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بخلاف نحو فهب لي من لدنك وليا يريثني في قراءة الرفع فإنه قدره صفة لوليا لا جوابا لهب كما قدره من جزم والتقدير فهب لي من لدنك وليا وارثا لي وشرط غير الكسائي لصحة الجزم بعد النهي صحة وقوع إن لا في موضعه فمن ثم جاز لا تدن من الأسد تسلم بالجزم ووجب الرفع في نحو لا تدن من الأسد يأكلك وأما فلا يقرب مسجدنا يؤذنه وهو حديث شريف فالجزم على الإبدال للجواب وألحق الكسائي في جواز النصب بالأمر ما دل على معناه من اسم فعل نحو نزال فنكرمك أو خبر نحو حسبك حديث فينام الناس ولا خلاف في جواز الجزم بعدهما إذا سقطت الفاء كقوله وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي وقولهم اتقى الله امرؤ فعل خيرا يسب عليه أي ليتق الله وليفعل بدليل جزم الفعل المضارع وهو يسب بعده والمضارع إنما يجزم في جواب الأمر وألحق الفراء الترجي بالتمني بدليل قراءة حفص فأطلع بالنصب فصل وينصب بأن مضمرة جوازا بعد خمسة أيضا أحدها اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض منفي ولم ولم يقترن الفعل بلا نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين فإن سبقت بالكون المذكور وجب إضمار أن كما مر وإن قرن الفعل بلا نافية أو مؤكدة وجب إظهارها نحو لألا يكون للناس عليكم حدة ونحو لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله والأربعة الباقية أو والوا والفاء وثم إذا كان العطف بهن على اسم ليس في تأويل الفعل كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا في قراءة غير نافع بالنصب عطفا على وحيا وكقوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف وقول الشاعر لو لا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إطرابا على تربي وكقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر وتقول الطائر فيغضب زيد نز الزباب بالرفع وجوبا لأن الإسم في تأويل الفعل أي الذي يطير ولا ينصب بأن مضمرة في غير هذه المواضع العشرة إلا شاذا كقول بعضهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وقول آخر خذ اللص قبل يأخذك وقراءة بعضهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ انتهى الشريط الثاني عشر وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث عشر من الكتاب فصل وجازم الفعل نوعان جازم لفعل واحد وهو أربعة لا الطلبية نهيا كانت نحو لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أو دعاء النحو لا تؤاخذنا إن نسينا وجزمها فعلي المتكلم مبنيين للفاعل نادر كقوله وهو النابغة الذبياني لا أعرفا ربربا حورا مدامعها مردفات على أعجاز أكواره وكقول الشاعر إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد لها أبدا ما دام فيها الجراضم وقد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت فنسبه ابن وشام في مغن اللبيب في بحث لا إلى الفرزدق ونسبه قوم إلى الوليد بن عقبة والذي أنشده المؤلف صدر بيت من الطويل وعجزه لها أبدا ما دام فيها الجراضم والجراضم بضم الجيم الواسع البطن الكثير الأكل قيل وأراد الشاعر به معاوية ابن أبي سفيان وذكر ابن شام أن لا في قوله فلا نعد تحتمل النهي والدعاء والشاهد في البيت قوله فلا نعد حيث جزم فعل المتكلم المبنية للمعلوم بلا الناهية أو الدعائية وذلك قليل انتهى التعليق ويكثر قولهم لا أخرج ولا نخرج لأن المنهي غير المتكلم واللام الطلبية أمرا كانت نحو لينفق ذو ساعة من ساعته أو دعاء النحو ليقضي علينا ربك وجزمها فعلي المتكلم مبنيين للفاعل قليل نحو قوموا فلأصل لكم وهو حديث شريف وكقوله تعالى وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَأَقَلُّ مِنْهُ جَزْمُهَا فِعْلَ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ نحو قوله تعالى فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا فِي قِرَاءَةٍ ونحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مصافكم والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر ولم ولما ويشتركان في الحرفيات والنفي والجزم والقلب للمضي وتنفرد لم بمصاحبة الشرط نحو وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وبجواز انقطاع نفي من فيها ومن ثم جاز لم يكن ثم كان وامتنع لما يكن ثم كان وتنفرد لما بجواز حذف مجزومها كقاربت المدينة ولما أي ولما أدخلها فأما قول الشاعر احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم فضرورة وهو من كلام إبراهيم بن هرمة القرشي وبتوقع ثبوته كقوله تعالى لما يذوق عذابي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ومن ثم امتنع لما يجتمع الضدان وجازم لفعلين وهو أربعة حرف باتفاق وهو إن وحرف على الأصح وهو إذمة واسم باتفاق وهو من وما ومتى وأي وأين وأيان وأنا وحيثما واسم على الأصح وهو مهما وكل منهن يقتضي فعلين يسمى أولهما شرطة وثانهما جوابا وجزاء ويكونان مضارعين نحو قوله تعالى وإن تعودوا نعد وماضيين نحو إن عدتم عدنا وماضيا فمضارعا نحو من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه وعكسه وهو قليل نحو من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ومنه وإن نشأ ومنه إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية تظل لأن تابع الجواب جواب ورد الناظم بهذين ونحوهما على الأكثرين إذ خصوا هذا النوع بالضرورة تعليق اعلم أن المؤلف ذاب في مغن اللبيب إلى أن وقوع الشرط مضارعا والجواب ماضيا خاص بالضرورة وهذا هو مذهب الجمهور وتابع هنا ابن مالك والفراء في أنه جائز في سعة الكلام وهو الحق فقد روى البخاري الحديث الذي ذكره المؤلف وروا قول عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رقا وقد وردت أبيات كثيرة منها ما ذكرنا من قبل ومنها قول الآخر من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد ومنها قول الآخر إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا ملأتموا أنفس الأعداء إرهابا وغير ذلك من الشواهد وليس بعد ذلك ما يصح معه الإنكار ورفع الجواب المسبوق بماض أو بمضارع منفي بلم قوي تعليق ذهب بعض المتأخرين إلى أن رفع الجزاء في هذه الحالة أحسن من جزمه وليس ما ذهبوا إليه صحيحا ثم هذا الرفع عند سيبوي على تقدير حذف الجواب والمرفوع المذكور دليله ورتبته التقديم على أداة الشرط كما سيأتي في حذف ما علم من الجواب وكأن تقدير الكلام في بيت الشاهد الآتي يقول لا غائب مالي إن أتاه خليل يقل ذلك وعند المبرد أن الرفع على تقدير الفاء ومعنى ذلك أن الفعل المرفوع وفاعله في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف مقترن بالفاء أي فهو يقول والجملة الإسمية هي الجواب وفي هذا أن حذف الفاء خاص بالضرورة وذهب قوم إلى أن أداة الشرط لما لم يظهر عملها في فعل الشرط لكونه ماضيا ضعف عن العمل في الجواب فجيء به مرفوعا أي أنه هو الجواب ولكن لا عمل للأداة فيه لا لفظا ولا تقديرا وهذا هو الذي نميل إليه لأنه لا يحوج إلى تكلف ولا تقدير ومن شواهد رفع الجواب قوله قول الشاعر وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم ونحو إن لم تقم أقوم ورفع الجواب في غير ذلك ضعيف كقول الشاعر فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتها لا يضيرها وهذا الشاهد من كلام أبي ذؤي بن الهذلي وهو من شواهد سيبويه وعليه قراءة طلحة ابن سليمان أينما تكون يدرككم الموت فصل وكل جواب يمتنع جعله شرطا فإن الفاء تجب فيه وذلك الجبلة الإسمية نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير والطلبية نحو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقد اجتمع في قوله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده والتي فعلها جامد النحو إن طرني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أو مقرون بقد نحو إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل أو مقرون بتنفيس النحو وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله أو مقرون بلن نحو وما تفعلوا من خير فلن تكفروه أو ما نحو فإن توليتم فما سألتكم من أجره وقد تحذف في الضرورة كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلانه وكقول الشاعر ومن لا يزل ينقاد للغي والصبا سيلفى على طول السلامة نادما ويجوز أن تغني إذا الفجائية عن الفاء إن كانت الأدات إن والجواب جملة اسمية غير طلبية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون فصل وإذا انقضت الجملتان ثم جئت بمضارع مقرون بالفاء أو الواوي فلك جزمه بالعطف ورفعه على الاستئناف ونصبه بأن مضمرة وجوبا وهو قليل قرأ عاصم وابن عامر فيغفر لمن يشاء بالرفع وباقيهم بالجزم وابن عباس بالنصب وقرأ بهن أيضا في قوله تعالى من يضل لله فلا هادي له ويذرهم ويذرهم وإذا توسط المضارع المقرون بالفاء أو بالواوي بين الجملتين فالوجه الجزم ويجوز النصب كقول الشاعر ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضم فصل ويجوز حذف ما علم من شرط إن كانت الأداة إن مقرونة بلا كقول الشاعر فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام أي وإلا تطلقها يعلو وما علم من جواب نحو قوله تعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ويجب حذف الجواب إن كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب في المعنى نحو أنت ظالم إن فعلت أو ما تأخر من جواب قسم سابق عليه نحو قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما يجب إغناء جواب الشرط عن جواب قسم تأخر عنه نحو إن تقم والله أقم وإذا تقدمهما ذو خبر جاز جعل الجواب للشرط مع تأخره ولم يجب خلافا لابن مالك نحو زيد والله إن يقم أقم معه ولا يجوز إن لم يتقدمهما خلافا للفراء وله أيضا وقوله لإن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم في نهار القيض للشمس بادية وهذا البيت من الطويل وقد قيل إن هذا الشاهد من كلام امرأة من بني عقيل ولم أجد أحدا سماها باسمها والظاهر من عبارة البيت أن قائله رجل إذ لو كان القائل امرأة لقالت بادية فافهم ذلك وحدثته بالبناء للمجهول أخبرت به صادقا مطابقا للواقع أصم أمسك عن الطعام والشراب والقيض شدة الحر باديا بارزا ظاهرا يريد أنه لا يكتفي بالصوم في ذلك اليوم الشديد الحار بل يزيد على ذلك أنه يتعرض لحرارة الشمس حتى يكون ذلك أوجع له آلم المعنى يتنصر الشعر مما رماه به عند المخاطب أحد الواشين النمامين ويحلف على أنه إن كان هذا الخبر صادقا فإن عليه أن يصوم يوما شديد الحر ويتعرض مع ذلك لوهج الشمس والشاهد فيه قد استدل ابن مالك والفراء بهذا البيت على أن الفعل الواقع جوابا إذا تقدم عليه شرط وقسم جاز جعله للشرط وإن كان الشرط متأخرا عن القسم ولم يتقدم عليهما مبتدى وعندهما أن اللام في قوله لإن هي اللام الموطئة للقسم وإن شرطية وقوله أصم جواب الشرط بدليل أنه مجزوم ولو كان جوابا للقسم لاتصر بالنون المؤكدة والجمهور على أنه إذا تقدم على الشرط والقسم مبتدأ جاز جعل الجواب لأيهما كان وإن لم يتقدم عليهما مبتدأ واجب كون الجواب للمتقدم منهما ولهم في الرد على هذا الشاهد ما ذكره المؤلف من أنه ضرورة فلا يقاس عليه أو ادعاء أن هذه اللام ليست الموطئة للقسم بل هي زائدة وعلى هذا لا يكون قد اجتمع شرط وقسم فافهم ذلك انتهى التعليق وحيث حذف الجواب اشترط في غير الضرورة مضي الشرط فلا يجوز أنت ظالم إن تفعل ولا والله إن تقم لأقومن فصل في لو للو ثلاثة أوجه تعليق يقول المعلق بل سبعة أوجه الأول التمني وسيشير إليه في آخر الفصل ويحمل عليه قول الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير ومن أمثلته قولك لو تأتينا فتحدثنا إذا كان المخاطب ميؤوسا من إتيانه أو متعسرا إتيانه عادة الثاني العرض نحو لو تنزل عندنا فتصيب خيرا الثالث التحضيض نحو لو تأمر فتطاع الرابع التقليل نحو تصدق ولو بظلف محرك والظلف للبقرة والشاتي والظبي ونحويمة بمنزلة القدم للإنسان ويقال بمنزلة الظفر للإنسان وهو بكسر الضاء الظفر وسكون الله وقيل التقليل مستفاد من المقام والثلاثة الباقية مذكورة في الكتاب انتهى التعليق أحد هذه الأوجه أن تكون مصدرية وأكثر النحويين لم يثبت ورود لو مصدرية وزعم أنها شرطية في نحو قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون وأن مفعول ودوا محذوف تقدروا ودوا إدهانك وإذا لم يوجد في الكلام ما يصلح جوابا كما في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة كان الجواب مقدرا أيضا فكأن أصل الكلام يود أحدهم التعميرا لو يعمر ألف سنة لصره ذلك ولا يخفى عليك ما في هذا الرأي من التكلف بتقدير المفعول والجواب وإنما دعاهم إلى هذا أنهم وجدوها تدخل على أن في نحو قوله وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فظنوا أنها لو كانت مصدرية لما دخلت على حرف مصدري لأن الحرف المصدرية لا يدخل على مثله والخطب في ذلك يسير فإنا نقدر دخول لو على فعل يكون المصدر المنسبك من أن ومصعوبها فاعلا له وتقدير ذلك في الآيات والله أعلم لو ثابت كون أمد بعيد بينها وبينه ومن من ذكر لو المصدرية الفراء وأبو علي ومن المتأخرين التبريزي وأبو البقاء وتبعهم ابن مالك وابن هشام انتهى التعليق وإذا كانت لو مصدرية فإنها تراد فؤن وأكثر وقوعها بعد ود نحو ودوا لو تدهنوا أو يود نحو يود أحدهم لو يعمروا ومن القليل قول قتيلة ما كان ضرك لو من أنت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق وكثيرا أن وصلتها نحو ولو أنهم صبروا فقال سيبويه وجمهور البصريين مبتدأ ثم قيل لا خبر له وقيل له خبر محذوف وقال الكوفيون والمبرد والزجاج والزمخشري فاعل بثبت مقدرا كما قال الجميع في ماء وصلتها في لا أكلمهما أن في السماء نجما وجواب لو إما ماض معنا نحو لو لم يخف الله لم يعصه أو وضعا وهو إما مثبت فاقترانه بالله من نحو لو نشاء لجعلناه حطاما أكثر من تركها نحو لو نشاء جعلناه أجاجا وإما منفي فالأمر بالعكس نحو لو شاء ربك ما فعلوه وقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي قيلة وقد تجاب بجملة اسمية نحو لما ثوبة من عند الله خير وقيل الجملة مستأنفة أو جواب لقسم مقدر وإن لو في الوجهين للتمني فلا جواب لها فصل في أما وهي حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا يدل على الأول مجيء الفاء بعدها وعلى الثالث استقراء مواقعها نحو فأما اليتيم فلا تقهر فأما الذين سودت وجوههم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات ومنه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباء وقسيمه في المعنى قوله تعالى والراسخون في العلم فالوقف دونه والمعنى وأما الراسخون فيقولون وذلك على أن المراد بالمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ومن تخلف التفصيل قولك أما زيد فمنطلق وأما الثاني فذكره الزمخشري فقال أما حرف يعطي الكلام فضل توكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت أنه لا محالة ذاهب قلت أما زيد فذاهب وزعم أن ذلك مستخرج من كلام سيبويه وهي أي أما نائبة عن أداة شرط وجملته ولهذا تؤول بمهما يكن من شيء ولابد من فاء تالية لتاليها إلا إن دخلت على قول قد طرح استغناء عنه بالمقول فيجب حذفها معه كقوله تعالى فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أي فيقال لهم أكفرتم ولا تحذف في غير ذلك إلا في ضرورة كقول الشاعر فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب أو ندور نحو أما بعد ما بال رجال يسترطون شروطا ليست في كتاب الله فصل في لولا ولوما للولا ولوما وجهاني أحدهما أن يدل على امتناع جوابهما لوجود تأليهما فيخطى الصاند الجمل الاسمية نحو قول الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين والثاني أن يدل على التخضيض فيختصان بالفعليات نحو قول الله تعالى لولا أنزل علينا الملائكة وكقوله لوما تأتينا بالملائكة ويشاويهما في التخضيض والاختصاص بالأفعال هل لا وألا وألا وقد يلي حرف التخضيض اسم معلق بفعل إما مضمر نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك أي فهل لا تزوجت بكرا أو مظهر مؤخر نحو ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي هل لا قلتم إذ سمعتمه باب الإخبار بالذي وفروعه وبالألف واللام ويسميه بعضهم باب السبك وهو باب وضعه النحويون للتدريب في الأحكام النحوية كما وضع التصريفيون مسائل التمرين في القواعد التصريفية والكلام فيه في فصلين الفصل الأول في بيان حقيقته إذا قيل لك كيف تخبر عن زيد من قولنا زيد منطلق بالذي فاعمد إلى ذلك الكلام فاعمل فيه أربعة أعمال أحدها أن تبتدئه بموصول مطابق لزيد في إفراده وتذكيره وهو الذي الثاني أن تؤخر زيدا إلى آخر التركيب الثالث أن ترفعه على أنه خبر للذي الرابع أن تجعل في مكانه الذي نقلته عنه ضميرا مطابقا له في معناه وفي إعرابه فتقول الذي هو منطلق زيد فالذي مبتدى وهو منطلق مبتدأ وخبر والجملة صلة للذي والعائد منها الضمير الذي جعلته خلفا عن زيد الذي هو الآن كمال الكلام وقد تبين بما شرحناه أن زيدا مخبر به لا عنه وأن الذي بالعكس وذلك خلاف ظاهر السؤال فوجب تأويل كلامهم على معنى أخبر عن مسمى زيد في حال تعبيرك عنه بالذي وتقول في نحو بلغت من أخويك إلى العمرين رسالة إذا أخبرت عن التائب الذي الذي بلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا فإن أخبرت عن أخويك قلت الذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة أخواك وعن العمرين قلت الذي بلغت من أخويك إليهم رسالة العمرون أو عن الرسالة قلت التي بلغتها من أخويك إلى العمرين رسالة فتقدم الضمير وتصله لأنه إذا أمكن الوصل لم يجز العدول إلى الفصل وحينئذ فيجوز حذفه لأنه عائد متصل منصوب بالفعل الفصل الثاني في شروط ما يخبر عنه اعلم أن الإخبار إن كان بالذي أو أحد فروعه اشترط للمخبر عنه سبعة شروط أحدها أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر عن أيهم من قولك أيهم في الدار لأنك تقول حينئذ الذي هو في الدار أيهم فتزيل الاستفهام عن صدريته وكذا القول في جميع أسماء الاستفهام والشرط وكامل خبرياتي وما التعجبياتي وضمير الشأن لا يخبر عن شيء منها لما ذكرنا وفي التسهيل أن الشرط أن يقبل الاسم أو خلافه التأخير وذلك لأن الضمائر المتصلة كالتائم قمت يخبر عنها مع أنها لا تتأخر ولكن يتأخر خلافها وهو الضمير المنفصل فتقول الذي قام أنا انتهى الوجه الأول وكذا القول في نحوه وهذا القيد لم يذكره ابن مالك في التسهيل الثالث أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالأجنبي فلا يخبر عن الهاء من نحو زيد ضربته لأنها لا يستغنى عنها بالأجنبي كعمر وبكر وإنما امتنع الإخبار عما هو كذلك لأنك لو أخبرت عنه لقلت الذي زيد ضربته فالضمير المنفصل هو الذي كان متصلا بالفعل قبل الإخبار والضمير المتصل الآن خلف عن ذلك الضمير الذي كان متصلا ففصلته وأخرته ثم هذا الضمير المتصل إن قدرته رابطا للخبر بالمبتدأ الذي هو زيد بقي الموصول بلا عائد وإن قدرته عائدا على الموصول بقي الخبر بلا رابط الرابع أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالضمير فلا يخبر عن الاسم المجرور بحتى أو بمنذ لأنهن لا يجررن إلا الظاهرة والإخبار يستدعي إقامة ضمير مقام المخبر عنه كما تقدمه فإذا قيل صر أبا زيد قرب من عمر الكريم جاز الإخبار عن زيد وامتنع الإخبار عن الباقي لأن الضمير لا يخلفهن أما الأب فلأن الضمير لا يضعف وأما القرب فلأن الضمير لا يتعلق به جر ومجرور ولا غيره وأما عمر الكريم فلأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به نعم إن أخبرت عن المضاف والمضاف إليه معا أو عن العامل ومعموله معا أو عن الموصوف وصفته معا فأخرت ذلك وجعلت مكانه ضميرا جاز فتقول في الإخبار عن المتضيفين الذي صره قرب من عمر الكريم أبو زيد وكذا الباقي الخامس جواز وروده في الإثبات فلا يخبر عن أحد من نحو ما جاءني أحد لأنه لو قيل الذي ما جاءني أحد لازم وقوع أحد في الإيجاب السادس كونه في جملة خبرية فلا يخبر عن الاسم في مثل اضرب زيدا لأن الطلب لا يقع صلة السابع ألا يكون في إحدى جملتين مستقلتين نحو زيد من قولك قام زيد وقعد عمر بخلاف إن قام زيد قعد عمر وإن كان الإخبار بالألف واللام اشترط عشرة أمور هذه السبعة وثلاثة أخر وهي أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية وأن يكون فعلها متصرفا وأن يكون مقدما فلا يخبر بألعن زيد من قولك زيد أخوك ولا من قولك عسى زيد أن يقوم ولا من قولك ما زال زيد عالما ويخبر عن كل من الفاعل والمفعول في نحو قولك وقى الله البطل فتقول الواق البطل الله والواقيه الله البطل ولا يجوز لك أن تحذف الهاء لأن عائد الألف واللام لا يُعذف إلا في ضرورة الشعر كقوله ما المستفز الهوى محمود عاقبة ولو أتيح له صفو بلا كدر فصل وإذا رفعت صلة أل ضميرا راجعا إلى نفس أل استطر في الصلة ولم يبرز تقول في الإخبار عن التاء من بلغت في المثال المتقدم المبلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا ففي المبلغ ضمير مستتر لأنه في المعنى لأل لأنه خلف عن ضمير المتكلم وأل للمتكلم لأن خبرها ضمير المتكلم والمبتدأ نفس الخبر وإن رفعت صلة أل ضميرا لغير أل وجب بروزه وانفصاله كما إذا أخبرت عن شيء من بقية أسماء المثال تقول في الإخبار عن الأخوين المبلغ أنا منهما إلى العمرين أو إلى العمرين رسالة أخواك وعن العمرين المبلغ أنا من أخويك إليهم رسالة العمرون وعن الرسالة المبلغها أنا من أخويك إلى العمرين رسالة وذلك لأن التبليغ فعل المتكلم وأل فيهن لغير المتكلم لأنها نفس الخبر الذي أخرته هذا باب العدد اعلم أن الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين أحدهما أنهما يذكران مع المذكر فتقول واحد واثنان ويؤنثان مع المؤنث فتقول واحدة واثنتان والثلاثة وأخواتها تجري على العكس من ذلك تقول ثلاثة رجال بالتاء وثلاث إماء بطركها قال الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حشوما والثاني أنهما لا يجمع بينهما وبين المعدود لا تقول واحد رجل لا تقول واحد رجل وثنا رجلين لأن قولك رجل يفيد الجنسية والوحدة وقولك رجلان يفيد الجنسية وشفع الوحد فلا حاجة إلى الجمع بينهما وأما البواقي فلا تستفاد العدة والجنس إلا من العدد والمعدود جميعا وذلك لأن قولك ثلاثة يفيد العدة دون الجنس وقولك رجال يفيد الجنس دون العدة فإن قصط الإفادتين جمعت بين الكلمتين فصل مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس كشجر وتمر أو اسم جمع كقوم ورهط خفض بمن تقول ثلاثة من التمر وعشرة من القوم قال الله تعالى فخذ أربعة من الطين فصرهن إليك ثم ادعى على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعية وقد يخفض بإضافة العدد نحو وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وفي الحديث الشريف ليس فيما دون خمس ذود صدقة وقال الشاعر ثلاثة أنفس وثلاث زود لقد جار الزمان على عيالي الذود بفتح الذال وسكون الواو وآخره دال مهملة يطلق على عدد من الإبل يقال هو ما بين الثلاثة إلى العشرة ويقال غير ذلك وفي أمثالهم الزود إلى الزود إبل يريدون أنك إذا جمعت القليل إلى القليل صار كثيراً وهو حث على الادخار وعدم الإسراف والتبذير وقال المبرد أراد الشاعر بثلاث زود ثلاث نوق وقد أخذ ذلك من قصته التي قصصناها عليك انتهى التعليق وإن كان جمعاً خفض بإضافة العدد إليه نحو ثلاثة رجال ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسم الجمع والجنس بحسب حالهما فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضمعهما فتقول ثلاثة من الغنم بالتاء لأنك تقول غنم كثير بالتذكير وثلاث من البط بترك التاء لأنك تقول بط كثيرة بالتأنيث وثلاثة من البقر أو ثلاث لأن في البقر لغتين التذكير والتأنيث قال الله تعالى إن البقر تشابه علينا وقرئ تشابهت علينا ويعتبران مع الجمع بحال مفرده فلذلك تقول ثلاثة استبلات ثلاثة استبلات وثلاثة حمامات بالتاء فيهما اعتبارا بالاستبل والحمام فإنهما مذكران ولا تقول ثلاث بطركها اعتبارا بالجمع خلافا للبغداديين ولا يعتبر من حال الواحد حال لفظه حتى يقال ثلاث طلحات بطرك التاء ولا حال معناه حتى يقال ثلاث أشخص بطركها تريد نسوة بل ينظر إلى ما يستحقه المفرد باعتبار ضميره فيعكس حكمه في العدد فكما تقول طلحة حضر وهند شخص جميل بالتذكير فيهما تقول ثلاثة طلحات وثلاثة أشخاص بالتاء فيهما فأما قول الشاعر ثلاث شخوص كعبان ومعصر من قول عمر ابن أبي ربيعة المخزومي من قصيدته الرائية المشهورة وصدر البيت فكان مجني دون من كنت أتقي التعليق اللغة المجن بكسر الميم وتشديد النون أصله الترس ويجمع على مجان وأرادها هنا ما يتقى به الرقباء أتقي أحضر وأجانب وأجافي وأجعل بيني وبينهم وقايا شخوص جمع شخص والأصل فيه الشب يرى من بعيد وأراد هنا الإنسان وكأنه قد قال كان ما أتقي به الرقباء ثلاثة كاعباني مثنى كاعب وهي الجارية حين يبدو ثديها تقول كعبت الجارية تقعب من باب قتل فهي كاعب وكعاب إذا صارت كذلك ومعصر بضم الميم وسكون العين الجارية متى دخلت في عصر شبابها الشاهد في البيت ثلاث شخوص فإن شخوصا جمع ومن حقه أن يلاحظ في عدده حال مفرده ومفرده الذي هو شخص مذكر وإن كان المقصود به هنا مؤنثا فكان ينبغي أن يقول ثلاثة شخوص كما يقول ثلاثة كواكب إلا أنه راع المعنى المقصود الذي رشحه وقواه ذكر الكاعبين والمعصر وهذا ضرورة عند جمهرة النحاك وزعم ابن مالك أنه يجوز القياس على مثل ذلك انتهى التعليق يقول الشارح إن قول ابن أبي ربيع هذا ضرورة والذي سهل ذلك قوله كاعبان ومعصر فاتصل باللفظ ما يعبد المعنى المراد ومع ذلك فليس بقياس خلافا للناظم وإذا كان المعدود صفة فالمعتبر حال الموصوف المنوي لا حالها قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أي عشر حسنات أمثالها ولولا ذلك لقيل عشرة لأن المثل مذكة وتقول عندي ثلاثة ربعات بالتاء إن قدرت رجالا وبتركها إن قدرت نساء ولهذا يقولون ثلاثة دواب بالتاء إذا قصدوا ذكورا لأن الدابة صفة في الأصل فكأنهم قالوا ثلاثة أحمرة دواب وسمع ثلاث دواب ذكور بطرك التاء لأنهم أجروا الدابة مجر الجامد فلا يجرونها على موصوف فصل الأعداد التي تضاف للمعدود عشرة وهي نوعان أحدهما الثلاثة والعشرة وما بينهما وحق ما تضاف إليه أن يكون جمعا مكسرا من أبنية القلة نحو ثلاثة أفلس أربعة أعبد سبعة أبحر وقد يتخلف كل واحد من هذه الثلاثة فيضاف للمفرد وذلك إن كان مئة نحو ثلاثمائة وتسعمائة وشذ في الضرورة قول الشاعر ثلاثمئين للملوك وفى بها ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم وهذا الشاهد من كلام الفرزدق التميمي والشاهد فيه قوله ثلاثمئين حيث جمع المئة وكان حقه أن يقول ثلاثمئة وهذا الجمع شاذ لأن الجمع يدل على عدة من المفرد أقلها ثلاثة فقوله مئين على ذلك معناه ثلاثمائة والثلاثة التي هي العدد إذا كان معدوده هذه الجملة كان معنى ثلاثمئين هو تسعمائة ولا شك أن ذلك هو غير المقصود انتهى التعليق ويضاف لجمع التصحيح في مسألتين إحداهما أن يهمل تكسير الكلمة نحو سبع سماوات وخمس صلوات وسبع بقرات والثانية أن يجاور ما أهمل تكسيره نحو سبع سنبلات فإنه في التنزيل مجاور لسبع بقرات ويضاف لبناء الكثرة في مسألتين إحداهما أن يهمل بناء القلة نحو ثلاث جوار وأربعة رجال وخمسة ضراهم والثانية أن يكون له بناء قلة ولكنه شاذ قياسا أو سماعا فينزل لذلك منزلة المعدوم فالأول نحو ثلاثة قروق فإن جمع قرء بالفتح على أقراء شاذ والثاني نحو ثلاثة شسوع فإن أشساعا قليل الفتى مئتين عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء فصل إذا تجاوزت العشرة جئت بكلمتين الأولى النيف وهو التسعة فما دونها وحكمت لها في التذكير والتأنيف بما ثبت لها قبل ذلك فأجريت الثلاثة والتسعة وما بينهما على خلاف القياس وما دون ذلك على القياس إلا أنك تأتي بأحد وإحدى مكان واحد وواحدة وتبني الجميع على الفتح إلا اثنين واثنتين فتعربهما كالمثنى وإلا ثماني فلك فتح الياء ثمانية وإسكانها ثماني ويقل حذفها مع بقاء كسر النون ثماني ومع فتحها ثمانة والكلمة الثانية العشرة وترجع بها إلى القياس في التذكير مع المذكر والتأنيف مع المؤنث وتبنيها على الفتح مطلقا وإذا كانت بالتاء سكنت شينها في لغة الحجازيين وتكسرها في لغة تميم وبعضهم يفتحها وقد تبين مما ذكرنا لك أنك تقول أحد عشر عبدا واثنى عشر رجلا بتذكيرهما وثلاثة عشر عبدا بتأنيف الأول وتذكير الثاني وتقول إحدى عشرة أمة واثنى عشرة جارية بتأنيفهما وثلاث عشرة جارية بتذكير الأول وتأنيف الثاني فإذا جاوزت التسعة عشر في التذكير والتسعة عشرة في التأنيف استوى لفظ المذكر والمؤنث تقول عشرون عبدا وثلاثون أمة وتمييز ذلك كله مفرد منصوب نحو إني رأيت أحد عشر كوكبه وكقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهر وقوله سبحانه ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وكقوله سبحانه إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وأما قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمم فأصباطا بدل من اثنتي عشرة والتمييز محذوف أي اثنتي عشرة فرقة ولو كان أصباطا تمييزا لذكر العددان لأن السبط مذكر وزعم اللاظم أنه تمييز وأن ذكر أمما رجح حكم التأنيف كما رجحه ذكر كاعبان ومعصر في قول الشاعر ثلاث شخوص كاعبان ومعصر فصل ويجوز في العدد المركب غير اثني عشرة واثنتي عشرة أن يضاف إلى مستحق المعدود فيستغني عن التمييز نحو هذه أحد عشر زيد ويجب عند البصريين بقاء البناء في الجزئين وحكى سيبويه الإعراب في آخر الثاني كما في بعل بكة وقال هي لغة رديئة وحكى الكوفيون وجها ثالثا وهو أن يضاف الأول إلى الثاني كما في عبد الله نحو ما فعلت خمسة عشركا وأجازوا أيضا هذا الوجه دون إضافة استدلالا بقول الشاعر كلف من عنائه وشقوته بنت ثماني عشرة من حدته التعليق هذا البيت من الرجز نسب عند الشيخ خالد إلى نفيع ابن قارق اللغة كلف فعل ماض مبني للمجهول من التكليف وتحميل ما فيه كلفة ومشقة وعنائه العناء بفتح العين هو التعب والنصب والجهد المبذول تقول عني فلان يعنى من باب عني فلان يعنى من باب رضي يرضى عناء إذا جهد وتعب الشقوة بكسر الشين وسكون القاف أو بفتح الشين وسكون القاف الشقاء والعسر وفي القرآن غلبت علينا شقوتنا الشاهد فيه قول ثماني عشرة حيث أضاف الأول الذي هو صدر المركب العددي إلى الثاني الذي هو عجز المركب العددي من غير أن يكون العدد مضافا كما في خمس عشر زيد انتهى التعليق فصل ويجوز أن تصوغ من اثنين وعشرة وما بينهما اسم فاعل كما تصوغه من فعل فتقول ثان وثالث ورابع إلى العاشر كما تقول ضارب وقاعد ويجب فيه أبدا أن يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث كما يجب ذلك مع ضارب ونحوه فأما ما دون الاثنين فإنه وضع على ذلك من أول الأمر فقيل واحد وواحدة ولك في اسم الفاعل المذكور أن تستعمله بحسب المعنى الذي تريده على سبعة أوجه أحدها أن تستعمله مفردا ليفيد الاتصاف بمعناه مجردا فتقول ثالث ورابع قال الشاعر توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع وهو من كلام نابغة الذبياني الثاني أن تستعمله مع أصله ليفيد أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة لا غير فتقول خامس خمسة أي بعض جماعة منخصرة في خمسة ويجب حينئذ إضافته إلى أصله كما يجب إضافة البعض إلى كله قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وزعم الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونصبه إياه كما يجوز في ضارب زيد وزعم الناظم أن ذلك جائز في ثان فقط الثالث أن تستعمله مع ما دون أصله ليفيد معنى التصير فتقول هذا رابع ثلاثة أي جاعل الثلاثة بنفسه أربعة قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ويجوز حينئذ إضافته وإعماله كما يجوز الوجهان في جاعل ومصير ونحوهما ولا يستعمل بهذا لاستعمال ثان فلا يقال ثاني واحد ولا ثان واحدا وأجازه بعضهم وحكاه عن العرب الرابع أن تستعمله مع العشرة ليفيد لاتصاف بمعناه مقيدا بمصاحبة العشرة فتقول حادي عشر بتذكيرهما وحادي عشرة بتأنيثهما وكذا تصنع في البواق تذكر اللفظين مع المذكر وتؤنثهما مع المؤنث فتقول الجزء الخامس عشرة والمقامة السادسة عشرة وحيث استعملت الواحدة أو الواحدة مع العشرة أو مع ما فوقها كالعشرين فإنك تقلب فاءهما إلى موطن لامهما فتصيرها ياءا فتقول حاد وحادية بدل واحد وواحدة ويسمى القلب المكاني انتهى الشريط الثالث عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع عشر من الكتاب الخامس أن تستعمله معها ليفيد معنا ثاني اثنين وهو انحصار العدة فيما ذكر ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه أحدها وهو الأصل أن تأتي بأربعة ألفاظ أولها الوصف مركبا مع العشرة والثالث ما اشتق منه الوصف مركبا أيضا مع العشرة وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني فتقول ثالث عشر ثلاثة عشر الثاني أن تحذف عشر من الأول استغناء به في الثاني وتعرب الأول لزوال التركيب وتضيفه إلى التركيب الثاني الثالث أن تحذف العقد من الأول والنيف من الثاني ولك في هذا الوجه وجهاني أحدهما أن تعربهما لزوال مقتضى البناء فيهما فتجري الأول بمقتضى حكم العوامل وتجر الثاني بالإضافة والوجه الثاني أن تعرب الأول وتبني الثاني حكاه الكسائي وابن السكيت وابن كيسان ووجهه أنه قدر ما حذف من الثاني فبقي البناء بحاله ولا يقاس على هذا الوجه لقلته وزعم بعضهم أنه يجوز بناؤهما لحلول كل منهما محل المحذوف من صاحبه وهذا مردود لأنه لا دليل حينئذ على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين بخلاف ما إذا أعرب الأول ولم يذكر الناظم وابنه هذا لاستعمال الثالثة بل ذكر مكانه أنك تقتصر على التركيب الأول باقيا بناء صدره وذكر أن بعض العرب يعربه والتحرير هو ما قدمته لك السادس أن تستعمله معها لإفادة معنى رابع ثلاثة فتأتي أيضا بأربعة ألفاظ ولكن يكون الثالث منها دون ما اشتق منه الوصف فتقول رابع عشر ثلاثة عشر أجاز ذلك سيبويه ومنعه بعضهم وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفضه ولك أن تحذف العشرة من الأول وليس لك مع ذلك أن تحذف النيف من الثاني للإلباس السابع أن تستعمله مع العشرين وأخواتها فتقدمه وتعطف عليه العقد بالواوي هذا باب كنايات العدد وهي ثلاثة كم وكأي وكذا أما كم فتنقسم إلى استفهامية بمعنى أي عدد وخبرية بمعنى كثير ويشتركان في خمسة أمور كونهما كنايتين عن عدد مجهول الجنس والمقدار وكونهما مبنيين وكون البناء على السكون ولزوم التصدير والاحتياج إلى التمييز ويفترقان أيضا في خمسة أمور أحدها أن كم لاستفهامية تميز بمنصوب مفرد نحو كم عبدا ملكتا ويجوز جره بمن مضمرة جوازا إن جرت كم بحرف نحو بكم درهام اشتريت ثوبك وتميز الخبرية بمجرور مفرد أو مجموع نحو كم رجال جاؤوك وكم امرأة جاءتك والإفراد أكثر وأبلغ والثاني أن الخبرية تختص بالماضي كربا لا يجوز كم غلمان سأملكهم كما لا يجوز رب غلمان سأملكهم ويجوز كم عبدا ستشتريه والثالث أن المتكلم بها لا يستدعي جوابا من مخاطبه والرابع أنه يتوجه إليه التصديق والتكذيب والخامس أن المبدل منه لا يقترن بهمزة الاستفام تقول كم رجال في الدار عشرون بل ثلاثون ويقال كم مالك أعشرون أم ثلاثون تنبيه يروى قول الفرزد كم عمة لك يا جرير وخالة فادعاء قد حلبت علي عشاري بجر عمة وخالة على أن كم خبرية وبنصبهما فقيل إن تميما تجيز نصب مميز الخبرية مفردا وقيل على الاستفهام التهكمي وعليهما فهي مبتدأ وقد حلبت خبر والتاء للجماعة لأنهما عمات وخالات وبرفعهما على الابتداء وحلبت خبر للعمة أو الخالة وخبر الأخرى محذوف وإلا لقيل قد حلبت والتاء في حلبت للوحدة لأنهما عمة واحدة وخالة واحدة وكم نصب على المصدرية أو الظرفية أي كم حلبة أو وقتا وأما كأي فبمنزلة كامل خبرية في إفادة التكثير وفي لزوم التصدير وفي انجرار التمييز إلا أن جره بمن ظاهرة لا بالإضافة قال الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وقد ينصبك قول الشاعر اطرد اليأس بالرجى فكأي آلما حم يسره بعد عسره وأما كذا فيبنى بها عن العدد القليل والكثير ويجب في تنييزها النصب وليس لها الصدر فلذلك تقول قبطت كذا وكذا درهما تعليق البيت الذي مضى الآن من الخفيف ولم ينسب إلى قائل معين وقوله اطرد أراد منه هنا معنى أزل وأبعد ونحي عن نفسه اليأس قطع الطماعية في نيل الشيء والقنوط من أن تحصل عليه ونفي الأمل فيه بالرجاء هو ترقب الشيء وتوقف وانتظار حصوله كأي معناه هنا كثير آلما اسم فاعل من قولهم ألم فلان من كذا يألم ألما من باب تعب يتعب تعبا وهو أحد الأفعال التي جاءت من باب تعبا وجاء منها اسم الفاعل على زنة ضارب وقاتل وكاتب حمى ويئ وقدر وكتب والشاهد في البيت قوله آلما فإنه تمييز لقوله كأي وقد ورد في هذا البيت منصوبا فدل على أن تمييز كأي كما يكون مجرورا بمن في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير يكون منصوبا كما في البيت وهذا بخلاف تمييز كامل خبرية الذي لا يكون منصوبا انتهى التعليق هذا باب الحكاية حكاية الجمل مضطردة بعد القول نحو قال إني عبد الله ويجوز حكايتها على المعنى فتقول في حكاية زيد قائم قال عمر قائم زيد فإن كانت الجملة ملحونة تعين المعنى على الأصح وحكاية المفرد في غير الاستفهام شاذة كقول بعضهم ليس بقرشيا ردا على من قال إن في الدار قرشيا وأما في الاستفهام فإن كان المسؤول عنه نكرة والسؤال بأي أو بمن حكي في لفظ أي وفي لفظ من ما ثبت لتلك النكرة المسؤول عنها من رفع ونصب وجر وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجم تقول لمن قال رأيت رجلا وامرأة وغلامين وجاريتين وبنين وبنات أيًا وأيّة وأيّين وأيّتين وأيّين وأيّات وكذلك تقول في من إلا أن بينهما فرقا من أربعة أوجه أحدها أن أيا عامة في السؤال فيسأل بها عن العاقل كما مثلنا وعن غيره كقول القائل رأيت حمارا أو حمارين ومن خاصة بالعاقل الثاني أن الحكاية في أي عامة في الوقف والوصل يقال جاءني رجلان فتقول أيّان بالوقف أو أيّان يا هذا والحكاية في من خاصة بالوقف تقول منان بالوقف والإسكاد وإن وصلت قلت من يا هذا وبطلت الحكاية فأما قوله أتوا ناري فقلت منون أنتم فقال الجن قلت عموا ظلاما فنادر في الشعر ولا يقاس عليه خلافا ليونس التعليق هذا الشهد من كلام شمير بالشين المعجمة وهو من شواهد سيبويه ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم في شرح شواهده والذي ذكره المؤلف صدر بيت من الوافر كما ورد في كتاب سيبويه وخضروي عجزه فقال الجن قلت عموا ظلاما اللغة أتوا أراد حضر وجاءوا ناري أراد النار التي أوقدها لترشد السائرين إليه وكان من عادتهم أن يوقد كراماؤهم النار على مرتفع من الأرض إذا كانوا في قحط أو مجاعة ليراها السائر في الليل فيقصدها منون أنتم أراد من أنتم الجن ضرب من الخليقة خلاف الإنس سموا بذلك لأنهم يستترون عن أعين الناس وأصل لاجتنان لاستطار ومنه سموا الجنين لكونه مستترا في بطن أمه وقالوا الجنة للبستان لكون ما فيه من الشجر الكثيف يسطر من يدخله عموا ظلاما إحدى تحايا العرب يقولون عم صباحا وعم مساء وعم ظلاما وارجع في اشتقاقها وباني أصلها إلى شرح الشاهد رقم تسعة وأربعين الذي مضى في باب الموصور الشاهد في هذا البيت قوله منون أنتم فإنه شاذ نادر في الشعر كما قال المؤلف وشذوذ هذه العبارة من ثلاثة أوجه أما أحد هذه الأوجه فلأنه قال منون فأثبت الواو والنون في حال الوصل والقاعدة المستمرة الجارية على ألسن العرب أنهم إذا أرادوا الحكاية بمن أنهم إذا أرادوا الحكاية بمن في حال الوصل لم يختلف لفظ من في إفراد ولا تثنية ولا جمع بل تقول من أنت ومن أنتما ومن أنتم والوجه الثاني أنه حرك هذه النون بالفتح مع أن النون حين تزاد تكون ساكنة وذكر بعض العلماء أن الوجه الثالث من أوجه الشدوذ هو أنه حكى ضميرا محذوفا ألا ترى أن تقدير الكلام أتوا ناري فقالوا أتينا فقلت منون أنتم فمنون حكاية للضمير في قولهم أتينا وهذا الضمير معرفة والمعارف لا تحكى وزعم الشيخ خالد أن منون حكاية للواو في أتوا ناري وليس بشيء كما ذكره ابن قاسم ونقله عن الشيخ ياسين فإن قوله أتوا ناري تصوير وإخبار بالذي وقع منهم والحكاية إنما هي أن تعيد كلام غيرك لا أن تذكر كلام نفسك وهو كلام صحيح انتهى التعليق الثالث أن أيا يحكى فيها حركات الإعراب غير مشبعة فتقول أي وأيا وأيا ويجب في من الإشباع فتقول من من الرابع أن ما قبل تاء التأنيث في أي واجب الفتح تقول أية وأيتان ويجوز الفتح والإسكان في من تقول منه ومنت ومنتاني والأرجح الفتح في المفرد والإسكان في التثنية وإن كان المسؤول عنه علما لمن يعقل غير مقرون بتابع وأداة السؤال من غير مقرونة بعاطف فالحجازيون يجيزون حكاية إعرابه فيقولون من زيدا لمن قال رأيت زيدا ومن زيد لمن قال مررت بزيد وتبطل الحكاية في نحو من زيد لأجل العاطف وفي نحو من غلام زيد لانتفاء العالميته وفي نحو من زيد الفاضل لوجود التابع ويستثنى من ذلك أن يكون التابع ابنا متصلا بعلم كرأيت زيد بن عمر أو علما معطوفا كرأيت زيدا وعمرا فتجوز فيهما الحكاية على خلاف في الثانية هذا باب التأنيث لما كان التأنيث فرع التذكير احتاج لعلامة وهي إما تاء محركة وتختص بالأسماء كقائمة أو تاء ساكنة وتختص بالأفعال كقامة وإما ألف مفردة كحبلة أو ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة كحمراء ويختصان بالأسماء وقد أنثوا أسماء كثيرة بتاء مقدرة ويستدل على ذلك بالضمير العائد عليها نحو النار وعدها الله الذين كفروا حتى تضع الحرب أوزارها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وبالإشارة إليها نحو هذه جهنم وبثبوتها في تصغيره نحو عيينة وأذينة أو في فعل نحو لما فصلت العير وبثقوطها من عدده كقوله وهي ثلاث أذرع وإصبع أرمي عليها وهي فرع أجمع فصل الغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر كقائمة وقائم ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان أحدها فعول بمعنى فاعل كرجل صبور وامرأة صبور ومنه وما كانت أمك بغيا أصله بغويا ثم أدغم وأما قولهم امرأة ملولة فالتاء للمبالغة بدليل رجل ملولة وأما امرأة عدوة فشاذ محمول على صديقة ولو كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء نحو جمل ركوب وناقة ركوبة والثاني فعيل بمعنى مفعول نحو رجل جريح وامرأة جريح وشذ ملحفة جديدة فإن كان فعيل بمعنى فاعل لحقته التاء نحو امرأة رحيمة وظريفة فإن قلت مررت بقتيلة بني فلان الحقت التاء خشية الإلباس لأنك لم تذكر الموصوفة والثالث مفعال كمنحار وشذ ميقانة والرابع مفعيل كمعطير وشذ امرأة مسكينة وسمع مسكين على القياس والخامس مفعال كمغشم ومدعس وتأتي التاء لفصل الواحد من الجنس كثيرا كطمر ولعكسه في جبأة وكمأة خاصة وعوضا من فاء كعدة أو من لام كسنة أو من زائد لمعنى كأشعثي وأشاعثة أو من زائدة لغير معنى كزنديق وزنادقة وللتعريب كموازجة وللمبالغة كراوية ولتأكيدها كنسابة ولتأكيد التأنيف كنعجة فصل لكل واحد من ألفين التأنيف أوزان نادرة ولا نتعرض لها في هذا المختصر وأوزان مشهورة فمشهور أوزان المقصورة إثنى عشرة أحدها فعلا بضم الأول وفتح الثاني كأربى للداهية وأدما وشعبى اسمين لموضعين قال الشاعر أعبدا حل في شعبى غريبة ألؤما لا أبى لك واغترابا وزعم ابن قتيبة أنه لا رابع لها ويرد عليه أورنا بالنون لحب يجبن به اللبن وجنفى لموضع وجعبى لعظام النمل وقد تبين أن عدى النظم لفعلا في الأوزان المشهورة مشكل الثاني فعلا بضم الأول وسكون الثاني اسما كبهما أو صفة كحبل وطولا أو مصدرا كرجعا الثالث فعلا بفتحتين اسما كان كبرد لنهر بدمشق أو مصدرا كمرط لمشيا أو صفة كحيدا الرابع فعلا بفتح أوله وسكون ثانيه بشرط أن يكون إما جمعا كقتلا وجرحا أو مصدرا كدعوة أو صفة كسكرا وسيفا مؤنفي سكران وسيفان للطويل فإن كان فعل اسما كأرطى وعلقى ففي ألفه وجهان التأنيث أو الإلحاق الخامس فعالا بضم أوله كحبارا وسمانا لطائرين وفي الصحاح أن ألف حبارا ليست للتأنيث وهو وهم فإنه قد وافق على أنه ممنوع من الصرف السادس فعالا بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا كسمها للباطل السابع فعلا بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه كصبطر ودفق لضربين من المشي الثامن فعلا بكسر أوله وسكون ثانيه إما مصدرا كذكرا أو جمعا وذلك حجلا جمعا للحجل بفتحتين اسما لطائر وضربا بالضائي المشالة جمعا لضربان بفتح أوله وكسر ثانيه اسما لدويبا ولا ثالث لهما في الجموع التاسع فعيلا بكسر أوله وثانيه مشددا نحو حثيثا وخليفا وحكى الكسائي هو من خصيصاء قومه بالمد وهو شاذ العاشر فعلا بضم أوله وثانيه وتشديد ثالثه ككفر لوعاء الطلع وحذر وبذر من الحذر والتبذير الحادي عشر فعيلا بضم أوله وفتح ثانيه مشددا كخليط للاختلاق وقبيطا للناطف والناطف ضرب من الحلواء سمي بذلك لأنه ينطف أن يستقطر قبل خثورته الثاني عشر فعالا نحو شقارا وخبازا لنبتين وخضارا لطائر تنبيه نحو جنفا وخليفا وخليطا ليس من الأوزان المختصة بالمقصورة بدليل عرواء وفخيراء ودخ خيلاء ومشهور أوزان الممدودة سبعة عشرة أحدها فعلاء بفتح أوله وسكون ثانيه اسما كصحراء أو مصدرا كرغباء أو صفة كحمراء وديمة هطلاء أو جمعا في المعنى كطرفاء والثاني والثالث والرابع أفعلاء بفتح العين وأفعلاء بكسر العين وأفعلاء بضم العين كقولهم يوم الأربعاء الأربعاء سمع فيه الأوزان الثلاثة الخامس فعلاء كعقرباء لمكان السادس فعالاء بكسر الفاء كقصاصاء للقصاص السابع فعلاء بضم الأول والثالث نحو قرفصاء الثامن فاعلا بضم الثالث كعاشراء التاسع فاعلا بكسر الثالث كقاصعاء لأحد جحرة اليربوع العاشر فعلياء بكسر الأول وسكون الثاني نحو كبرياء السادس عشر الحادي عشر مفعولاء كمشيوخاء الثاني عشر فعالاء بفتح أوله وثانيه نحو براساء بمعنى الناس يقال ما أدري أي البراساء هو وبراكاء بمعنى البروق الثالث عشر فعيلاء بفتح أوله وكسر ثانيه نحو قرينا وكريثاء نوعان من البسر الرابع عشر فعولاء بفتح أوله وضم ثانيه نحو دبوقاء الخامس عشر فعالاء بفتحتين كخفقاء لموضع قاله ابن الناظم وإنما هو بالجيم والنون والفاء ولا نظير له إلا دأثاء للأمة وقرماء لموضع وعلى هذا فعد الناظم لذلك في المشهور مشكل وفي المحكم أن جنف بالجيم والنون والفاء والقصر موضع وأنه بالمد أيضا جنفاء السادس عشر فعالاء بكسر أوله وفتح ثانيه نحو سيراء السابع عشر فعالاء بضم أوله وفتح ثانيه كخيلاء هذا باب المقصور والممدود قصر الأسماء ومدها ضرباء قياسي وهو وظيفة النحوي وسماعي وهو وظيفة اللغوي وقد وضعوا في ذلك كتبا وضابط الباب عند النحويين أن الاسم المعتل بالألف ثلاثة أقسام أحدها ما له نظير من الصحيح يجب فتح ما قبل آخره وهذا النوع مقصور بقياس وله أمثلة منها كونه مصدر فعلا لازم نحو جوى 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 وهوى هوا وعمى عمى فإن نظيرها من الصحيح فرح فرحا وأشر أشرا قال ابن أصفور وغيره وشذ الغراء بالمد مصدر غريا وأنشدوا إذا قلت مهلا غارت العين بالبكة غراءا ومدتها مدامع نهلو انتهى الوجه الأول وفيما قالوه نظر لأن أبا عبيدة حكى غاريت بين الشيئين غراءا أي واليت ثم أنشده وعلى هذا فالمد قياسي كما سيأتي لأن غاريت غراءا مثل قاتلت قتالا وغاريت فاعلت من غريت به وأنشد أسلو بدل مهلا وفاضت بدل غارت وحفل بدل نهل تعليق هذا البيت من الطويل وهو من كلام كثير عزة ومهلا مصدر بمعنى التمهل وهو الترفق وانظر شرح الشاهد رقم ربعمية خمسة وخمسين السابق في باب الترخي غارت العين بالبكة والت بين الدمع وأرسلته متتابعا وهو بوزن والت ومعناه وأصله غاريت بوزن قاتلت تحركت الياء وانفتح مع قبلها فقليبت الياء ألفا ثم حذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين فصارت غارت ويروى فاضت وهو من قولهم فاض ماء النهر وذلك إذا زاد عن ارتفاع الشاطئ فسال على الوادي وغراء مصدر بمعنى المتابعة والولاء وهذا هو الصواب الذي ذكره المؤلف عن أبي عبيدة مدتها أعانتها وكانت لها مددا نههل أي كثيرة والشاهد في قوله غراء فإن ابن عصفور أنشده بفتح الغين المعجمة وذكر أنه مصدر غري بالشيء مثل فرحة فهو به غر مثل شج وعم وحر وقال إن مده شاذ وقياسه القصر وقد رد المؤلف ذلك ونقل عن جماعة من نقلة اللغة أن الرواية بكسر الغين وأن فعله غار فهو مثل قاتل قتالا وعلى ذلك فمده قياس انتهى التعليق ومنها فعل بكسر أوله وفتح ثانيه جمعا لفعله بكسر أوله وسكون ثانيه نحو فرية وفرا ومرية ومرا فإن نظره قربة وقرب ومنها فعل بضم أوله وفتح ثانيه جمعا لفعله بضم أوله وسكون ثانيه نحو دمية ودما ومدية ومدا وزبية وزبا وكشوة وكسا فإن نظره حجة وحجد وقربة وقرب ومنها اسم مفعول ما زاد على ثلاثة نحو معطا ومستدعا فإن نظيره مقرم ومستخرج الثاني أن يكون له نظير من الصحيح يجب قبل آخره ألف وهذا النوع ممدود بقياس وله أمثلة منها أن يكون الاسم مصدرا لأفعله أو لفعل أوله همزة وصل كأعطى إعطاءا وارتأى ارتئاءا واستقصى استقصاء فإن نظير ذلك أكرم إكراما واكتسب اكتسابا واستخرج استخراجا ومنها أن يكون مفردا لأفعله نحو كساء وأكسية ورداء وأردية فإن نظيره حمار وأحمرة وسلاح وأسلحة ومن ثم قال الأخفش أرحية وأقفية من كلام المولدين لأن رحا وقفا مقصوران وأما قوله في ليلة من جمادة ذات أندية لا يبصر الكلب في ظلمائها الطنبة والمفرد ندم بالقصر فإن ذلك ضرورة وقيل جمع ندا على نداء كجمل وجمال ثم جمع نداء على أندية ويبعده أنه لم يسمع نداء جمع ومنها أن يكون مصدرا لفعل بالتخفيف دال على صوت كالرغاء والثغاء فإن نظيره الصراخ أو على داء نحو المشاء فإن نظيره الدوار والزكام الثالث أن يكون لا نظير له فهذا إنما يدرك قصره ومده بالسماع فمن المقصور سماعا الفتاء واحد الفتياني والسنى الضوء والثرى التراب والحجى العقل ومن الممدود سماعا الفتاء لحداثة السن والسناء للشرف والثراء لكثرة المال والحذاء للنعل مسألة أجمع على جواز قصر الممدود للضرورة كقول الشاعر لا بد من صنعا وإن طال الصفر ولو تحنى كل عود ودبر وقوله وأهل الوفى من حادث وقديم وصدره فهم مثل الناس الذي يعرفونه ولم ينسب لقائل بعينه واختلفوا في جواز مد المقصور للضرورة فأجازه الكوفيون متمسكين بنحو قول الشاعر سيغنين الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء ومنعه البصريون وقدروا الغناء في البيت مصدرا لغانيت لا مصدرا لغنيت وهو تعسف هذا باب كيفية التثنية الاسم على خمسة أنواع أحدها الصحيح كرجل وامرأة الثاني المنزل منزلة الصحيح كضبي ودلو الثالث المعتل المنقوص كالقاضي وهذه الأنواع الثلاثة يجب ألا تغير في التثنية تقول رجلان وامرأتان وضبيان ودلوان والقاضيان وشذ في ألية وخصية أليان وخصيان وقد ورد من ذلك في تثنية خصية قول الراجز كأن خصييه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظله وقد ورد من ذلك في تثنية أليا قول الراجز ترتج ألياه ارتجاج الوطبي وقد ثن عنطرة أليا على الأصل فأثبت التاء وذلك في قوله متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار الرابع المعتل المقصور وهو نوعان أحدهما ما يجب قلب أليفي ياء وذلك في ثلاث مسائل إحداها أن تتجاوز ألفه ثلاثة أحرف كحبل وحبليان وملهى وملهيان وشذ قولهم في تثنية قهقران وخوزلان بالحذف الثانية أن تكون ثالثة مبدلة من ياء كفة قال الله تعالى ودخل معه السجن فتياني وشذ في حما حموان بالواوي لأن ألفه منقلبة على الياء بدليل حميت الحما أحميه حمية من مثال رميت الشيء أرميه والثالثة أن تكون غير مبدلة وقد أميلت كمتى لو سميت بها قلت في تثنيتها أمتياني لأنها ممالة في الإفراد مته والثاني ما يجب قلب ألفه واوى وذلك في مسألتين إحداهما أن تكون مبدلة من الواوي كعصا وقفا ومنا وهو لغة في المن الذي يوزن به الشيء قال الشاعر وقد أعددت للعذال عندي عصا في رأسها منوى حديدي وشذ قولهم في رضا رضيان بلياء مع أنه من الرضوان الثانية أن تكون غير مبدلة ولم تمل نحو لدى وإذا تقول إذا سميت بهما ثم سنيتهما لدواني وإذا واني الخامس الممدود وهو أربعة أنواع أحدها ما يجب سلامة همزته وهو ما همزته أصلية كقراء ووضاء تقول قراءان ووضاءان والقراء الناسك والوضاء الوضيء الوجه الثاني ما يجب تغيير همزته بقلبها واو وهو ما همزته بدل من ألف التأنيث كحمراء وحمروان وزعم السير في أنه إذا كان قبل ألفه واو وجب تصحيح الهمزة لألا يجتمع واوان ليس بينهما ألف فتقول في عشواء عشواءان بالهمز وجوز الكوفيون في ذلك الوجهين وشذ حمرايان بقلب الهمزة ياء وقرفصان وخنفسان وعاشوران بحذف الألف والهمزة معه الثالث ما يترجح فيه التصحيح على الإعلال وهو ما همزته بدل من أصل نحو كساء وحياء أصله ما كساء وحياء وشذ كسايان الرابع ما يترجح فيه الإعلال على التصحيح وهو ما همزته بدل من حرف الإلحاق كعلباء وقوباء أصلهما علباي وقوباي بياء زائدة فيهما لتلحقهما بقرطاص وقرناس ثم أبدلت الياء همزة وزعم الأخفش وتبعه الجزولي أن الأرجح في هذا الباب أيضا التصحيح وسيبويه إنما قال إن القلب في علباء أكثر منه في كساء تعليق قد علمت أن جمع المذكر السالم لا يكون مفرده إلا علما لمذكر أو وصفا لمذكر فمن أجل ذلك قيد المؤلف هذه المفردات بكونها أعلاما لمذكرين ليصح جمعها هذا الجمع هذا باب كيفية جمع الاسم جمع مذكر السالم ويسمى الجمع الذي على هجائين والجمع الذي على حد المثنى لأنه أعرب بحرفين وسلم فيه بناء الواحد وختم بنون زائدة تحذف للإضافة يعلم أنه يحذف لهذا الجمع ياء المنقوص وكسرتها فتقول القاضون والداعون وألف المقصور دون فتحتها فتقول الموسون وفي التنزيل وأنتم الأعلون وإناهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ويعطى الممدود حكمه في التثنيع فتقول في وضاء وضاءون بالتصحير وفي حمراء علما لمذكر حمراءون ويجوز الوجان في نحو علباء وكساء علمين لمذكرين هذا باب كيفية جمع الاسم جمع المؤنف السالم يسلم في هذا الجمع ما سلم في التثنية فتقول في جمع هندان كما تقول في تثنيتها هندان إلا ما ختم بتاء التأنيث فإن تاءه تحذف في الجمع وتسلم في التثنية تقول في جمع مسلمة مسلمات وفي تثنيتها مسلمتان ويتغير فيه ما تغير في التثنية تقول حبليات بالياء وصحراوات بالواو كما تقول في تثنيتهم حبليان وصحراوان وإذا كان ما قبل التاء حرف علة أجريت عليه بعد حذف التاء ما يستحقه لو كان آخرا في أصل الوضع فتقول في نحو ضبية وغزوة ضبيات وغزوات بسلامة الياء والواوي وفي نحو مصطفات وفتاة مصطفيات وفتيات بقلب الألفياء قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا وفي نحو قناة تقول قنوات بالواو وفي نحو نباءة تقول نباءات ونباوات وفي نحو قراءة تقول قراءات بالهمزة لا غيره فصل إذا كان المجموع بالألف والتاء اسما ثلاثيا ساكن العين غير معتلها ولا مدغمها فإن كانت فاؤه مفتوحة لزم فتح عينه نحو سجدة ودعد تقول سجدات ودعدات قال الله تعالى وكذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليه وقال الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلا من البجر وأما قوله وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشية داني فضرورة حسنة لأن العين قد تسكن للضرورات مع الإفراد والتذكير كقوله يا عمر يا ابن الأكرمين نسبا وإن كان مضموم الفاء نحو خطوة وجمل أو مكسورها نحو كسرة وهند جاز لك في عينه الفتح والإسكان مطلقا والإطباع إن لم تكن الفاء مضمومة واللام ياء كدمية وزبية ولا مكسورة واللام واء كذروة ورشوة وشذ جروات بالكسر ويمتنع التغيير في خمسة أنواع أحدها نحو زينبات وسعادات لأنهما رباعيان لا ثلاثيان الثاني نحو ضخمات وعبلات لأنهما وصفان لسمان وشذ كهلات بالفتح ولا ينقاس خلافا لقطرب الثالث نحو شجرات وتمرات ونمرات لأنهما محركات الوسط نعم يجوز الإسكان في سمرات ونمرات وكذلك كل اسم ثلاثي مضموم العين أو مكسورها والعين صحيحة أو فعل كذلك فإنه يجوز تخفيفه بإسكان عينه وقد ورد من ذلك جملة صالحة من الشعر العربي فمن ذلك في الفعل المكسور العين قول الأخطل فإن يهجه يبجر كما ضجر بازل من الأدم ضبرت صفحتاه وغاربه انتهى التعليق وذلك كما كان جائزا في المفرد لا أن ذلك حكم تجدد حالة الجام الرابع نحو جوزات وبيضات لاعتلال العين قال الله تعالى في روضات الجنات وهذيل تحرك نحو ذلك وعليه قراءة بعضهم ثلاث عورات لكم وقول الشاعر أخو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوحه تعليق النسب هذا الشاهد لشاعر من شعراء هذيل ولم يعينوه وقد بحثت عنه طويلا في أشعار الهذليين فلم أعثر عليه والذي أنشده المؤلف صدر بيت من الطويل وأخو بيضات أي صاحب بيضات وملازم لهن والبيضات جمع بيضة وهي معروفة للحيوان ذي الريش رائح اسم الفاعل من راح يروح رواحا وهو السير وقت العشي والمراد به راجع إلى عشه الذي ضرج منه ومتأوب اسم الفاعل من تأوبة وذلك إذا جاء في أول الليل والشاهد فيه قوله بيضات حيث فتح العين إتباعا لفتحة الفائ في جمع الاسم الثلاثي المعتل العين وهذا الإتباع شاد في لغة عامة العرب إلا هذيلا فإنهم يجيزون إتباع العين للفاء على أي حال نعني سواء أكانت العين حرف علة كما في هذا الشاهد أم كانت حرفا صحيحا انتهى التعليق اتفق جميع العرب على الفتح في عيارات جمع عير وهي الإبل التي تحمل الميرة وهو شاذ في القياس لأنه كبيعة وبيعات حقه الإسكان الخامس نحو حجات وحجات وحجات لإضغام عينه فلو حركا فك إضغامه فكان يسقل فتضيع فائدة الإضغام انتهى الشريط الرابع عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس عشر من الكتاب هذا باب جمع التكسير وهو ما تغيرت فيه صيغة الواحد إما بزيادة كصنو وصنوان أو بنقص كتخمة وتخم أو بتبديل شكل كأسد وأسد أو بزيادة وتبديل شكل كرجال أو بنقص وتبديل شكل كرسل أو بهن كغلمان وله سبعة وعشرون بناء منها أربعة موضوعة للعدد القليل وهو من الثلاثة إلى العشرة وهي أفعل كأكلب وأفعال كأحمال وأفعلة كأحمرة وفعلة كصبية وثلاثة وعشرون للعدد الكثير وهو ما تجاوز العشرة وسيأتي وقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بناء الكثرة كأرجل وأعناق وأفئدة وقد يعكسك رجال وقلوب وصردان وليس منهما مثل به الناظم وابنه من قولهم في جمع صفات وهي الصخرة الملساء صفي لقولهم أصفاء حكاه الجوهري وغيره الأول من أبنية القلة أفعل بضم العين وهو جمع لنوعين أحدهما فعل اسما صحيح العين سواء صحت لامه أم اعتلت بالياء أم بالواوي نحو كلب وضبي وجرو بخلاف نحو ضخم فإنها صفة وإنما قالوا أعبد لغلبات الاسمية وبخلاف نحو صوت وبيت لاعتلال العين وشذ قياسا أعين وقياسا وسماعا أثوب وأسيف قال الشاعر لكل دهر قد لبست أثوبا وقال كأنهم أسيف بيض يمانية عض مضاربها باق بها الأثر الثاني الاسم الرباعي المؤنث الذي قبل آخره مدة كعناق وذراع وعقاب ويمين وشذ في نحو شهاب وغراب من المذكر الثاني أفعال وهو لسم ثلاثي لا يستحق أفعل إما لأنه على فعل ولكنه معتل العين نحو ثوب وسيف أو لأنه على غير فعل نحو جمل ونمر وعضب وحمل وعنب وإبل وقفل وعنق ولكن الغالب في فعل بضم الأول وفتح الثاني أن يجيء على فعلان كصرد ودرد ونغر وخزر وشذ نحو أرطاب كما شذ في فعل المفتوح الفائي الصحيح العين الساكنها نحو أحمال وأفراخ وأزناد قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقال الحطيئة ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر وقال آخر وزندك أثبت أزنادها وجدت إذا اصطلحوا خيرهم الثالث أفعلة وهو لسم مذكر رباعي بمدة قبل الآخرين نحو طعام وحمار وغراب ورغيف وعمود والتزم في فعال بالفتح وفي فعال بالكسر مضعفي اللام أو معتليها فالأول كبتات وزمام والثاني كقباء وإناء الرابع فعلة بكسر أوله وسكون ثانيه وهو محفوظ في نحو ولد وفتى ونحو شيخ وثور ونحو ثنا ونحو غزال ونحو غلام ونحو صبي وخصي ولعدم اضطراده قال أبو بكر هو اسم جمع لا جمع والأول من أبنية الكثرة فعل بضم أوله وسكون ثانيه وهو جمع لشيئين أحدهما أفعل مقابل فعلاء كأحمر أو ممتنع أو ممتنع مقابلته لها لمانع خلقي نحو أكمر وآبر بخلاف نحو آلا لكبير الأليا فإن المانع من أليا تخلف الاستعمال والثاني فعلاء في مقابلة أفعل كحمراء أو ممتنعة مقابلتها له لمانع خلقي كرتقاء وعفلاء بالعين بخلاف نحو عجزاء لكبير العجز الثاني فعل بضمتين وهو مضطرد في شيئين في وصف على فعول بمعنى فاعل كصبور وغفور وفيسم رباعي بمدة قبل لا من غير معتلة مطلقا أو غير مضاعفة إن كانت المدة ألفا نحو قذال وأتان ونحو حمار وذراع ونحو قراد وقراء ونحو قضيب وكثيب ونحو عمود وقلوص وسرير وذلول وخرج نحو كساء وقباء لأجل اعتلال اللام وخرج نحو هلال وسنان لأجل تضعيفها مع الألف وشذ عنان وعن وحجاج وحجد ويحفظ في نحو نامر وخشن ونذير وصحيفة الثالث فعل بضم أوله وفتح ثانيه وهو مضطرد في شيئين في اسم على فعلة كقربة وغرفة ومديات وحجة ومدة وفي الفعل أنثى أفعل كالكبرى والصغرى بخلاف حبل وشذ في نحو بهمة ونحو رؤيا ونحو نوبة ونحو بضرة ولحيات وتخمة الرابع فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وهو لسم على فعلة كحجة وكسرة وفرية وهي الكذبة ويحفظ في فعلة نحو حاجات ونحو ذكرى وقصعة وذربة وهدم الخامس فعله بضم أوله وفتح ثانيه وهو مضطرد في وصف لعاقل على فاعل معتل لام كرام وقاض وغاز السادس فعله بفتحتين وهو شائع في وصف لمذكر عاقل صحيح لا منحو كامل وساحر وسافر وبار السابع فعل بفتح أوله وسكون ثانيه وهو لما دل على آفة من فعيل وصفا للمفعول كجريح وأسير وحمل عليه ستة أوزان مما دل على آفة من فعيل وصفا للفاعل كمريض وفاعل كزمن وفاعل كهالك وفيعل كميت وأفعل كأحمق وفعلان كسكران الثامن فعله بكسر أوله وفتح ثانيه وهو كثير في فعل اسما بضم الفاء نحو قرط ودرج وكوز ودب وهو قليل في اسم على فعل بفتح الفاء نحو غرد أو بكسرها نحو قرد وقل أيضا في نحو ذكر وهادر الغرض بفتح الغين الغرض والغرض بفتح الغين وسكون الراء ضرب من الكمأة انتهى التاسع فعل بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا وهو لوصف على فاعل أو فاعلة صحيحة اللام كضارب وصائم ومؤنفيهما ونظر في غاز وعاف كما نظر في نحو خريدة ونفساء ورجل أعزل العاشر فعال بضم أوله وتشديد ثانيه وهو لوصف على فاعل صحيح اللام كصائم وقائم وقارئ كيل ونظر في فاعلة كقوله وقد أراهن عني غير صداد وصدره أبصارهن إلى الشبان مائلة والظاهر أن الضمير للأبصار لا للنساء فهو جمع صاد لا صاد لا صاد وفي المعتل كصراء وغراء وذلك في جمع غاز وسار نسمي فاعل من الغزو والصراء انتهى التعليق الحادي عشر فعال بكسر أوله وهو لثلاثة عشر وزنا الأول والثاني فعل وفعلة نسمين أو وصفين نحو كعب وقصعة وصعب وخدلة ونظر في يائي الفاء نحو يعر أو العين نحو ضيف وضيعة واليعر الجدي يوضع في الزبية لاستياد الأسد الثالث والرابع فعل وفعلة غير معتلى اللام ولا مضعفيهما كجمل وجبل ورقبة وثمرة الخامس والسادس فعل كذئب وبئر وفعل كدهن ورمحة السابع والثامن فعيل بمعنى فاعل ومؤنثه كضريف وكريم وشريف ومؤنثاتها والخمسة الباقية فعلان صفة ومؤنثاه فعلا وفعلانة وفعلان صفة وأنثاه فعلانة كغضان وغضى وندمان وندمانة وخمصان وخمصانة والتزموا في فعيل وأنثاه إذا كانوا واوي العينين صحيحة اللامينك طويل وطويلة ألا يجمع إلا على فعال ويحفظ فعال في نحو راع وقائم وآم وهو اسم الفاعل من أما القوم يأمهم ومؤنثاتهن وأعجف وجواد وخير وبطهاء وقلص الثاني عشر فعول بضمتين ويطرد في أربعة أحدها اسم على فعل نحو كبد ووعل وهو فيه كاللازم وجاء في نحو نمر نمور على القياس ونمر قال الشاعر فيها عيائل أسود ونمر حفت بأطواض جبال وصمر وقد يكون مقصورا من نمور للضرورة وقالوا أيضا أمار والثلاثة الباقية الاسم الثلاثي الساكن العين مفتوح الفاء نحو كعب وفلس ومقصورها نحو حمل وبرس ومضمومها نحو جند وبرد إلا في ثلاثة أحدها معتل العين كحوت والثاني معتل اللام كمدي وشذ في نؤي نؤي قال خلت إلا أياصر أو نؤية محافرها كأشربة الإبينة الثالث المضاعف كمد وشذ في حص بالحاء المهملة وهو الورس والدم حصوص ويحفظ في فعل كأسد وشجن وندب وذكر الثالث عشر فعلان بكسر أوله وسكون ثانيه ويضطرد أيضا في أربعة اسم على فعال كغلام وغراب أو على فعل كصرد وجرد أو فعل ووي العين كحوت وكوز أو فعل كتاج وساج وخال وجار ونار وقاع وقل في نحو صنو وخرب وغزال وصوار أو صوار وحائط وظليم وخروف والظليم ذكر النعام وجمعه ظلمان أو ظلمان بكسر الضاء أو ضمها الرابع عشر فعلان بضم أوله وسكون ثانيه ويكثر في ثلاثة في اسم على فعل كظهر وبطن أو على فعل صحيح العين كذكر وجذع أو فعيل كقضيب ورغيف وكثيب وقل في نحو راكب وأسود وزقاق الخامس عشر فعلاء بضم أوله وفتح ثانيه ويضطرد في فعيل بمعنى فاعل غير مضاعف ولا معتل اللام كظهيف وكريم وبخيل وكثر في فعل دالا على معنى كالغريزة كعاقل وصالح وشاعر وشذ فعلاء في نحو جبان وخليفة وسمح وودود السادس عشر أفعلاء بكسر ثالثه وهو نائب عن فعلاء في المضاعف كشديد وعزيز وفي المعتل كولي وغني وشذ في نحو نصيب في نحو نصيب وصديق وهين السابع عشر فوائل ويضطرد في ثبعة في فاعلة اسما أو صفة كناصية كاذبة خاطئة وفي اسم على فوعل كجوهر وكوثر أو على فوعلة كصومعة وزوبعة أو على فاعل بالفتح كخاتم وقالب أو فاعلاء بالكسر نحو قاصعاء وراهطاء القاصعاء والراهطاء جحران من جحرة اليربوع وله ثالث اسمه النافقاء انتهى أو فاعل كخاتم وقالب أو فاعلاء نحو قاصعاء وراهطاء أو فاعل كجائز وكاهل أو في وصف على فاعل لمؤنث كحائض وطالق أو لغير عاقل كصاهل وشاهق وشز فوارس ونواكس وسوابق وهوالك الثامن عشر فعائل ويضطرد في كل رباعي مؤنث ثالثه مدة سواء كان تأنيثه بالتاء كسحابة وصحيفة وحلوبة أو بالمعنى كشمال وعجوز وسعيد على ممرأة التاسع عشر فعالي بفتح أوله وكسر رابعه ويضطرد في سبعة فعلاه كموماه وفعلاه كسعلاه وفعلية كهبرية والهبرية ما يكون في الشعر مثل نخالة الطحين انتهى وصحيفة وحلوبة أو بالمعنى كشمال وعجوز وسعيد على ممرأة التاسع عشر فعالي بفتح أوله وكسر رابعه ويضطرد في فعلات كمومات وفعلات كسعلاه وفعلية كهبرية وفعلوة كعرقوة وما حدث أول زائديه من نحو حبنطا وقلنشوه وفعلاء اسما كصحراء أو صفة لا مذكرة لها كعذراء وذو الألف المقصورة لتأنيث كحبلة أو إلحاق كذفراء والذفراء الموضع الذي يعرق من خلف أذن البعير أما الحبنطا فهي العظيم البطني انتهى تمام العشرين فعالة بفتح أوله ورابعه ويشارك الفعال بالكسر في صحراء وما ذكر بعده وليس لفعالة ما ينفرد به عن الفعال إلا وصف أي على زنة فعلان أو فعلة بفتح أولهما وسكون ثانهما نحو غبان وغبا وسكران وسكر ويترجح في جمعهم الفعالي الفعالي بضم الفاء وفتح اللام الفعالي والفعالة نحو سكاري وسكارا الحادي والعشرون فعالي بالتشديد ويضطرد في كل ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب كبختي وكرسي وقمري بخلاف نحو مصري وبصري وأما أناسي فجمع إنسان لا إنسي وأصله أناسين فأبدل النون ياء كما قالوا في ضربان ضرابي الثاني والعشرون فعالي ويضطرد في أربعة وهي الرباعي والخماسي مجردين ومزيدا فيهما فالأول كجعفر وزبرج والثاني كصفرجل وجحمرش ويجب حذف خامسه فتقول سفارج وجحامر وأنت بالخيار في حذف الرابع أو الخامس إن كان الرابع مشبها للحروف التي تزاد إما بكونه بلفظ أحدها كخدرنق أو بكونه من مخرجه كفرزدق فإن الدال من مخرج التاء والثالث نحو مدحرج ومتدحرج والرابع نحو قرطبوس وخندريس ويجب حذف زائد هذين النوعين إلا إذا كان لينا قبيل الآخر فيثبت ثم إن كان يا أنصحح نحو قنديل أو واوا أو ألفا قل بايا أين نحو عصفور وسرداح الخدرنق بوزن سفرجل العنكبوت ومنه قول المتنبي يصف السيوف قواض مواض نسج داود عندها إذا وقعت فيه كنسج الخدرنق ونسج داود أراد به الضروع القرطبوس اسم للداهية الناقة العظيمة الشديدة أيضا الخندريس اسم من أسماء الخمر السرداح المكان اللي أو الناقة الكثيرة اللحم وجمعه صراديح الثالث والعشرون شبه فعالل ويطرد في مزيد الثلاثي غير ما تقدم ولا تحذف زيادته إن كانت واحدة كأفضل ومسجد وجوهر وصيرف وعلقا ويحذف ما زاد عليها فتحذف زيادة من نحو منطلق واثنتان من نحو مستخرج ومتذكر ويتعين إبقاء الفاضل كالميم مطلقا فتقول في منطلق مطالق لا مطالق وفي مستدع مداع لا سداع ولا تداع خلافا للمبرد في نحو مقعنسس فإنه يقول قعاسس ترجيحا لمماثل الأصل وكالهمزة ولياء المصدرتين كألندد ويلندد تقول ألد ويلد وإذا كان حذف إحدى الزيادتين مغنيا عن حذف الأخرى بدون العكس تعين حذف المغني حذفها كياء حيزبون تقول حزابين بحذف الياء وقلب الواوياء لا حيازد بحذف الواوياء لأن ذلك محوج إلى أن تحذف الياء وتقول حزاب إذ لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن إلا وهو معتل فإن تكافأت الزيادتان فالحاذف مخير بين نوني صرندا وعلندا وألفيهما تقول صراند أو صراد وعلاند أو علاد هذا باب التصغير وله ثلاثة أبنية فعيل وفعيعل وفعيعل كفليس وضريهم ودنينير وذلك لأنه لا بد في كل تصغير من ثلاثة أعمال ضم الأول وفتح الثاني واجتلاب ياء ساكنة ثالثة ثم إن كان المصغر ثلاثيا اقتصر على ذلك وهي بنية فعيل كفليس ورجيل ومن ثم لم يكن نحو زميل ولغيزة تصغيرا لأن الثاني غير مفتوح والياء غير ثالثة وإن كان متجاوزا للثلاثة احتيج إلى عمل الرابع وهو كسر ما بعد ياء التصغير ثم إن لم يكن بعد هذا الحرف المكسور حرف قبل الآخر لين فهي بنية فعيعل كقولك في جعفر جعيفر وإن كان بعده حرف لين قبل الآخر فهي بنية فعيعل لأن اللين الموجود قبل آخر المكبر إن كان ياء سلمت في التصغير لمناسبتها للكسرة كقنديل وقنيديل وإن كانت واوا أو ألفا قلبا يا أين لسكونهما وانكسار ما قبلهما كعصفور وعصيفير ومصباح ومصيبيح ويتوصل في هذا الباب إلى مثال فعيعل وفعيعيل بما يتوصل به في باب الجمع إلى مثال فعاللة وفعاللة فتقول في تصغير صفرجل وفرزدق ومستخرد وألندد ويلندد وحيزبون سفيرد وفريزد أو فريزق ومخيرد وأوليد ويوليد وحزيبين وتقول في صرندا وعلند سريند وعليند أو سريد وعليد ويجوز لك في بابي التكسير والتصغير أن تعوض مما حذفته ياء ساكنة قبل الآخر إن لم تكن موجودة فتقول سفيريد وصفاريد بالتعويض وتقول في تكسير إحرنجام وتصغيره حراجيم وحريجيم ولا يمكن التعويض لاشتغال محله بلياء المنقلبة عن الألف وما جاء في البابين مخالفا لما شرحناه فيهما فخارج عن القياس مثاله في التكسير جمعهم مكانا على أمك ورهطا وكراعا على أراهط وأكارع وباطلا وحديثا على أباطيل وأحاديث ومثاله في التصغير تصغيرهم مغربا وعشاء على مغيربان وعشيان وإنسانا وليلة على أنيسيان ولييلية ورجلا على رويجل وصبية وغلمة وبنون على أصيبية وأغيلمة وأبينون وعشية على عشيسية فصل وعلم أنه يستثنى من قولنا يقصر ما بعد ياء التصغير فيما تجاوز الثلاثة أربع مسائل إحداها ما قبل علامة التأنيث وهي نوعان تاء كشدرة وألف كحبلة الثانية ما قبل المدة الزائدة قبل ألف التأنيث كحمراء الثالثة ما قبل ألف أفعال كأجمال وأفراس الرادعة ما قبل ألف فعلان الذي لا يجمع على فعالين كسكران وعثمان فهذه المسائل الأربع يجب فيها أن يبقى ما بعد ياء التصغير مفتوحا أي باقيا على ما كان عليه من الفتح قبل التصغير تقول شجيرة وحبيلا وحميراء وأجيمال وأفيراس وسكيران وعثيمان وتقول في سرحان وسلطان سريحين وسليطين لأنهم جمعوها على صراحين وسلاطين فصل ويستثنى أيضا من قولنا يتوصل إلى مثال فعيعل وفعيعيل بما يتوصل به من الحذف إلى مثال مفاعل ومفاعيل ثمان مسائل جاءت في الظاهر على غير ذلك لكونها مختومة بشيء قدر انفصاله عن البنية وقدر التصغير واردا على ما قبل ذلك الشيء وذلك ما وقع بعض أربعة أحرف من ألف التأنيث ممدودة كقرفصاء أو تائه كحنظلة أو علامة نسب كعبقري أو ألف ونون زائدتين كزعفران وجلجلان أو علامة تثنية كمسلمين أو علامة جمع تصحيح للمذكر كجعفرين أو للمؤنث كمسلمات وكذلك عجز المضاف كامرئ القيس وعجز المركب كبعلبك فهذه كلها ثابتة في التصغير لتقديرها منفصلة وتقدير التصغير واقعا على ما قبله وأما في التكسير فإنك تحذف فتقول قرافص وحناظل وعباقرة وزعافرة وجلاجلة ولو ساغ تكسير البواقي لوجب الحذف إلا أن المضاف يكسر بلا حذف كما في التصغير تقول أمارئ القيس كما تقول أميرئ القيس لأنهما كلمتان كل منهما ذات إعراب يخصها فكان ينبغي للناظم ألا يستثنيه انتهى الوجه الأول تابعة كبردرايا وكذا الخامسة إن لم يتقدمها مدة كقرقرا فإن تقدمتها مدة حذفت أيهما شئتك حبارا وقريثا تقول حبيرا أو حبير وقريثا أو قريث فصل وإن كان ثاني المصغر لينا منقلبا عن لين رددته إلى أصله فترد ثاني نحو كيمة وديمة وميزان وباب إلى الواو ويرد ثاني نحو موقن وموسر وناب إلى الياء بخلاف ثاني نحو متعد فإنه غير لين فيقال متيعد لا مويعد خلافا للزجاج والفارسي وبخلاف ثاني نحو آدم فإنه عن غير لين فتقلب واوا كالألف الزائدة من نحو ضارب والمجهولة الأصل كصاب والصاب عصارة شجر مر كريه المذاق وقالوا في عيد عييد شذوذا كراهية لالتباسه بتصغير عود وهذا الحكم ثابت في التكسير الذي يتغير فيه الأول كموازين وأبواب وأنياب وأعواد بخلاف نحو قيم وديم فصل وإذا صغر ما حذف أحد أصوله وجب رد محذوفه إن كان قد بقي بعد الحذف على حرفين نحو كل وخذ ومذ أعلاما وسه ويد وحر تقول أكيل وأخيذ برد ألفاء ومنيذ وستيهة برد العين ويدية وحريح برد اللام وإذا سمي بما وضع ثنائيا فإن كان ثانيه صحيحا نحو هل وبل ولم يزد عليه شيء حتى يصغر فيجب أن يضعف أو يزاد عليه ياء فيقال هليل أو هلي وإن كان معتلا وجب التضعيف قبل التصغير فيقال في لو وكي وما أعلاما لو وكي بالتشديد وماء بالمد وذلك لأنك زدت على الألف ألفا فالتقى ألفاني فأبدلت الثانية من همزة فإذا صغرت أعطيت حكم دو وحي وماء فتقول لوي كما تقول دوي وأصلهما لوي ودوي وتقول كيي بثلاث ياءات كما تقول حيي وتقول موي كما تقول في تصغير الماء المشروب موي إلا أن هذا لمهها فرد إليها فصل وتصغير الترخيم أن تعمد إلى ذي الزيادة الصالحة للبقاء فتحذفها ثم توقع التصغير على أصوله ومن ثم لا يتأتى في نحو جعفر وصفرجل لتدردهما ولا في نحو متدحرج ومحرنجم لامتناع بقاء الزيادة فيهما لإخلالها بالزنة ولم يكن له إلا صيغتان هما فعيل كحميد في أقمد وحامد ومحمود وحمدون وحمدان وفعيعل كقريطس لا فعيعل لأنه ذو زيادة فصل وتلحق تاء التأنيث تصغير ما لا يلبس من مؤنث عار منها ثلاثي في الأصل وفي الحال نحو دار وسن وعين وأذن والأصل دون الحال نحو يد وكذا إن عرضت ثلاثيته بسبب التصغير كسماء مطلقا وحمراء وحبل مصغرين تصغير الترخيم بخلاف نحو شجر وبقر فلا تلحقهما التاء في من أنسهما لألا يلتبسا بالمفرد وبخلاف نحو خمس وست لألا يلتبسا بالعدد المذكر وبخلاف نحو زينب وسعاد لتجاوزهما للثلاثة وشذ ترك التاء في تصغير حرب وعرب ودرع ونعل ونحوهن مع ثلاثيتهن وعدم اللبس واجتلابها في تصغير وراء وأمام وقدام مع زيادتهن على الثلاثة فصل ولا يصغر من غير المتمكن إلا أربعة أفعل في التعدب وعليه قول الشاعر يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤلياء كن الضال والسمرين ولا يصغر من غير المتمكن إلا أربعة أفعل في التعدب والمركب المسجي كبعل بك وسيبويه في لغة من بناهما وأما من أعربهما فلا إشكالا وتصغيرهما تصغير المتمكن نحو ما أحيسنه وبعيل بك وسيي بيه وسيي بويه واسم الإشارة وسمع منه في خمس كلمات وهي ذا وتا وذان وتان وأولئي والاسم الموصول وسمع منه أيضا في خمس كلمات وهي الذي والتي وتثنيتهما وجمع الذي ويوافقن تصغير المتمكن في ثلاثة أمور اجتلاب الياء الساكنة والتزام كون ما قبلها مفتوحا ولزوم تكميل ما نقص منهن عن الثلاثة ويخالفنه في ثلاثة أيضا بقاء أولها على حركته الأصلية وزيادة ألف في الآخر عوضا عن ضم الأول وذلك في غير المختوم بزيادة تثنية أو جمع وأن الياء قد تقع ثانية وذلك في ذا وتا تقول ذيا وتيا والأصل ذيا وتيا فحذفت الياء الأولى وذيان وتيان وتقول أليا بالقصر في لغة من قصر وبالمد في لغة من مدى وتقول اللذيا واللتيا واللذيان واللذيان واللذيون وإذا أردت تصغير اللاتي صغرت اللتي فقلت اللتي ثم جمعت بالألف والتاء فقلت اللتيات واستغنوا بذلك عن تصغير اللتي واللائي على الأصح ولا يصغر ذي اتفاقا للإلباس ولا تيل الاستغناء بتصغير تاء خلافا لابن مالك في ذلك هذا باب النسب إذا أردت النسب إلى شيء فلابد لك من عملين في آخره أحدهما أن تزيد عليه ياء مشددة تصير حرف إعرابه والثاني أن تكسره فتقول في النسب إلى دمشق دمشقي ويحذف لهذه الياء أمور في الآخر وأمور متصلة بالآخر أما التي في الآخر فستة أحدها الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أخرف فصاعدا سواء كانت زائدتين أو كانت إحداهما زائدة والأخرى أصلية فالأول نحو كرسي وشافعي تقول في النسب إليهما كرسي وشافعي فيتحد لفظ المنسوب ولفظ المنسوب إليه ولكن يختلف التقدير ولهذا كان بخاتي علما لرجل غير منصرف فإذا نسب إليه انصرف والثاني نحو مرمي أصله مرموي ثم قلبت الواو ياء والضمة كثرة وأدغمت الياء في الياء فإذا نسبت إليه قلت مرمي وبعض العرب يحذف الأولى لزيادتها ويبقي الثانية لأصالتها ويقلبها ألفا ثم يقلب الألف واوا فيقول مرموي وإن وقعت الياء المشددة بعد حرفين حذفت الأولى فقط وقلبت الثانية ألفا ثم قلبت الألف واوا فتقول في أمية أموي وإن وقعت بعض حرف لم تحذف واحدة منهما بل تفتح الأولى وتردها إلى الواو إن كان أصلها الواو وتقلب الثانية واوا فتقول في طي وحي طووي وحيوي الثاني تاء التأنيث تقول في مكة مكي وقول المتكلمين في ذاتي وقول العامة في الخليفة خليفتي لحن وصوابوما ذووي وخليفي الثالث الألف إن كانت متجاوزة للأربعة أو أربعة متحركا ثاني كلمتها فالأول يقع في ألف التأنيث كحبارة وفي ألف الإلحاق كحبركا والحبركا القراد قالت الخنساء ولست بمرضع ثدي حبركا أبوه من بني جشم بن بكري فالأول يقع في ألف التأنيث كحبارة وألف الإلحاق كحبركا فإنه ملحق بصفرجل والألف المنقلبة عن أصل كمصطفى والثاني لا يقع إلا في ألف التأنيث كجمزا وأما الساكن ثاني كلمتها فيجوز فيها القلب والحذف والأرجح في التي للتأنيث كحبل الحذف وفي التي للإلحاق كعلقا والمنقلبة عن أصل كملها القلب والقلب في نحو ملها خير منه في نحو علقا والحذف بالعكس الرابع ياء المنقوص المتجاوزة أربعة كمعتد ومستعل فأما الرابعة كقاض فكألف المقصور الرابعة في نحو مسعى وملها ولكن الحذف أرجح وليس في الثالث من ألف المقصور كفتى وعصا وياء المنقوص كعام وشج إلا القلب واوى وحيث قلبنا الياء واوى فلابد من تقدم فتح ما قبلها ويجب قلب الكسرة فتحة في فاعل كنامر وفعل كدئل وفعل كإبل الخامس والسادس علامة التثنية وعلامة جمع تصحيح المذكر فتقول في زيدان وزيدون علمين معربين بالحروف زيدي فأما قبل التسمية فإنما ينسب إلى مفردهما ومن أجرى زيدان علما مجرى سلمان وقال ألا يا ديار الحي بالسبعان قال زيداني ومن أجرى زيدون علما مجرى غسلين قال زيديني ومن أجراه مجرى هارون ومجرى عربون أو ألزمه الواوى وفتح النون قال زيدوني فنحو طمرات إن كان باقيا على جمعيته فالنسب إلى مفرده فيقال تمري بالإسكان وإن كان علما فمن حكى إعرابه نسب إليه على لفظه ومن منع صرفه نزل تاءه منزلة تاء مكة وألفه منزلة ألف جمزا فحذفهما وقال تمري بالفتح وأما نحو ضخمات ففي ألفه القلب والحذف لأنها كألف حبلا وليس في ألف نحو مسلمات وصرادقات إلا الحذف وأما الأمور المتصلة بالآخر فستة أيضا أحدها الياء المكسورة المدغمة فيها ياء أخرى فيقال في طيب وهين طيبي وهيني بحذف الياء الثانية بخلاف نحوه بيخ لانفتاح الياء وبخلاف نحو مهييم لانفصال الياء المكسورة من الآخر بالياء الساكنة وكان القياس أن يقال في طيئ طيئي ولكنهم بعد الحذف قلب الياء الباقية ألفا على غير قياس فقالوا طائي الثانية ياء فعيلة كحنيفة وصحيفة تحذف منه تاء التأنيف أولا ثم تحذف الياء ثم تقلب الكسرة فتحة فتقول حنفي وصحفي وشذ قولهم في السليقة سليقي وفي عميرة كلب عميري ولا يجوز حذف الياء في نحو طويلة لان العين معتلة فكان يلزم قلبها ألفا لتحركها وتحرك ما بعدها وانفتاح ما قبلها فيكثر التغيير ولا في نحو جليلة لان العين مضعفة فيلتقي بعد الحذف مثلان فيثقل الثالث ياء فعيلة كجهينة وقريضة تحذف تاء التأنيف أولا ثم تحذف الياء فتقول جهني وقرضي وشذ قولهم في ردينة رديني ولا يجوز ذلك في نحو قليلة لان العين مضعفة الرابع واو فعولة كشنوأة تحذف تاء التأنيف ثم تحذف الواوة ثم تقلب الضمة فتحة فتقول شنائي ولا يجوز ذلك في قولة لا اعتلال العين ولا في نحو ملولة لأجل التضعيف الخامس ياء فعيل المعتل اللام نحو غني وعلي تحذف الياء الأولى ثم تقلب الكسرة فتحة ثم تقلب الياء الثانية ألفا ثم تقلب الواوة فتقول غنوي وعلوي السادس ياء فعيل المعتل اللام نحو قصي تحذف الياء الأولى ثم تقلب الياء الثانية ألفا ثم تقلب الالف واوة فتقول قصوي وهذا للنوعان مفهومان مما تقدم ولكنهما إنما ذكرا هنا استطراضا وهذا موضعهما ومن هذا قول الشاعر ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب فإن كان فعيل وفعيل صحيح اللام لم يحذف منهما شيء وشذ قولهم في ثقيف وقريش ثقافي وقرشي فصل حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية فإن كانت للتأنيف قلبت واوا كصخراوي أو أصلا سلمت نحو قرائي للأول الإلحاق أو بدلا من أصل فالوجهان فتقول كسائي وكساوي وعلباوي وعلبائي فصل ينسب إلى صدر المركب إن كان التركيب إسناديا كتأبطي وبرقي في طأبط شرا وبرق نحره أو مسجيا كبعلي ومعدي أو معدوي في بعل بكة ومعدي كرب أو إضافيا كمرئي أو مرئي في امرئ القيس إلا إن كان كنيتا كأبي بكر وأم كلثوم أو معرفا صدره بعجزيه كابن عمر وابن الزبير فإنك تنسب إلى عجزيه فتقول بكري وكلثومي وعمري وربما ألحق بهما ما خيف فيه اللبس كقولهم في عبد الأشهل أشهلي وفي عبد مناف منافي تعليق وربما نحتوا من صدر المركب وعجزيه اسما على مثال جعفر فنسبوا إليه قالوا في النسب إلى عبد الدار وعبد القيس وامري القيس وعبد شمس عبدري وعبقسي ومرقسي وعبشمي ومن ذلك قول عبد يغوث ابن وقاص الحارثي وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا فصل وإذا نسبت إلى ما حذفت لامه رددتها وجوبا في مسألتين إحداها أن تكون العين معتلة كشات أصلها شوهة بدليل قولهم شياه فتقول شاهي وأبو الحسن يقول شوهي لأنه يرد الكلمة بعد رد محذوفها إلى سكونها الأصلي الثاني أن تكون اللام قد ردت في تثنية كأب وأبوان أو في جمع تصحيح كسنة وسنوات أو سنهات فتقول أبوي وسنوي أو سنهي وتقول في ذو وذات ذووي لأمرين اعتلال العين ورد اللام في تثنية ذات نحو ذوات أثنان وتقول في أخت أخوي كما تقول في أخ وتقول في بنت بنوي كما تقول في ابن إذا رددت محذوفه لقولهم أخوات وبنات بحذف التاء والرد إلى صيغة المذكر الأصلية وسره أن الصيغة كلها للتأنيف فوجب ردها إلى صيغة المذكر كما وجب حذف التاء في مكي وبصري ومسلمات ويونس يقول فيهما أختي وبنتي محتجا بأن التاء لغير التأنيف لأن ما قبلها ساكن صحيح ولأنها لا تبدل في الوقف هاء وذلك مسلم ولكنهم عاملوا صيغتهما معاملة تاء التأنيف بدليل مسألة الجمع ويجوز رد اللام وتركها فيما عدى ذلك نحو يد ودام وشافة تقول يدوي أو يدي ودموي أو دمي وشفي أو شفهي قاله الجوهري وغيره وقول ابن الخباز إنه لم يسمع إلا شفهي بالرد لا يدفع ما قلناه إن سلمناه فالمسألة قياسية لا سماعية ومن قال إن لام هواه فإنه يقول إذا رد شفوي والصواب ما قدمناه بدليل شافهت والشفاه وتقول في ابن واسم ابني واسمي فإن رددت اللام قلت بنوي وسموي بإسقاط الهمزة لألا يجمع بين العوض والمعوض عنه وإذا نسبت إلى ما حذفت فاؤه أو عينه رددتهما وجوبا في مسألة وهي أن تكون اللام معتلة كيرى علما وكشية فتقول في يرى يرأي بفتحتين فكسرة على قول سيبويه في إبقاء الحركة بعض الرد وذلك لأنه يصير يرأى بوزن جمزا فيجب حينئذ حذف الألف وقياس قول أبي الحسن يرئي أو يرأوي كما تقول ملهي وملهوي وتقول في شية على قول سيبويه وشوي وذلك لأنك لما ردت الواو صار الوشي بكسرتين الوشي كإبل فقلبت الثانية فتحة كما تفعل في إبل فانقلبت الياء ألفا ثم الألفواوا وعلى قول أبي الحسن وشهي ويمتنع الرد في غير ذلك فتقول في سه وعدة وأصله ما سته ووعد بدليل أسناه والوعد سهي لا ستهي وعدي لا وعدي لأن لا مهما صحيحة وإذا سميت بثنائي الوضع معتل الثاني ضعفته قبل النسب فتقول في لو كي علمين لو وكي بالتشديد فيهما وتقول في لا علما لاء بالمد فإذا نسبت إليهن قلت لوي وكيوي ولائي أولاوي كما تقول في النسب إلى الدو والحي والكساء دوي وحيوي وكسائي أو كساوي فصله وينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها إن أشباهت الواحدة بكونها اسم جمع كقومي ورطي أو اسم جنس كشجري أو جمع تكسير لا واحد له كأبابيلي أو جاريا مجر العلم كأنصاري وأما نحو كلاب وأنمار علمين فليس مما نحن فيه لأنه واحد فالنسب إلي على لفظه من غير شبهة وفي غير ذلك يرد المكسر إلى مفرده ثم ينسب إليه فتقول في النسب إلى فرائض وقبائل وحمر فرضي قبلي بفتح أولهما وثانهما وأحمري وحمراوي فصل وقد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه على فعال وذلك غالب في الحرف كبزاز ونجار وعواج وعطار وشذ قوله وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال أي بذي نبل وحمل عليه قوم وما ربك بظلام للعبيد أو على فاعل أو على فاعل بمعنى ذي كذا فالأول كتامر ولابن وطاعم وكاس والثاني كطعم ولبن ونهر قال الشاعر لست بليلي ولكني نهر لا أدلج الليلة ولكن أبتكر فصل وما خرج عما قررناه في هذا الباب فشاذ كقولهم أموي بالفتح وبصري بالكسر ودهري للشيخ الكبير بالضم ومروزي بزيادة الزاي وبدوي بحذف الألف وجلولي وحروري بحذف الألف والهمزة انتهى الشريط الخامس عشر وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس عشر من الكتاب هذا باب الوقف إذا وقفت على منون فأرجح اللغات وأكثرها أن يحذف تنوينه بعد الضمة والقصرة كهذا زيد ومررت بزيد وأن يبدل ألفاً بعد الفتحة إعرابية كانت كرأيت جيداً أو بنائية كإيها وويها وشبهوا إذن بالمنون المنصوب فأبدلوا نونها في الوقف ألفاً هذا قول الجمهور وزعم بعضهم أن الوقف عليها بالنون واختاره ابن عصفور وإجماع القراء السبعة على خلافه وإذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مفتوحة ثبتت صلتها وهي الألف كرأيتها ومررت بها وإن كانت مضمومة أو مقصورة حذفت صلتها وهي الواو والياء كرأيته ومررت به إلا في الضرورة فيجوز إثباتها كقوله ومهما مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه وقوله تجاوزت هنداً رغبة عن قتاله إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره وإذا وقف على المنقوص وجب إثبات يائه في ثلاث مسائه إحداها أن يكون محذوف الفاء كما إذا سميت بمضارع وفا أو وعا فإنك تقول هذا يفي هذا يعي بالإثبات لأن أصلهما يوفي ويوعي فحذفت فاءهما فلو حذفت لامهما لكان إجحافاً بهما الثانية أن يكون محذوف العين نحو مر اسم فاعل من أرى وأصله مرئي بوزن مرئي فنقلت حركة عينه وهي الهمزة إلى الرأي ثم أسقطت ولم يجز حذف الياء في الوقف لما ذكرنا الثالثة أن يكون منصوباً منوناً نحو ربنا إننا سمعنا منادياً أو غير منوّن نحو كلا إذا بلغت الطراق فإن كان مرفوعاً أو مجروراً جازا إثبات يائه وحذفها ولكن الأرجح في المنوّن الحذف نحو هذا قاض ومررت بقاض وقرأ ابن كثير ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي والأرجح في غير المنوّن الإثبات كهذا القاضي ومررت بالقاضي فصل ولك في الوقف على المحرك الذي ليس هاء التأنيث خمسة أحدها أن تقف بالسكون وهو الأصل ويتعين ذلك في الوقف على تاء التأنيث والثاني أن تقف بالروم وهو إخفاء الصوت بالحركة ويجوز في الحركات كلها خلافاً للفراء في منعيه إياه في الفتحة وأكثر القراء على اختيار قوله والثالث أن تقف بالإشمام ويختص بالمضموم وحقيقته الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصوير فإنما يدركه البصير دون الأعمى والرابع أن تقف بتضعيف الحرف الموقوف عليه نحو هذا خالد وهو يجعل وهو لغة سعدية وشرطه خمسة أمور وهي ألا يكون الموقوف عليه همزة كخطأ ورشأ ولا ياء كالقاضي ولا واو كيدعو ولا ألف كيخشى ولا تالياً لسكون كزيد وعمر والخامس أن تقف بنقل حركة الحرف إلى ما قبله كقراءة بعضهم وتوافوا بالصبر وكقوله أنا ابن ماوية إذا جداً نقر وجاءت الخيل أثافية زمر وشرطه خمسة أمور أيضاً وهي أن يكون ما قبل الآخر ساكناً وأن يكون ذلك الساكن لا يتعذر تحريكه ولا يستثقل وألا تكون الحركة فتحه وألا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له فلا يجوز النقل في نحو هذا جعفر لتحرك ما قبله ولا في نحو إنسان ويشد ويقول ويبيع لأن الألف والمدغم لا يقبلان الحركة والواو المضموم ما قبلها والياء المقصور ما قبلها تستثقل الحركة عليهما ولا يجوز في نحو سمعت العلم لأن الحركة فتحه وأجاز ذلك القوفيون والأخفش ولا في نحو هذا علم لأنه ليس في العربية فعل بكسر أوله وضم ثانيه ويختص الشرطان الأخيران بغير المهموز فيجوز النقل في نحو لله الذي يخرج الخبآ وإن كانت الحركة فتحه وفي نحو هذا ردء وإن أدى النقل إلى صيغة فعل ومن لم يثبت في أوزان لسم فعل بضم فكسر وزعم أن الدئل منقول عن الفعل لم يجز في نحو بقفل النقل ويجيزه في نحو ببطء لأنه مهموز فصل وإذا وقفت على تاء التأنيث التزمت التاء إن كانت متصلة بحرف كثمة أو فعل كقامت أو باسم وقبلها ساكن صحيح كأخت وبنت وجاز إبقاؤها وإبدالها إن كان قبلها حركة نحو طمرة وشجرة أو ساكن معتل نحو صلاة ومسلمات لكن الأرجح في جمع التصحيح كمسلمات وفيما أشبه وهو اسم الجمع وما سمي به من الجمع تحقيقا أو تقديرا فالأول أولاد والثاني كعرفات وأذرعات والثالث كائهات فإنها في التقدير جمع هيهية ثم سمي بها الفعل الوقف بالتاء ومن الوقف بالإبدال قولهم كيف الإخوة والأخواه وقولهم دفن البناه من المكرماه وقرأ الكسائي والبزي هيها والأرجح في غيرهم الوقف بالإبدال ومن الوقف بطركه قراءة نافع وابن عامر وحمزة إن شجرت الزقوم وقال الشاعر والله أن جاك بكثي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت كانت نفوس القوم عند الغلص مت وكادت الحرة أن تدعى أمت فصل ومن خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت ولها ثلاثة مواضع أحدها الفعل المعل بحذف آخره سواء كان الحذف للجزم نحو لم يغزه ولم يخشه ولم يرمه ومنه لم يتسنه أو لأدل البناء نحو اغزه اخشه ارمه ومنه فبهداه مقتده والهاء في ذلك كله جائزة لا واجبة إلا في مسألة واحدة وهي أن يكون الفعل قد بقي على حرف واحد كالأمر من وعايعه فإنك تقول عه قال الناظم وكذا إذا بقي على حرفين أحدهما زائد نحو لم يعه انتهى وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على نحو ولم أكو ومن تقي بطرك الهاء الثاني ما لاستفهاميات المجرورة وذلك أنه يجب حرف ألفها إذا جرت إذا جرت نحو عم وفيما ومجيء ما جئتا وفرقا وفرقا بينها وبين ما الخبرية في مثل هذا أتوا بالهاء تقول سألت عما سألت عنه فإذا وقفت عليها ألحقتها الهاء حفظا للفتحة الدالة على الألف ووجبت إن كان الخافض اسما كقولك في مجيء ما جئتا واختضاء ما اقتضاء مجيء ما واقتضاء ما وترجحت إن كان حرفا نحو عما يتساءلون وبها قرأ البزي الثالث كل مبني على حركة بناء دائما ولم يشبه المعرب وذلك كياء المتكلم وكهي وهو في من فتعهن وفي التنزيل ماهية مالية سلطانية وقال الشاعر فما إن يقال له من هوه إذا ما ترعرع فينا الغلام فما إن يقال له من هوه ولا تدخل في نحو جاء زيد لأنه معرب ولا في نحو ضرب ولم يضرب لأنه ساكن ولا في نحو لا رجل ويا زيد ومن قبل ومن بعد لأن بناءهن عارض وشذ قوله أرمض من تحت وأضحى من علوه فلحقت ما بني بناء عارضا فإن علو من باب قبل وبعد قاله الفارسي والناظم وفيه بحث مذكور في باب الإضافة ولا في الفعل الماضي كضرب وقعد للمشابهته للمضارع في وقوعه صفة وصلة وخبرا وحالا وشرطا مسألة قد يعطى الوصل حكم الوقف وذلك قليل في الكلام كثير في الشعر فمن الأول قراءة غير حمزة والكسائي لم يتسنه فبهداه مقتده قل بإثبات هاء السكت في الضرج ومن الثاني قوله مثل الحريق وافق القصبا وأصل الأبيات لقد خشيت أن أراج دبا في عامنا ذا بعد ما أقصبا إن الدبا فوق المتون دبا كأنه السيل إذا سلحبا أو الحريق وافق القصبا وأصل ذلك القصب بتكفيف الباء فقدر الوقف عليها فشددها على حد قولهم في الوقف هذا خالد بالتشديد ثم أتى بحرف الإطلاق وهو الألف وبقي تضعيف الياء هذا باب الإمالة وهي أن تذهب بالفتحة إلى جهة الكسرة فإن كان بعدها ألف ذهبت إلى جهة الياء كالفتى وإلا فالممال الفتحة وحدها كنعمة وبصحر وللإمالة أسباب تقتضيها وموانع تعارض تلك الأسباب وموانع لهذه الموانع تحول بينها وبين المن أما الأسباب فثمانية أحدها كون الألف مبدلة من ياء متطرفة مثاله في الأسماء الفتى والهدى ومثاله في الأفعال هدى واشترى ولا يمال نحو ناب مع أن ألفه عن ياء بدليل قولهم أن ياب لعدم التطرف وإنما أميل نحو فتاة ونواة لأن تاء التأنيث في تقدير الانفصال الثاني كون الياء تخلفها في بعض التصاريف كألف ملها وأرطى وحبلة وغزاة فهذه وشبهها تمال لقولهم في التثنية ملهيان وأرطيان وحبليان وفي الجمع حبليات وفي البناء للمفعول غزيا وعلى هذا فيشكل قول الناظم إن إمالة ألف تلا في قوله تعالى والقمر إذا تلاها لمناسبة إمالة ألف جلاها وقوله وقول ابنه إن إمالة ألف سجا لمناسبة إمالة ألف قلا بل إمالتهما لقولك قليا وسجيا ويستثنى من ذلك ما رجوعه إلى الياء مختص بلغة شاذة أو بسبب ممازجة الألف لحرف زائد فالأول كرجوع ألف عصى وقفى إلى الياء في قوله ذيل إذا أضافوهما إلى ياء المتكلم عصية وقفية والثاني كرجوعها إليها إذا صغر فقيل عصية وقفي أو جمع على فعول فقيل عصي وقفي الثالث كون الألف مبدلة من عين فعل يقول عند إسناده إلى التائه إلى قولك قلت بكسر الفاء سواء كانت تلك الألف منقلبة عني إن نحو باع وكال وهابة أم عنواو مقصورة كخافة وآد ومات في لغة من قال ميت بالكسر بخلاف نحو قال وطال ومات في لغة الضم الرابع وقوع الألف قبل الياء كبايعته وسايرته وقد أهمله الناظم والأكفرون الخامس وقوعها بعد الياء متصلة كبيان أو منفصلة بحرف كشيبان وجادت يداه أو بحرفين أحدهما الهاء نحو دخلت بيتها السادس وقوع الألف قبل الكسرة نحو عالم وكاتب السابع وقوعها بعدها منفصلة إما بحرف نحو كتاب وسلاح أو بحرفين أحدهما هاء نحو يريد أن يضربها أو ساكن نحو شملال وسرداح أو بهذين وبالهاء نحو درها ما كأنفقا الثامن إرادة التناسب وذلك إذا وقعت الألف بعد ألف في كلمتها أو في كلمة قارنتها قد أميلتا لسبب فالأول كرأيت عمادا وقرأت كتابا والثاني كقراءة أبي عمر والأخوين والضحي والليل إذا سجى بالإمالة مع أن ألفها عنواو الضحوة لمناسبة ألف سجى وقلى وما بعدهما وأما الموانع فثمانية أيضا وهي الراء وأحرف الاستعلاء السبعة وهي الخاء والغين المعجمتان والصاد والضاد والطاء والضاء والقاف وشرط المنع بالراء أمران كونها غير مكسورة واتصالها بالألف إما قبلها نحو فراش وراشد أو بعدها نحو هذا حمار ورأيت حمارا وبعضهم يجعل المؤخرة المفصولة بحرف نحو هذا كافر كالمتصلة وشرط الاستعلاء المتقدم على الألف أن يتصل بها نحو صالح وضامن وطالب وظالم وغالب وخالد وقاسم أو ينفصل بحرف نحو غنائم إلا إن كان مكسورا نحو طلاب وغلاب وخيام وصيام فإن أهل الإمالة يميلونه وكذلك الساكن بعد كسرة نحو مصباح وإصلاح ومطواع ومقلات وهي التي لا يعيش لها ولد قال الشاعر بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات النزور ومن العرب من لا ينزل هذه منزلة المكسور وشرط المؤخر عنها كونه إما متصلا كساخر وحاطب وحاضل وناقف أو منفصلا بحرف كنافق ونافخ وناعق وبالغ أو بحرفين كمواثيق ومناشيط وبعضهم يميل هذا التراخي هذا لتراخي الاستعلاء وشرط الإمالة التي يكفها المانع ألا يكون سببها كسرة مقدرة ولا ياء مقدرة فإن السبب المقدرة هنا لكونه موجودا في نفس الألف أقوى من الظاهر لكونه إما متقدما عليها أو متأخرا عنها فمن ثم أميل نحو خاف وطاب وحاق وزاغ مسألة يؤثر مانع الإمالة إن كان منفصل ولا يؤثر سببها إلا متصلا فلا يمال نحو أتى قاسم لوجود القاف ولا نحو لزيد مال لانفصال السبب هذا ملخص كلام الناظم وابنه وعليه معطراض من وجهه أحدهما أنهما مثلا بأتى قاسم مع اعترافهما بأن الياء المقدرة لا يؤثر فيها المانع والاستعلاء في هذا النوع لو اتصل لم يؤثر والمثال الجيد كتاب قاسم والثاني أن نصوص النحويين مخالفة لما ذكر من الحكمين قال ابن عصفور في مقربه بعد أن ذكر أسباب الإمالة ما نصه وسواء كانت الكسرة متصلة أم منفصلة نحو لزيد مال إلا أن إمالة المتصلة كائنة ما كانت أقوى وقال أيضا وإذا كان حرف الاستعلاء منفصلا عن الكلمة لم يمنع الإمالة إلا فيما أميل لكسرة عارضة نحو بمال قاسم أو فيما أميل من الألفات التي هي صلاة الضمائر نحو أراد أن يعرفها قبل انتهى ولولا ما في شرح الكافية لحملت قوله في النظم والكف قد يوجبه ما ينفصل على هاتين الصورتين لإشعار قد يفعل في عرف المصنفين بالتقليل وأما مانع المانع فهو الراء المكسورة المجاورة فإنها تمنع المستعلية والراء أن يمنعا ولهذا أميل وعلى أبصارهم وإذ هما في الغار مع وجود الصاد والغيل وإن كتاب الأبرار مع وجود الراء المفتوحة ودار القرار مع وجودهما وبعضهم يجعل المنفصلة بحرف كالمتصلة سمع سيبويه الإمالة في قوله عصى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون الرباب سكوبي فصل تمال الفتحة قبل حرف من ثلاثة أحدها الألف وقد مضت وشرطها ألا تكون في حرف ولسم يشبه فلا تمال إلا لأجل الكثرة ولا نحو على للرجوع إلى الياء في نحو عليك وعليه ولا إلا لاجتماع الأمرين فيها ويستثنى من ذلك ها ونا خاصة فإنهم طردوا الإمالة فيهما فقالوا مر بنا وبها ونظر إلينا وإليها وأما إمالتهم أنا ومتى وبلا ولا في قولهم افعل هذا إمالة فشاذ من وجهين عدم التمكن وانتفاء السبب والثاني الراء بشرط كونها مكسورة وكون الفتحة في غيرياء وكونهما متصلين نحو من الكبر أو منفصلين بساكن غيرياء نحو من عمر بخلاف نحو أعوذ بالله من الغير ومن قبح السير ومن غيرك واستراط الناظم تطرف الراء مردود بنصوص سيبويه على إمالتهم فتحة الطائم من قولهم رأيت خط رياحه والثالث هاء التأنيث وإنما يكون هذا في الوقف خاصة كرحمة ونعمة لأنهم شبهوا هاء التأنيث بألفه لاتفاقهما في المخرج والمعنى والزيادة والتطرف والاختصاص بالأسماء وعن الكسائي إمالتها السكت أيضا نحو كتابية والصحيح المنع خلافا لثعلب وابن الأنباري هذا باب التصريف وتغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي فالأول كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف والثاني كتغيير قول وغزو إلى قال وغزى ولهذين التغييرين أحكام كالصحة والإعلال وتسمى تلك الأحكام علم التصريف ولا يدخل التصريف في الحروف ولا فيما أشبهها وهي الأسماء المتوغلة في البناء والأفعال الجامدة فلذلك لا يدخل فيما كان على حرف أو حرفين إذ لا يكون كذلك إلا الحرف كباء الجر ولامه وقد وبل وما أشبع الحرف كتاء قمت ونام قمنا وأما ما وضع على أكثر من حرفين ثم حذف بعضه فيدخله التصريف نحو يد ودام في الأسماء ونحو كئ زيدا وقم وبع في الأفعال فصل ينقسم الاسم إلى مجرد من الزوائد وأقلوه الثلاثي كرجل وغايته الخماسي كسفرجل وما بينهما الرباعي كجعفر وإلى مزيد فيه وغايته سبعة كاستخراج وأمثلته كثيرة في قول سيبويه لا تليق بهذا المختصر وأبنية الثلاثي أحد عشر والقسمة تقتضي ثم عشر لأن الأول واجب الحركة والحركات ثلاث والثاني يكون محركا وساكنا فإذا ضربت ثلاثة أحوال الأول في أربعة أحوال الثاني خرج من ذلك اثنى عشر وأمثلتها فلس فرس كتف عضض حبر عنب إبل قفل صرد دؤل عنق والمهمل منها فعل وأما قراءة أب السمال والسماء ذات الحبك بكسر الحاء وضم الباء فقيل لم تثبت وقيل أتبع الحاء للتاء من ذاتي والأصل حبك بضمتين وقيل على التداخل في حرفي الكلمة إذ يقال حبك بضمتين وحبك بكسرتين وزعم قوم إهمال فعل أيضا وأجابوا عن دؤل ورؤيم بأنهما منقلان من الفعل واحتج المثبتون بوعل لغة في الوعل وإنما أهمل أو قل لقصدهم تخصيصه بفعل المفعول والرباعي المجرد مفتوح الأول والثالث كجعفر ومكسورهما كزبرد ومضمومهما كدملد ومكسور الأول مفتوح الثاني كفطح ومكسور الأول مفتوح الثالث كدرهم وزاد الأخفش والكوفيون مضموم الأول مفتوح الثالث كجخدب والمختار أنه فرع من مضمومها ولم يسمع في شيء إلا وسمع فيه الضم كجخدب وطحلب وجرشع ولم يسمع في برثن وبرجد وعرفط إلا الضم وللخماسي المجرد أربعة أمثلتها سفرجل جحمرش فرطعب قذعمل فجملة الأوزان المتفق عليها عشرون وما خرج عما ذكرناه من الأسماء العربية الوضع فهو مفرع عنها إما بزيادة كمنطلق ومحنجم أو بنقص أصل كيد ودم أو بنقص حرف زائد كعلابط أصله علابط بدليل أنهم نطقوا به وأنهم لا يوالون بين أربع محركات أو بتغيير شكل كتغير مضموم الأول والثالث بفتح ثالثه في نحو الجخدب وبكسر أوله في نحو خرفع وكتغيير مكسور ما بضم ثالثه في نحو زؤبر وأما صرخس وبلخش فأعجميان فصل وأنقسم الفعل إلى مجرد وأقله ثلاثة كضرب وأكثره أربعة كضخرج وإلى مزيد فيه وغايته ستة كاستخرج وأوزانه كثيرة وأوزان الثلاثي ثلاثة كضرب وعالم وظرف وأما نحو ضرب بضم أوله وكسر ثانيه فمن قال إنه وزن أصلي مستدلا بأن نحو جن وبهت وطل دمه وأهدر وأولع بكذا وعني بحاجته بمعنى اعتنى بها وزهي علينا بمعنى تكبر لم تستعمل إلا مبنية للمفعول عده رابعا ومن قال إنه فرع عن فعل الفاعل مستدلا بطرق الإضغام في نحو سويرة لم يعده انتهى الوجه الأول وللرباعي وزن واحد كبحرج ويأتي في دحرج بالضم الخلاف في فعل المفعول فصل في كيفية الوزن ويسمى التمثيل تقابل الأصول بالفائث العين فلام معطاطا ما لموزونها من تحرك وسكون فيقال في فلس فعل وفي ضرب فعل وكذلك في قام وشد لأن أصلهما قوام وشدد وفي علم فعلا وكذلك في هاب وملا وفي ظرف فعلا وكذلك في طال وحبا فإن بقي من أصول الكلمة شيء زدت لا من ثانية في الرباع فقلت في جعفر فعل وثانية وثالثة في الخماس فقلت في جحمرش فعل ويقابل الزائد بلفظه فيقال في أكرم وبيطر وجهور أفعل وفيعل وفعول وفي اقتضر افتعل وكذلك في استضر وادكر لأن الأصل استبر واذتكر وفي استخرج استفعل إلا أن الزائد إذا كان تكرارا لأصل فإنه يقابل عند الجمهور بما قوبل به ذلك الأصل كقولهم في حلكيت وسحنون وغدودن فعليل وفعلول وفعوا على وإذا كان في الموزون تحويل أو حذف أتيت بمثله في الميزان فتقول في ناء فلع لأنه من ناء وفي الحادي عالف لأنه من الوحدة وتقول في يهب يعل وفي بعفل وفي قاض ثاعل فصل فيما تعرف به الأصول والزوائد قال الناظم رحمه الله والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي وفي التعريفين نظر أما الأول فلأن الواو من كوكب والنون من قرنفل زائدتان كما ستعرفه مع أنهما لا يسقطان وأما الثاني فلأن الفاء من وعد والعين من قال واللام من غزى أصول مع سقوطهن في يعد وقل ولم يغزو وتحوير القول فيما تعرف به الزوائد أن يقال وتحرير القول فيما تعرف به الزوائد أن يقال اعلم أنه لا يحكم على حرف بالزيادة حتى تزيد بقية أحرف الكلمة على أصلاه ثم الزائد نوعان تكرار لأصل وغيره فالأول لا يغتص بأحرف بعينها وشرطه أن يماثل اللام كجلباب وجلباب أو العين إما مع الاتصال كقتل أو مع الانفصال بزائد كعق كعقنقل أو تماثل الفاء والعين كمرمريس أو العين واللام كصمخمخ وأما الذي يماثل الفاء وحدها كقرقف وسندس أو العين المفصولة بأصل كحضرد فأصلي وإذا بني الرباعي من حرفين فإن لم يصح إسقاط ثالثه فالجميع أصل كسمسم وإن صح كلملمة ولمة فقال الكوفيون ذلك الثالث زائد مبدل من حرف مماثل للثاني وقال الزجاد زائد غير مبدل من شيء وقال بقية البصريين أصل والنوع الثاني مختص بأحرف عشرة جمعها الناظم في بيت واحد أربع مرات قال هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل فتزاد الألف بشرط أن تصخب أكثر من أصلين كضارب وعماد وغضب وسلام بخلاف نحو قال وغزى وتزاد الوو ولياء بثلاثة شروط أحدها ما ذكر في الألف والثاني ألا تكون الكلمة من باب سمسم والثالث ألا تتصدر الوو مطلقا وللياء قبل أربعة أصول في غير مضارع وذلك نحو صيراف وجوهر وقضيب وعجوز وحذرية وعرقوة بخلاف نحو بيت وصوت وبؤبؤ أو يؤيؤ ووعوعة وورنتل ويستعور وتزاد الميم بثلاثة سروط أيضا وهي أن تتصدر ويتأخر عنها ثلاثة أصول فقط وأن لا تلزم في الاشتقاق وذلك نحو مسجد ومنسج بخلاف نحو ضرغام ومهد ومرزجوش ومرعز فإنهم قالوا ثوب ممرعز فأثبتوها في الاشتقاق وتزاد الهمزة المصدرة بالشرطين الأولين نحو أفكل وأفضل بخلاف نحو كنأبيل وأكل وإصطبل وتزاد المتطرفة بشرطين وهما أن تسبقها ألف وأن تسبق تلك الألف بأكثر من أصلين نحو حمراء وعلباء وقرفصاء بخلاف نحو ماء وشاء وبناء وأبناء وتزاد النون متأخرة بالشرطين نحو عثمان وغضان بخلاف نحو أمان وسنان وتزاد متوسطة بثلاثة شروط أن يكون توسطها بين أربعة بالسوية وأن تكون ساكنة وأن تكون غير مضغمة وذلك كغضنفر وعقنقل وقرنفل وحبنط وورنتل بخلاف نحو عنبر وغرنيق وعجنس وتزاد مصدرة في المضارع وتزاد التاء في التأنيف كقائمة والمضارع كتقوم والمطاوعي كتعلم وتضحرج كتعلم وتضحرج والاستفعال والتفعل والافتعال وفروعهن وتزاد السين في الاستفعال وأهملها الناظم وابنه وزيادة الهاء واللام قليلة كأمهات وأهراق وطيسل للكثير بدليل سقوطها في الأمومة والإراقة والطيس وأما تمثيل الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء بنحو لمه ولم طره وللام بنحو ذلك وتلك فمردود لأن كل من هاء السكت ولام البعد كلمة برأسها وليست جزءا من غيرها وما خلى من هذه القيود حكم بأصالته إلا إن قامت حجة على زيادته فلذلك حكم بزيادة همزتي شمأل وحبنطأ وميمي ظلامص وابن من ونوني حنيظ حنظل وسمبل وتاء ملكوت وعفريت وسين قدموس وأصطاع لسقوطها في الشمول والخبط والضلاصة والبنوة والملك والعفر بفتح أوله وهو الطراب والقدم والطاعة وفي قولهم حضلة الإبل إذا آذاها أكل الحنظل وأسبل الضرع وبزيادة نوني نرجس وهندلع وتاء طنضب وتخيب لانتفاء فعلل وفعلل 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 فصل في زيادة همزة الوسط وهي همزة سابقة موجودة في الابتداء مفقودة في الضرج ولا تكون في مضارع مطلقا ولا حرف غير أل ولا في ماض ثلاثي كأمر وأخذ ولا رباعي كأكرم وأعطى بل في الخماسي كانطلق والسداسي كاستخرج وفي أمرهما وأمر الثلاثي كضرب ولا في اسم إلا في مصادر الخماسي والسداسي كالانطلاق والاستخراج قالوا وفي عشرة أسماء محفوظة ويسم وست وابن وابنم وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان ويمون المخصوص بالقسم وينبغي أن يزيد أل الموصولة ويم لغة في أيمن فإن قالوا هي أيمن فحذفت اللام قلنا وابنم لهمزة الوصل بالنسبة إلى حركتها سبع حالات وجوب الفتح في المبدوء بها أل ووجوب الضم كمطلق واستخرج مبنيين للمفعول وفي أمر الثلاثي المضموم العين في الأصل نحو وقت الأكتب بخلاف إنشو أقدو وردحان الضم على الكسر فيما عرض جعل ضمة عينه كسرة نحو أغزي قاله ابن النازم وفي تكملة أبي علي أنه يجب إشمام ما قبل ياء المخاطبة وإخلاص ضم الهمزة وفي التسهيل أن همزة الوصل تشم قبل الضمة المشمة وردحان الفتح على الكسر في أيمون وأيم وردحان الكسر على الضم في كلمة اسم وجواز الضم والكسر والإشمام في نحو اختار وانقاد مبنيين للمفعول ووجوب الكسر فيما بقي وهو الأصل مسألة لا تحذف همزة الوصل المفتوحة إلا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كما حذفت الهمزة المكسورة نحو اتخذناهم سخريا استغفرت لهم وهو الأصل لألا يلتبس الاستفهام بالخبر ولا تحقق لأن همزة الوصل لا تثبت في الضرج إلا ضرورة كقوله ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة بل الوجه أن تبدل ألفا وقد تسهل مع القصر تقول آل حسن عندك آي من الله يمينك بالمد على الإبدال راجحا وبالتسهيل مرجوحا ومنه قوله أالحق إن دار الرباب تباعدت وقد قرئ بهما في نحو آذ ذكرين آل آن جئت بالحق هذا باب الإبدال الأحرف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا لغير إضغام تسعة يجمعها هدأت موطيا وخرج بقولنا شائعا نحو قولهم في أصيلان تصغير أصيل على غير قياس وفي الطجعة وفي نحو علي في الوقف أصيلال والطجعة وعليج قال الشاعر وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحده وقال ما لا إلى أرطاط حقف فالطجع وقال خالع ويف وأبو عليج المطعمان اللحم بالعشد وبالغداة كتل البرنج يقلع بالود وبالصي صدي وتسمى هذه اللغة عجعدة قضاعة ومعنى ومعنى هدأت سكنت وموطيا من أوطأته جعلته وطيئا فلياء فيه بدل الهمزة وذكروه الهاء زيادة على ما في التسهيل إذ جمعه ما فيه في طويت دائما ثم إنه لم يتكلم هنا عليها مع عده إياها ووجه أن إبدالها من غيرها إنما يطرد في الوقف على نحو رحمة ونعمة وذلك مذكور في باب الوقف وأما إبدالها من غير التائف مسموع كقولهم هيك ولهنك قائم وهرقت الماء وهردت الشيء وهرحت الدابة فصل في إبدال الهمزة تبدل الهمزة من الواوي والياء في أربع مسائل إحداها أن تتطرف إحداهما بعد ألف زائدة نحو قساء وسماء ودعاء ونحو بناء وضباء وفناء بخلاف نحو قاول وبايع وإداوة وهداية ونحو غزو وظبي ونحو واو وآي وتشارك هما في ذلك الألف في نحو حمراء فإن أصلها حمراء كسكراء فزيدت ألف قبل الآخر للمد كألف كتاب وغلام فأبدلت الثانية همزة الثانية أن تقع إحدهما عين لسم فاعل فعل أعلت فيه نحو قائل وبائع بخلاف نحو عين فهو عين وعاور فهو عاور الثالثة أن تقع إحدهما بعد ألف مفاعل وقد كانت مدة زائدة في الواحد نحو عجائز وصحائف بخلاف قصورة وقساور ومعيشة ومعايش وشذ مصيبة ومصائب ومنارة ومنائر ويشارك الواو الياء في هذه المسألة الألف نحو قلاده وقلائد ورسالة ورسائل الرابعة أن تقع إحداها ثاني حرفين لينين بينهما ألف مفاعل سواء كان اللينان يا أين كنيائف جمع نيف أو وين كأوائل جمع أول أو مختلفين كسيائد جمع سيد إذ أصله سيود وأما قوله وكحل العينين بالعواور فأصله بالعواوير لأنه جمع عوار وهو الرمد فهو مفاعل كطواويص لا مفاعل فلذلك صحح وعكسه قول الآخر فيها عيائيل أسود ونمر فأبدل الهمزة من ياء مفاعل لأن أصله مفاعل لأن عيائيل جمع عيل بكسر الياء واحد العيال والياء زائدة للإشباع مثلها في قوله تنقاد الصياريف فلذلك أعلى وهناك مسألة خاصة بالواو اعلم أنه إذا اجتمع ووان وكانت الأولى مصدرة والثانية إما متحركة أو ساكنة متأصلة في الواوية أبدلت الواو الأولى همزة فالأولى نحو جمع واصلة وواقية تقول أواصل وأواق وأصلها وواصل وواق والثانية نحو الأولى أنثى الأول أصلها وولى بواوين أولى هما فاء مضمومة والثانية عين ساكنة بخلاف نحو ووفيا ووريا فإن الثانية ساكنة منقلبة عن ألف فاعلة وبخلاف نحو الوولى بواوين مخففا من الوؤل بواو مضمومة فهمزة وهي أنثى الأو الأفعل من وأل إذا لجأ وخرج باشتراط التصدير نحو هووي ونووي المنسوب إلى هوا ونو والله أعلم فصل في عكس ذلك وهو إبدال الواوي والياء من الهمزة ويقع ذلك في بابين أحدهما باب الجمع الذي على مفاعل وذلك إذا وقعت الهمزة بعد ألفه وكانت تلك الهمزة عارضة في الجمع وكانت لام الجمع همزة أو ياء أو واوة وخرج باشتراط العروض نحو المرآة والمراء فإن الهمزة موجودة في المفرد لأن المرآة مفعلة من الرؤية فلا تغيير في الجمع وخرج باشتراط اعتلال اللام نحو صحائف وعجائز ورسائل فلا تغير الهمزة في شيء من ذلك أيضا وأما ما حصل فيه ما شرطناه فيجب فيه عملان قلب كسرة الهمزة فتحه ثم قلبها ياء في ثلاث مساء وهي أن تكون لام الواحد همزة أو ياء أصلية أو منقلبة عن واو تعليق هذا هو الصواب وفي جميع أصول الكتاب أو واو منقلبة عن ياء وهذا خطأ وواوا في مسألة واحدة وهي أن تكون لام الواحد واو ظاهرة مثال ما لامه همزة خطايا أصلها خطائئ بياء مكسورة هي ياء خطيئة وهمزة بعدها هي لامها ثم أبدلت الياء همزة على حد الإدال في صحائفة فصارت خطائئ بهمزتين ثم أبدلت الهمزة الثانية ياء لما سيأتي من أن الهمزة المتطرفة بعد همزة تبدل ياء وإن لم تكن بعد مكسورة فما ظنك بها بعد المكسورة ثم قلبت كسرة الأولى فتحة للتخفيف إذ كانوا قد يفعلون ذلك فيما لامه صحيح نحو مدار وعذار في المدار والعذار قال الشاعر ويوم عقرت للعذار مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل والبيت الامرء القيس وقال أيضا غدائره مستشجرات إلى العلاء تضل المدار في مثن ومرسله ففعل ذلك هنا أولى ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خطاء بألفين بينهما همزة والهمزة تشبه الألف فاجتمع شبه ثلاث ألفات فأبدلت الهمزة ياء فصار خطايا بعد خمسة أعمال ومثال ما لامه ياء أصلية قضايا أصلها قضايا بيا أين الأولى ياء فعيلة والثانية لا مقضية ثم أبدلت الأولى همزة كما في صخائف ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة ثم قلبت الياء ألفا ثم قلبت الهمزة ياء فصار قضايا بعد أربعة أعمال ومثال ما لامه واوا قلبت في المفرد ياء مطية فإن أصلها مطيوة بزنة فعيلة من المطى وهو الظهر ثم أبدلت الواو ياء ثم أضغمت الياء فيها وذلك على حد الإبدال والإبغام في سيود وميود إذ قيل فيه سيد وميت وجمعها مطايا وأصلها مطايه ثم قلبت الواو ياء لتطرفها بعد الكسرة كما في الغاز والداعي ثم قلبت الياء الأولى همزة كما في صحائف ثم أبدلت الكسرة فتحة ثم الياء ألفا ثم الهمزة ياء فصار مطايا بعد خمسة أعمال ومثال ما لامه واو سلمت في الواحد هراوة وهراوة وذلك أن قلبنا ألف هراوة في الجمع همزة على حد القلب في رسالة ورسائل ثم أبدلنا الواو ياء لتطرفها بعد الكسرة ثم فتحنا الكسرة فانقلبت الياء ألفا ثم قلبنا الهمزة واوا فصار هراوة بعد خمسة أعمال أيضا الباب الثاني باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة والذي يبدل منهما أبدا هو الثانية للأولى لأن إفراط الثقل بالثانية حصل فلا تخلو الهمزتان المذكورتان من أن تكون الأولى متحركة والثانية شاكنة أو بالعكس أو يكون متحركتين فإن فإن كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية حرف علة من جنس حركة الأولى فتبدل ألفا بعد الفتحة نحو آمنت ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يأمرني أن آت زراء وهو بهمزة فألف وعوام المحدثين يحرفونه فيقرؤونه بألف وتاء مشددة ولا وجه له لأنه أفتعل من الإزار ففاؤه همزة ساكنة بعد همزة المضارعة المفتوحة وياء بعد الكسر نحو إيمان وشذت قراءة بعضهم إئلافهم والآية من سورة قريش وإنما كان الشجود لهذا التحقيق وواوا بعد الضمة نحو أوتمن وأجاز الكسائي أن يبتدأ أوتمن بهمزتين نقله عنه ابن الأنبار في كتاب الوقف والابتداء ورده وإن كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة فإن كانت في موضع العين أدغمت الأولى في الثانية نحو سآل ولآل ورآس وإن كانت في موضع اللام أبدلت الثانية ياء مطلقة فتقول فتقول في مثال قمطر من قرأ قرأ وفي مثال سفرجل منه قرأ بهمزتين بينهما ياء مبدلة من همزة وإن كانتا متحركتين فإن كانتا في الطرف أو كانت الثانية مقشورة أبدلت ياء مطلقة وإن لم تكن طرفا وكانت مضمومة أبدلت واوا مطلقة وإن كانت مفتوحة فإن انفتح ما قبلها أو انضم أبدلت واوا وإن انكسرت أبدلت ياء أمثلة المتطرفة أن تبني من قرأ مثل جعفر أو زيبرج أو برثن وأمثلة أمثلة المكسورة أن تبني من أما مثل إصبع أصبع إصبع بفتح الهمزة أو كسرها أو ضمها والباء فيهن مكسورة فتقول في الأولى أؤمم بهمزتين مفتوحة فساكنة تنقل حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية قبلها ليتمكن من إضغامها في الميم الثانية ثم تبدل الهمزة ياء وكذا تفعل في الباقي أيضا وذلك واجب وأما قراءة ابن عامر والكوفيين أئمة بالتحقيق فمما يوقف عنده ولا يتجاوز وأنثلة المضمومة أوب جمع أب وهو المرعى وأن يبنى من أما مثل إصبع بكسر الهمزة وضم الباء أو مثل أبلم فتقول أوم بهمزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة وواو مضمومة وأصل الأول آهب على وزن أفلس وأصل الثاني إئمم وأؤمم فنقلوا فيهن ثم أبدلوا الهمزة واوا وأضغموا أحد المثلين في الآخر ومثال المفتوحة بعد مفتوحة أواد جمع آدم ومثال المفتوحة بعد المضمومة أويد تصغير آدم ومثال المفتوحة بعد مكسورة أن تبني من أم على وزن إصبع بكسر الهمزة وفتح الباء وإن كانت الهمزة الأولى من المتحركتين همزة مضارعة نحو أأم وأئن مضارعي أممت وأننت جاز في الثانية التحقيق تشبيها لهمزة المتكلم لدلالتها على معنى بهمزة الاستفهام نحو أأنظرتهم فصل في إبدال الياء من أختيها الألف والوا أما إبدالها من الألف ففي مسألتين إحداهما أن ينكسر ما قبلها كقولك في مصباح مصابيح وفي مفتاح مفاتيح وكذلك تصغيرهما الثانية أن تقع قبلها ياء تصغير كقولك في غلام غليم وأما إبدالها من الواو ففي عشر مسائل إحداها أن تقع بعد كسرة وهي إما طرف كرضية وقوية وعفية والغازي والداعي أو قبل تاء التأنيث كشجية وأكسية وغازية وعريقية في تصغير عرقوة وشزة وشذة سواسوة في جمع سواء ومقاتوة بمعنى خدام أو قبل الألف والنون الزائدتين كقولك في مثال قطران من الغز غزيان الثانية أن تقع عينا لمصدر فعل أعلت فيه ويكون قبلها قصرة وبعدها ألف كصيام وقيام وانقياد واعتياد بخلاف نحو سوار وسواك لانتفاء المصدرية ونحو لاوذا لواذا وجاور جوارا لصحة عين الفعل وحال حولا وعاد المريض عودا لعدم الألف وراح رواحا لعدم الكثرة وقل الإعلال فيه نحو قوله تعالى جعل الله لكم قيما وارزقوهم وكقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس في قراءة نافع وابن عامر في النساء وفي قراءة ابن عامر في المائدة وشذ التصحيح مع استيفاء الشروط في قولهم نارت الظبية نوارا بمعنى نفرت ولم يسمع له نظير الثالثة أن تقع عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وهي في الواحد إما معلة نحو دار وديار وحيلة وحيل وديمة وديم وقيمة وقيم وقامة وقيم وشذ حاجة وحود وإما شبيهة بالمعلة وهي الساكنة وشرط القلب في هذه أن يكون بعدها في الجمع ألف كسوط وسياط وحوض وحياض وروض ورياض فإن فقدت صحيحة الواو نحو كوز وكوز وعود بفتح أوله للمسن من الإبل وعود وشذ قولهم ثيرة وتصحح الواو إن تحركت في الواحد نحو طويل وطوال وشذ قوله تبين لي أن القماءة ذلة وأن أعزاء الرجال طيالها قيل ومنه الصافنات الجياد وقيل جمع جيد لا جواد أو أعلت لامه كجمع ريان وجو بتشديد الواو فيقال رواء وجواء بتصحيح العين لألا يتوالى إعلالان وكذلك ما أشبه وهذا الموضع ليس محررا في الخلاصة ولا في غيرها من كتب الناظم فتأمله انتهى الشريط السادس عشر وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع عشر من الكتاب الرابعة أن تقع طرفا رابعة فصاعدا تقول عطوت وزكوت فإذا جئت بالهمزة أو التضعيف قلت أعطيت وزكيت وتقول في اسم المفعول معطيان ومزكيان حمل الماضية على المضارع واسم الفاعل على اسم المفعول فإن كل منهما قبل آخره كسرة وسأل سيبويه الخليل عن وجه إعلال نحو تغازينا وتداعينا مع أن المضارع لا كسر قبل آخره فأجاب الخليل بأن الإعلال ثبت قبل مجيء التاء في أوله وهو غازينا وداعينا حملا على نغازي ونداعي ثم استصحب معها الخامسة أنتليا كسرة وهي ساكنة مفردة نحو ميزان وميقات بخلاف نحو صوان وسوار ودلواذ وعلوات السادسة أن تكون لاما لفعل بالضمة صفة نحو إنا زينا السماء الدنيا بزينات الكواكب وميقات وقولت للمتقين الدرجة العليا وأما قول الحجازيين القصوى فشاذ قياسا فصيح استعمالا نبه به على الأصل كما في استحوذ والقود فإن كانت فعل إسما لم تغير كقوله أدارا بحزو هجد العين عبرة فماء الهوى يرفض أو يترقرق السابعة أن تلتقي هي والياء في كلمة والسابق منهما ساكن متأصل ذاتا وسكونا ويجب حينئذ إضغام الياء في الياء مثال ذلك فيما تقدمت فيه الياء سيد وميت أصلهما سيود وميود ومثاله فيما تقدمت الواو طي ولي مصدر طويت ولويت وأصلهما طوي ولوي ويجب التصحيح إن كان من كلمتين نحو يدعو ياسر ويرمي واعد أو كان السابق منهما متحركا نحو طويل وغيور أو عارض الذات نحو رؤية مخفف رؤية أو كان عارض السكون نحو قوية فإن أصلها الكسر ثم إنه سكن للتخفيف كما يقال في علم علما وشذ عما ذكرنا ثلاثة أنواع نوع أعل ولم يستوف الشروط كقراءة بعضهم إن كنتم للروية تعبرون بالإضغام والإبدال ونوع صحح مع استيفائها نحو ضيون وأيوم وعاوى الكلب عوية ورجاء بن حيوة ونوع أبدلت فيه الياء واوا وأدغمت الواو فيها نحو عوة ونهو عن المنكر واترد في تصغير ما يكسر على مفاعل نحو جدول وأسود للحية الإعلال والتصحيح الثامنة أن تكون لام مفعول الذي ماضيه على فاعل بكسر العين نحو رضيه فهو مرضي وقوي على زيد فهو مقوي عليه وشذ قراءة بعضهم مرضوة فإن كانت عين الفعل مفتوحة وجب التصحيح نحو مغزو ومدعو والإعلال شاذ كقوله وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معديا علي وعادية والتاسعة أن تكون لا مفعول جمعا نحو عصا وعصي وقفا وقفي ودل ودلي والتصحيح شاذ قالوا أبو وأخو ونحو جمعا لنحو وهو الجهة ونجوم بالجيم جمعا لنجو وهو السحاب الذي هراق ماء وبهو وهو المصدر وبهو فإن كان فعول مفردا وجب التصحيح نحو وعتوا عتوا كبيرا لا يريدون علوا في الأرض وتقول نمى المال نموا وسمى زيد سموا وقد يعل نحو عت الشيخ عتيا وقسى قلبه قسيا العاشرة أن تكون عينا لفعال جمعا صحيح اللام كصيام ونيام والأكثر فيه التصحيح تقول صوم ونوم ويجب إن اعتلت اللام لألا يتوال إعلالان وذلك كشوا وغوا جمع شاو وغاو أو فصلت من العين نحو صوام ونوام لبعدها حينئذ من الطرف وشذ قوله ألا طرقتنا ميت ابنة منذر فما أرق النيام إلا كلامها فصل في إبدال الواو من أختيها الألف والياء أما إبدالها من الألف ففي مسألة واحدة وهي أن ينضم ما قبلها نحو بوجع وضورب وفي التنزيل ما ووري عنهما من سوآتهم وأما إبدالها من الياء ففي أربع مسائل إحداه أن تكون ساكنة مفردة في غير جمع نحو موقن وموسر ويجب سلامتها إن تحركت نحو هيام أو أضغمت كحيض أو كانت في جمع ويجب في هذه قلب الضمة كسرة كهيم وبيض في جمع أفعل أو فعلاء الثانية أن تقع بعض ضمة وهي إما لا مفعل كنه والرجل وقضو بمعنى ما أنهاه أي أعقله وما أقضاه أو لا مسم مختوم بتاء بنية الكلمة عليها كأن تبني من الرمي مثل مقدرة فإنك تقول مرموة بخلاف نحو توانى توانية فإن أصله قبل دخول التاء توانيا بالضم كتكاسل تكاسلا فأبدل الضمته كسرة لتسلم الياء من القلب ثم طرأت التاء لإفادة الوحدة وبقي الإعلال بحاله أو لامسم مختوم بالألف والنون كأن تبني من الرمي على وزن سبعان اسم الموضة الذي يقول فيه ابن أحمر أمل عليها بالبل الملوان ألا يا ديار الحي بالسبعان أمل عليها بالبل الملوان فإنك تقول رموان الثالثة أن تكون لاما لفعل بفتح الفاء اسما لا صفة نحو تقوى وشروا وفتوى قال الناظم وابنه وشذ سعيا لمكان وريا للرائحة وطغيا لولد البقرة الوحشية انتهى فأما الأول فيحتمل أنه منقول من صفة كخزيا وصديا مؤنثي خزيان وصديا وأما الثاني فقال النحويون صفة غلبت عليها لسمية والأصل رائحة ريا أي مملوءة طيبة وأما الثالث فالأكثر فيه ضم الطائف لعله مستصحب التصحيح حين فتحوا للتخفيف الرابعة أن تكون عينا لفعل بالضم اسما كطوبة مصدرا لطابة أو اسما للجنة أو صفة جارية مجر الأسماء وهي فعل أفعل كطوبة والكوسة والخورة مؤنثات أطيب وأكيس وأخير والذي يدل على أنها جارية مجر الأسماء أن أفعل التفضيل يجمع على أفاعل فيقال الأفاضل والأكابر كما يقال في أفكل أفاكل فإن كان فعل صفة محضة وجب قلب ضمته كسرة ولم يسمع من ذلك إلا كسمة ضيزة أي جائرة ومشية حيكة أي تحرك فيها المنكبان هذا كلام النحويين وقال الناظم وابنه يجوز في عين فعل صفة أن تسلم الضمة فتقلب الياء واوة وأن تبدل الضمة كسرة فتسلم الياء فتقول الطوبة والطيبة والكوسة والكيسة والضوقة والضيقة فصل في إبدال الألف من أختيها الواوي والياء وذلك مشروط بعشرة شروط الأول أن يتحرك فلذلك صحتها في القول والبيع لسكونهما والثاني أن تكون حركتهما أصلية ولذلك صحتها في جيال وتوم مخففي جيال وتوأم والثالث أن ينفتح ما قبلهما ولذلك صحتها في العوض والحيل والصور الرابع أن تكون الفتحة متصلة أي في كلمتيهما ولذلك صحتها في ضرب واحد وضرب ياسر والخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين وأن لا يليها ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين ولذلك صحت العين في بيان وطويل وخورنق واللام في رمي وغزو وفتيان وعصوان وعلوي وفتوي وأعلت العين في قام وباع وباب وناب لتحرك ما بعدها واللام في غزى ودعى ورمى وبكى إذ ليس بعدها ألف ولا ياء مشددة وكذلك في يخشونا ويمحونا وقد زعم الشيخ خالد أنه لا يصح التمثيل بهذا الفعل إلا على أنه مبني للمشول وهو خطأ فإنه قد ورد من باب ضرب ونصر ونفع كما هو في القاموس وغيره انتهى وأصلها يخشيون ويمحوون فقلبتا ألفين ثم عذفتا للساكنين والسادس ألا تكون إحداهما عينا لفعل الذي الوصف منه على أفعل نحو هيف فهو أهيف وعور فهو أعور والسابع ألا تكون عينا لمصدر هذا الفعل كالهيف والسامن ألا تكون الواو عينا لفتعل الدال على معنى التفاعل أي التشارك في الفاعلية والمفعولية نحو اجتور واستور فإنه في معنى تجاور وتشاور فأما الياء فلا يشترط فيها ذلك لقربها من الألف ولهذا أعلت في استاف مع أن معناه تسايف والتاسع ألا تكون إحداهما متلوة بحرف يستحق هذا الإعلان فإن كانت كذلك صحت وأعلت الثانية نحو الحياة والهوى والحوى مصدر حوية إذا سود وربما عكسوا فأعلوا الأولى وصخف الثانية نحو آية في أسهل الأقوال فإن قلت لنا أسهل منه قول بعضهم إنها فاعلة كنبقة فإن الإعلال حينئذ على القياس وأما إذا قيل إن أصلها أن يه بفتح الياء الأولى أو آية يه بسكونها أو آية فاعلة فإنه يلزم إعلال الأول دون الثاني وإعلال الساكن وحذف العين لغير موجب قلت ويلزم على الأول تقديم الإعلال على الإضغام والمعروف العكس بدليل إبدال همزة أي ماهياء لا ألف فتأمله فإن قلت لنا أسهل منه قول بعضهم إنها فاعلة كنبقة فإن الإعلال حينئذ على القياس وأما إذا قيل إنها أصلها أيه بفتح الياء الأولى أو أيه بسكونها أو آية فإنه يلزم إعلال الأولى دون الثانية وإعلال الساكن وحذف العين لغير موجب قلت ويلزم على الأول تقديم الإعلال على الإضغام والمعروف العكس بدليل إبدال همزة أيما ياء لا ألف فتأمله العاشر ألا يكون عينا لما آخره زيادة تختص بالأسماء فلذا صحة في نحو الجولان والهيمان والصور والحيد وشذ الإعلال في ماهان وداران فصل في إبدال التاء من الواو والياء إذا كانت الواو والياء فاء للإفتعال أبدلت تاء وأدغمت في تاء الافتعال وما تصرف منه نحو اتصل واتعد من الوصل والوعد واتصر من اليسر قال الشاعر فإن تتعدني أتعدك بمثلها وسوف أزيد الباقيات القوارصة وهذا الشهد من كلام الأعشى ميمون بن قيس من كلمة له يهجو فيها علقمة ابن علاثة ويتهدده وكان الأعشى قد مدح عامر ابن الطفيل وحكم له على علقمة في منافرة وقعت بينهم والذي أنشده المؤلف صدر بيت من الطويل وعجزه وسوف أزيد الباقيات القوارصة وقوله تتعدني أصلها تو تعدني فقل بتلواه تاء ثم أضغمت التاء في التاء وسنذكر لذلك تكمله عند بيان الاستشهاد بالبيت والمراد تتوعدني وتتهددني وكذلك معنى أتعدك وقوله أزيد الباقيات القوارص أراد بها الأشعار التي تبقى على ألسنة الرواة يتناشدونها ويرغونها للأعقاب عقبا بعد عقب وتقول كلمة قارصة وكلمات قوارص وكلام قارص تريد أنه مؤلم موجع والشاهد في قوله تتعدني وفي قوله أتعدك فإن أصل الكلمة الأولى توتعدني وأصل الكلمة الثانية أو تعدك فالواو فاء الكلمة والتاء التي بعدها في الكلمتين حرف زائد وهي تاء الافتعال فقلبت الواو تاء في الكلمتين فتجاور في كل منهما تاءان فأضغمت التاء في التاء انتهى وقال الشاعر فإن القوافي تتلجن موالجا وعجزه تضايق عنها أن تولجها الإبر اللغة القوافي جمع قافية وتطلق القافية على حرف الروي الذي بنيت عليه القصيد فيقال قافية النون إذا كانت مبنية على حرف النون وتطلق على أول متحرك بعده ساكن من آخر البيت وتطلق على القصيدة كلها وعلى البيت كله من باب إطلاق اسم الكل على جزء وقوله تتلجن أصله توتلجن فلما وقعت الواو فاء في صيغة افتعل قل بتاء ثم أضغمت في التاء ومعناه أن القوافية والقصائد والأشعار تدخل في مضايق الأمكنة التي لا يستطيع والج أن يلج فيها موالج جمع مولج ومكان الولوج أي الدخول تضايق أصله تتضايق فحذف إحدى التاءين وكذلك تولجها أصلها تتولجها فحذف فحذف إحدى التاء والشاهد قوله تتلجنا فإن أصله تو تلجنا فالواو فاء الكلمة والتاء التي بعدها زائدة وهي تاء الافتعال فقلبت الواو تاء ثم أضغمت التاء في التاء وتقول في افتعل من الإزار إي تزر ولا يجوز إبدال الياء تاء وإضغامها في التاء لأن هذه الياء بدل من همزة وليست أصلية وشذ قولهم في افتعل من الأكل اتكل وقول الجوهري في اتخذ إنه افتعل من الأخذ وهم وإنما التاء أصل وهو من تخذ كالتبع من تبعاء وهذا الكلام مبني على ثبوت تخذ ثلاثيا من باب علم وهو الصوا ومن أدلته قوله تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجر في قراءة وقول الشاعر تخذت غراز إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليعجزوني ولم يثبت ذلك عند الجوهري ورأى أن يخرج اتخذ ولم يجد ثلاثيا إلا أخذ فقال ما سمعته في كلام المؤلف فصل في إبدال الطاء تبدال وجوبا من تاء الافتعال الذي فاؤه صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء وتسمى هذه أحرف الإطباق تقول في افتعل من صبر استبر ولا تضغم لأن الصفيرية لا يضغم إلا في مثله ومن ضرب اضطرب ولا تضغم لأن الضاب حرف مستطيل ومن طهر اضطهر ثم يجب الإضغام لاجتماع المثلين في كلمة وأولهما ساكن ومن ظلم اضطلم ثم لك ثلاثة أوله الإظهار اضطلم والإضغام مع إبدال الأول من جنس الثاني اضطلم ومع عكسه اضطلم وقد روي بهن قول زهير والجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظلم 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 فصل في إبدال الدال تبدل الدال وجوبا من تاء الافتعال الذي فاؤه دال أو ذال أو زاي تقول في افتعل من دان إد دان ثم تدغم لما ذكرنا في الطهر ومن زجر إذ دجر ولا تدغم لما ذكرناه في الصبر ومن ذكر إذ دكر ثم تبدل المعجمة مهملة وتدغم وبعضهم يعكس وقد قرئ شاذا فهل ميم مذكر بالمعجمة فصل في إبدال الميم أبدلت وجوبا من الواو في فم وأصله فوه بدليل أفواه فحذفوا الهاءة خفيفا ثم أبدلوا الميمة من الواو فإن أضيفا رجع به إلى الأصل فقيل فوكا وربما بقي الإبدال نحو لخلوف فم الصائم ومن النون بشرطين سكونها نوقعها قبل الباء سواء سواء كان في كلمة أو كلمتين نحو بعث ومن بعثنا وشذوذا في قوله وكفك المخضب البنام وصدر يهال ذات المنطق التمتام وأصله البنان وجاء عكس ذلك في قولهم أسود فات وأصله قات هذا باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله وذلك في أربع مسائل إحداها أن يكون الحرف المعتل عينا لفعل ويجب بعد النقل في المسائل الأربع أن يبقى الحرف المعتل إن جانس الحركة المنقولة نحو يقول ويبيع أصلها يبقى يقول مثل يقتل ويبيع مثل يضرب وأن تقلبه حرفا يناسب تلك الحركة إن لم يجانسها نحو يخاف ويخيف أصلها يخوف كيذهب ويخوف كيكرم ويمتنع النقل إن كان الساكن معتلا نحو بايع وعوق وبين أو كان فعل تعجب نحو ما أبيانه وأبيم به وما أقومه وأقوم به أو مضاعفا نحو بيضة وسودة أو معتلا لا منحو أهوى وأحيا المسألة الثانية لإسم المشبه للمضارع في وزنه دون زيادته أو في زيادته دون وزنه فالأول كمقام أصله مقوم على مثال مذهب فنقلوا وقلبوا والثاني كأن تبني من البيع أو من القول اسما على مثال تحلق بكسر التاء وهمزة بعد اللام فإنك تقول تبيأ بكسرتين بعدهما ياء ساكنة وتكيل كذلك وهذه الياء منقلبة عن الواو لشكونها بعد الكسر فإن أشبهه في الوزن والزيادة معا أو باينه فيهما معا وجب التصحيح فالأول نحو أبيض وأسود وأما نحو يزيد علما فمنقول إلى العالمية بعد أن أعلى إذ كان فعله والثاني نحو مخيط هذا هو الظاهر وقال الناظم وابنه وكان حق مخيط أن يعلم لأن زيادته خاصة بالأسماء وهو مشبه لتعلم أي بكسر حرف المضارع في لغة قوم لكنه حمل على مخياط لشبهه به لفظا ومعنا انتهى وقد يقال إنه لو صح ما قال للزم ألا يعلم مثال تحلئ لأنه يكون مشبيا لتحسب في وزنه وزيادته لتحسب في وزنه وزيادته ثم لو سلم أن الإعلال كان لازما لما ذكر لم يلزم الجميع بل من يقسر حرف المضارعة فقط وهذا صحيح المسألة الثالثة المصدر الموازن لإفعال أو استفعال نحو إقوام واستقوام ويجب بعد القلب حذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين والصحيح أنها الثانية لزيادتها وقربها من الطرف ثم يؤتى بالتاء عوضا فيقال إقامة واستقامة وقد تحذف نحو إقام الصلاة المسألة الرابعة صيغة مفعول ويجب بعد النقل في ذوات الواوي حذف إحدى الواوين والصحيح أنها الثانية لما ذكرنا ويجب أيضا في ذوات الياء الحذف وقلب الضمة كسرة لألا تنقلب الياء فتلتبس ذوات الياء بذوات الواو مثال الواوي مقول ومصوغ ومثال اليائي مبيع ومدين وبن تميم تصحح اليائية فتقول مبيوع ومخيوط قال الشاعر وكأنها تفاحة مطيوبة وهذا نصف بيت من الكامل ولم يقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين كأنها الضمير المتصل المنصوب يعود إلى الخمر التي يصفها الشاعر كما يقول الشيخ خالد تفاحة التفاح معروف ووجه التشبيه ذكاء الرائحة وطيبها وقوله مطيوبة اسم المفعول من قولهم طاب فلان الشيء يطيبه من باب ضرب يضرب إذا وجده طيبا لذيذا حلوا وتقول أيضا طاب الشيء يطيب من باب ضرب أيضا إذا لذ وذكى وحسن وحلا فهذا الفعل يأتي متعديا ومنه أخذ اسم المفعول ويأتي لازما انتهى الوجه الأول إخال أظن ومعيون طرع بالعين مهملة وبالغين معجمة فمن رواه بالعين المهملة فهو يراه اسم المفعول من عانه يعينه إذا أصابه بالعين أو أصاب عينه ومن رواه بالغين المعجمة وهو الأوفق فهو يراه اسم المفعول أيضا من قولهم غين على فلان بالبناء للمجهول أي غطي على قلبه وحجب فلم يعرف مأت الأمور ولا مواردها ولا مصادرها وفي الحديث إنه لا يغان على قلبي ومن الناس من يرويه سيد مغبون بالغين المعجمة والباء الموحدة وهو تحريف ولا شاهد فيه ومغيون ومعيون بالغين المعجمة وبالعين المهملة مع الياء كلاهما مما ورد تصحيحه أي الإتيان به من غير نقل ولا حذف والشاهد فيه قوله مغبون أو مغيون أو معيون حيث صح اسم المفعول من الأجوة في الياء والأكثر في لسان العرب إعلاله بنقل حركة عينه إلى الساكن قبلها ثم حذف العين أو واو مفعول على خلاف في ذلك ثم كلبت الضمة كسر على مثال مبيع ومشيد ومع ذلك فقد وردت كلمات من الأجوة في اليائي ثمم فيها اسم المفعول مثل مطيوبة في البيت السابق ومغيون في هذا البيت وقالوا طعام مزيوت وثوب مخيوت ويوم مغيوم ورجل مديون انتهى وربما صحح بعض العرب شيئا من ذوات الواو سمع ثوب مصوم وفرس مقود هذا باب الحذف وفيه ثلاث مسائل احداها تتعلق بالحرف الزائد وذلك ان الفعل اذا كان على وزن افعل فان الهمزة تحذف في امثلة مضارعه ومثال وصفه اعني وصفه الفاعل والمفعول تقول اكرم ونكرم ويكرم وتكرم ومكرم ومكرم وشذ قوله فانه اهل لان يؤكرم المسألة الثانية تتعلق بفاء الفعل وذلك ان الفعل اذا كان ثلاثيا ووي الفاء مكتوح العين فان فاءه تحذف في امثلة المضارعه وفي الامر وفي المصدر المبني على فعلة بكسر الفاء ويجب في المصدر تعويض الهاء من المحذوف تقول يعد وتعد ونعد واعد ويا زيد عد عدة واما الوجه فاسم من الجهة لا للتوده وقد تترك تاء المصدر شذوذا كقوله ان الخليط اجد البين فانجردوا واخلفوا كائد الامر الذي وعدوا وهذا وهذا الشاهد من كلام ابي امية الفضل بن العباس بن عتبة والذي انشده المؤلف هاهنا عاجز بيت من البسيط وصدره قوله ان الخليط اجد البين فانجرده والخليط معناه المخالط ونظيره النديم بمعنى المنادم والجليس بمعنى المجالس ويطلق على الواحد والجمع بلفظ واحد وقوله اجد البين صيروه جديدا والبين والفراق والبعد واراد انهم احدثوا فرقة انجردوا بعد تقول انجرد بن السير تريد انهم تد وطال ويروى في مكان هذه الكلمة فانصرم ومعناهم قطعوا عنا ببعدهم واخلفو كاعد الامر الذي وعدوا يريد انهم كانوا قد وعدوه بدوام الالفة وطول عهد القرب ولكنهم لم ينجزوا هذا الوعد بل اخلفوه وعبر عن نفسه بالخطاب تجريدا والشاهد فيه قوله عد الامر حيث حذف التاء التي يعوض بها عن فاء المصدر واصله الاول وعد وعد بكسر الواو وسكون العين فحدفت الواو بعد نقل حركتها الى العين وعوض من هذه الواو تاء المصدر فصار عده بكسر العين وحدفتاء التأميس هو من باب حذف العوض والمعوض عن وهو لا يجوز كما لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عن والجمهور على ان هذا الحذف شاذ سواء اضيف الاسم كما في هذا البيت ام لم يضف وذهبوا الى ان الاسم اذا اضيف كما في هذا البيت لم يكن بأس بان تحذف تاء التأميث ونظيره قوله واقام الصلاة انتهى المسألة الثالثة تتعلق بعين الفعل وذلك ان الفعل اذا كان ثلاثيا مكسور العين وعينه ولامه من جنس واحد فانه يستعمل في حالة اسناده الى الضمير المتحرك على ثلاثة اوجه تام ومحذوف العين بعد نقل حركتها ومع ترك النقل وذلك نحو ظل تقول ظللت وظلت وظلت وكذلك في ظللنا قال سبحانه وتعالى فظلتم تفكهون وان كان الفعل مضارعا او امرا واتصل بنون نسوة جاز الوجهان الاول نحو يقررن ويقرن وقررن وقرن ولا يجوز في نحو قل ان ظللت ولا في نحو فيظللن رواكد على ظهره الا الاتمام لان العين مفتوحة وقرأ نافع وعاصم وقرن بالفتح وهو قليل لانه مفتوح ولان المشهور قررت في المكان بالفتح اقر بالكسر واما عكسه ففي قررت عينا اقر هذا باب الاضغام يجب اضغام اول المثلين المتحركين باحد عشر شرطا احدها ان يكون في كلمة كشدة ومل وحب اصلهن شدد بالفتح وملل بالكسر وحبب بالضم فان كان في كلمتين مثل جعل لك كان الاضغام جائزا لا واجبا الثاني الا يتصدر اولهما كما في ددن الثالث الا يتصل اولهما بمدغم كجسس جمع جاس الرابع الا يكون في وزن ملحق سواء كان الملحق احد المثلين كقردد ومهدد او غيرهما كهيلل او كليهما نحوق عنسسة فانها ملحقة بجعفر وضحرج وحرنجم الخامس والسادس والسابع والثامن الا يكون في اسم على فعل بفتحتين كطلل ومدد او فعل بضمتين كذلل وجدد جمع جديد او فعل بكسر اوله وفتح ثانيه كلمة وكلل او فعل بضم اوله وفتح ثانيه كدرر وجدد جمع جدد وهي الطريقة في الجبل وفي هذه الانواع السبعة الاخيرة يمتنع الاضغام والثلاثة الباقية حيث الانواع اخف واخف في الشر اصلهما اخف واخف بسكون الاخر ثم نقلت خركة الهمزة الى الصاد وحركت الفاء لالتقاء الساكنين وان لا يكون المثلان اين لازما تحريك ثانيهما نحو حي وعي ولا تأينف استعلك استطر واقتتل وفي هذه الصور الثلاث يجوز الإضغام والفك قال تعالى ويحيى من حي عن بينه ويقرأ أيضا من حي وتقول استطر واقتتل وإذا أردت الإضغام نقلت حركة الأولى إلى الفاء وأسقط الهمزة للاستغناء عنها بحركة ما بعدها ثم أضغمت فتقول في الماضي سطر وقتل وفي المضارع يستر ويقتل بفتح أولهما وفي المصدر سطارا وقتالا بكسر أولهم ويجوز الوجهان أيضا في ثلاث مسائل أخر إحداهن أولى التاءين الزائدتين في أول المضارع نقو تتجلى وتتذكر وذكر الناظم في شرح الكافية وتبعه ابنه أنك إذا أضغمت اجتلبت اجتلبت همزة الوصل ولم يخلق الله همزة وصل في أول المضارع وإنما إضغام هذا النوع في الوصل دون الابتداء وبذلك قرأ البزي رحمه الله تعالى في الوصل ولا تيمموا ولا تبردنا وكنتم تمنون فإن أردت التخفيف في الابتداء حذفت إحددتين وهي الثانية للأولى خلافا لهشام وذلك جائز في الوصل قال تعالى نارا طلظا ولقد كنتم تمنون الموت وقد يجيء هذا الحدث في النون ومنه على الأظهر قراءة ابن عامر وعاصم وكذلك نجي المؤمنين أي ننجي بفتح النون الثانية وقيل الأصل ننجي بسكونها فأضغمت كإجاسة وإجانة وإضغام النون في الجيم لا يكاد يعرف وقيل هو من نجى ينجو ثم ضعفت عينه وأسند لضمير المصدر ولو كان كذلك لفتحت الياء لأنه فعل مع الثانية والثالثة أن تكون الكلمة فعلا مضارعا مججوما أو فعل أمر قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيقرأ بالفك وهي لغة أهل الحجاز والإضغام وهو لغة تميم قال تعالى واغضد من صوتك وقال الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابة والتزم الإضغام في هلم لثقلها بالتركيب ومن ثم التزموا في آخرها الفتحة ولم يجيزوا فيه ما أجازوه في آخر نحو رد وشد من الضم للإتباع والكسر على أصل التقاء الساكنين ويجب الفك في أفعل في التعدب نحو أشدد ببياب وجوه المتقين وأحبب إلى الله تعالى بالمحسنين وإذا سكن الحرف المدغم فيه لاتصاله بضمير الرفع واجب فك الإضغام في لغة غير بكر بن وائل نحو جللت وقل إن ضللت وشددنا أسره وقد يفق الإضغام في غير ذلك شذوذا نحو لححة عينه وألل السقاء أو في ضرورة كقول الحمد لله العلي الأدللي الواسع الفضل الوهوب المدزلي انتهى الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم كتاب شذى العرف في فم الصرف تأليف فضيلة الأستاذ المرحوم الشيخ أحمد الحملاوي أستاذ العلوم العربية بدار العلوم وأحد علماء الأظهر الشريف وناظر مدرسة عثمان باشا ماهل الطبعة العشرون وهذا الكتاب نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده بالقاهرة خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك يا مصرف القلوب على مزيد نعمك ومتراد في جودك وكرمك غمرتنا بإحسانك الذي مصدره مدرد فضلك وشملتنا بمضاعف نعمك وطولك فسبحانك تعالت صفاتك عن الشبيه والمثال وتنزهت أفعالك عن النقص والإعلال لا راد لماضي أمرك ولا وصول لقدرك حق قدرك ونستمطرك غيث صلواتك الهامية وتسليماتك الباهرة الباهية على نبيك إنسان عين الوجود المشتق من ساطع نوره كل موجود محمد المصطفى من خير العالمين نسبا وأرفعهم قدرا وأشرفهم حسبا الذي صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة ومزق بسالم حزمه شمل الضلالة وعلى آله مظاهر الحكم وصحبه مصابر الهمم الذين مهدوا بلا فيف جمعهم المقرون بالسداد سبيل الهدى ومعالم الرشاد وبعد فمن تظم عقد علم إلا والصرف واسطته ولا ارتفع مناره إلا وهو قاعدته إذ هو إحدى دعائم الأدب وبه تعرف سعة كلام العرب وتنجلي فرائد مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهما الواسطة في الوصول إلى السعادة الدينية والدنيوية وكان مما تطلع لرشف أفاويقه وتطلب جمع معارفه طلبت مدرسة دار العلوم فإنهم أحدقوا بي من كل جانب وكان المطلاب فيهم أكثر من طالب فما وسعني إلا أن أحفظ العلم ببذله وأن لا أضن به على أهله فصرحت نواضر البحث في فجاج الكواغد وبعثتها في طلب الشواهد فاقتفت الأثر حتى أتت بالمبتدأ والخبر ثم جعلت أميز الصحيح من العليل وأودع ما أقتطفه من ثمار الكثير في السهل القليل فجاء بحمد الله كتابا طروق معانيه وتطيب مجانيه عباراته شافية وشواهده كافية فأنعم نظرك فيه وقل ذلك فضل الله يؤتيه وإن رأيت هفوة فقل طغ القلم فإن ذلك من دواع الكرم وحاشاك أن تكون ممن قيل فيهم فإن رأوا هفوة طاروا بها فرحا مني وما علموا من صالح دفنوا شذ العرف في فن الصرف والله أسأل أن يلبسه ثوب القبول وأن ينفع به إنه أكرم مسؤول وقد جعلته مرتبا على مقدمة وثلاثة أبواب فالمقدمة فيما لا بد منه فيه والباب الأول في الفعل والثاني في لسن والثالث في أحكام تعمهما الصرف ويقال له التصريف هو لغة التغيير ومنه تصريف الرياح أي تغييرها واستلاحا بالمعنى العملي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها أسمي الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك وبالمعنى العلمي علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء وقد اعترض الرضي قولهم ليست بإعراب بأنه لا حاجة إليه لأن المراد من بناء الكلمة هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها والحرف الأخير لا تعتبر حركته وسكونه في البناء فلم يدخل في التعريف حتى يخرج منه ودفعه الشيخ عبد الله على الشافية بأنه لم يخرج عن كونه حالا من أقوال الأبنية لأن أحوال بعض الشيء أحوال لذلك الشيء فسقط الاعتراض انتهى ملخصة وموضوع هذا العلم الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة والإعلال والأصالة والزيادة ونحوها ويختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها فصوري لا حقيقي ووضعه معاذ ابن مسلم الهراء بتشديد الراء وقيل سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه ومسائله قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا نحو كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ونحو إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياءا وأضغمت في الياء وهكذا وثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة واستمداده من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب وحكم الشارع فيه الوجوب الكفائي والأبنية جمع بناء وهي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب والكلمة لغض مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى بحيث متى ذكر ذلك اللغة فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له تقسيم الكلمة تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحر فالاسم ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم ليس الزمن جزء منه مثل رجل وكتاب والفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه مثل كتب ويقرأ واحفظ والحرف ما وضع ليدل على معنى غير مستقل بالفهم مثل هل وفي ولم ولا دخل له هنا كما مر ويختص الاسم بقبول حرف الجر وبلحوق التنوين له وبالإضافة وبالإسناد إليه وبالنداء نحو الحمد لله منش الخلق من عدم ونحو يا إبراهيم قد صدقت الرؤية ويختص الفعل بقبول قد والسين وسوف والنواصب والجوازم وبلحوق تاء الفاعل وتاء التأنيف الساكنة ونون التوكيد وياء المخاطبة له نحو قد أفلح من تزكى وقوله تعالى سنقرئك فلا تنسي ولسوف يعطيك ربك فطرضه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه لم يلد ولم يولد ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمه قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لا يسجنن ولا يكون من الصغرين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ويختص الحرف بعدم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل وقول صاحب الكتاب يتميز الاسم بقبول إلى آخره المراد بقبول الاسم ما هو أعم من أن يقبل بنفسه أو بمرادفه أو بمعنى معناه فنحو قط وعوض وحيث تقبلها بمرادفها وهو الوقت الماضي والوقت المستقبل والمكان واسم الفعل يقبله إما بمرادفه وهو المصدر بناء على أن معناه الحدث أو بمعنى معناه أي مدلول لفظ الفعل ونعني بمعنى معناه المعنى الضمن لمعناه فتنبه وهذا منقول عن حاشية الصبان انتهى ذلك التعليق الميزان الصرفي لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون فيقولون في وزن قمر مثلا فعل بالتحريك وفي حمل فعل بكسر الفاء وسكون العين وفي قرما فعل بفتح الفاء وضم العين وهلما جرا ويسمون الحرف الأول فاء الكلمة والثاني عين الكلمة والثالث لام الكلمة فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أي على ثلاثة أحرف فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة زدت في الميزان لاما أو لامين على أحرف فعلة فتقول في وزن ضحرج مثلا فعلة وفي وزن جحمرش وفي وزن جحمرش فعلة وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة كررت ما يقابله في الميزان فتقول في وزن قدم مثلا بتشديد العين فعلة وفي وزن جلبب فعلة ويقال له مضعف العين أو اللام وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها التي هي حروف الزيادة قابلت الأصول بالأصول وعبرت عن الزائد بلفظه فتقول في وزن قائم مثلا فاعل وفي وزن تقدم تفعالة وفي وزن استخرج استفعالة وفي وزن مجتهد مفتعل وهكذا وفيما إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال ينطق بها نظرا إلى الأصل فيقال مثلا في وزن الطرب افتعل رفط على وقد أجازه الرضي وفيما إذا كان مبدلا من تاء الافتعال ينطق بها نظرا إلى الأصل ثالثا وإن حصل حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان فتقول في وزن قل مثلا فل وفي وزن قاب فاع وفي وزن عدة علة وإن حصل قلب في الموزون حصل أيضا في الميزان فيقال مثلا في وزن جاه عفل بتقديم العين على الفائي والمراد بالقلب القلب المكاني وهو سماعي أما إذا حصل القلب بالإعلال في الموزون فلا يحصل في الميزان شيء بل يبقى على حال مثل قال وباع فإنهما بوزن فعل ويعرف القلب بأمور خمسة الأول الاشتقاق كاناء بالمد فإن المصدر وهو النأي دليل على أن ناء الممدود مقلوب ناء فيقال ناء على وزن فلع وكما في جاه فإن وروده وجه ووجه دليل على أن جاه مقلوب وجه فيقال جاه على وزن عفل وكما في قسي فإن ورود مفرده وهو قوس دليل على أنه مقلوب قووس فقدمت اللام في موضع العين فصار قسوب على وزن فلوع فقلبت الواو الثانية واء لوقوعها طرفا والواو الأولى لاجتماعها مع الياء وسبق إهداهما بالسكون وكسرت السين لمناسبة الياء والقاف لعسر الانتقال من ضم إلى كسر وكما في حادي أيضا فإن ورود وحده دليل على أنه مقلوب واحد فوزن حادي عالف الثاني التصحيح مع وجود موجب الإعلال كما في أيسى فإن تصحيحه مع وجود الموجب وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها دليل على أنه مقلوب يأسى فيقال أيسى على وزن عفلة ويغرف القلب هنا أيضا بأصله وهو اليأس الثالث ندرة الاستعمال كآرام دمع رئم وهو الضبي فإن ندرته وكثرة آرام دليل على أنه مقلوب آرام ووزن أرآم أفعال فقدمت العين التي هي الهمزة في موضع الفاء وسهلت فصارت آرام فوزنه أعفال وكذا آراء فإنه على وزن أعفال بدليل مفرده وهو الرأي وقال بعضهم إن علامة القلب هنا ورود الأصل وهو رئم ورأي الرابع أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الأجوى في المهموز اللام كجاء وشاء فإن اسم الفاعل منه على وزن فاعل والقاعدة أنه متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا أعل اسم الفاعل منه بقلب عينه همزة فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لازم أن ننطق باسم الفاعل من جاء بهمزتين ولذا لازم القول بتقديم اللام على العين بدون أن تقلب همزة فتقول جائي بوزن فالع ثم يعل إعلال قاض فيقال جائن الخامس أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتضم كأشياء فإننا لو لم نقل بقلبها لازم منع أفعال من الصرف بدون مقتضم وقد ورد مصروفا قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها فنقول أصل أشياء شيئاء على وزن فعلاء قدمت الهمزة التي هي اللام في موضع الفاء فصار أشياء على وزن لفعاء فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل الذي هو فعلاء ولا شك أن فعلاء من موازين ألف التأنيث الممدودة فهو ممنوع من الصرف لذلك وهو المختار عزيز المستمع كان هذا جزءا من كتاب شذ العرف في فن الصرف وهو مسجن لدينا كاملا على أشريطة أخرى وبه أتمنى ما تبقى من فراغ على الشريط الأخير من كتاب أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك مع تحياتنا لكم ترجمة نانسي قنقر